أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات بين يدي شرح هذه الآيات العشر أذكر لكم أن أحمد والترمذ والنساء أروا عن عمار بن الخطاب رضي الله عنه ماذا روا عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي جبريل ينزل به عليه يسمى عنده ورجع كذوي النحل قال فلبثنا ساعة بعد ما شاهدنا ذلك فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطينا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تهرم علينا اللهم ارضى عنا وأرضنا ثم قال بعد هذا الدعاء قال لقد أنزل علي عشر آيات لقد أنزل علي في هذه الساعة عشر آيات من أقامهن دخل الجنة أقام الأيات عشر أي فعل عامل بمقتضاها بدون زيادة ولا نقصا أقام على الوجه المطلوب دخل الجنة قد أفلح المؤمنون إلى قوله خالدون ذي مقدما لصورة المؤمنون من أبدع السواب هيا بنا مع الدرس أولا من المخبر بهذا الخبر قد أفلح المؤمنون أليس الله فهل هناك أصدق من الله هل يشكذ عقل في صحة هذا الخبر لا والله أبدا قد أفلح المؤمنون وقد علمنا الفلاحة وأنه هو الفوز وعلمنا أن الفوز معناه البعد عن النار ودخول الجنة دار الأبار قد أفلح من زكاه أفلح فال بالنجاة من النار ودخول الجنة قد أفلح من هم المؤمنون وقد تكرر عندنا بيان الإيمان والمؤمنين كلمة المؤمنون دل على العراق في الوصف والمتان فيه ما هو مجرد مؤمن ما قال قد أفلح مؤمنون أو قد يفلح مؤمنون قد أفلح المؤمنون بحق وصدق وإن شئتم حلفت لكم بالله يدل هذا على عراقة الوصف ومتانته وجدارته المؤمنون بحق وصدق لا بالدعاء والنطق كما يوم المنافقون والكافرون ثم ذكرنا غير ما مر أن من صفات المؤمنين قول ربنا من صورة الأنفال إنما المؤمنون وهذه صيغة صيغة حصر إنما المؤمنون بحق وصدق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وقرأت عليهم زادتم إيمانا منصوب الإيمان يرتفع بعدما كان في مستوى خاص يرتفع وقد يشهد لذلك أن يقوم قائم بيننا ويتلو آيات يعيضنا بها أو يذكرنا فتتجل حقيقة زيادة الإيمان بالاستجاب له إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم لا على غيره يعتمدون ويفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه ويتوكلون عليه ليس إلا الله ومن العظات والعبار التي تتكرى في هذا المقام قلنا صاحب دكان في المدينة النبوية أو في مكة المكرمة يبيع الدخان ويبيع المجلات التي تحمل صور الدعار والخلاقة فيأتيه واعد يقولوا أي عبد الله يا بني يا أخي لا ينبغي أن تبيع هذا المحرم في دكانك فيعتذي ويقول الزبناء إذا لم يجدوا الدخان ما يشترون منه فعلى أي شيء توكل هذا على بيع الدخان على الله على بيع الدخان هذه المجلات فيها الخلاع والدعاء والصور الباطلة لا ينبغي أن توجد في بيت مسلم ولا تحل أبدا فكيف تعرضها أنت في الدكان يقول الزبناء يريدون ذلك هذه الصورة للتوكل عرفتم على غير الله ولها صورة كثيرة فلان أراد أن يستورد بضاعة محرمة كهذه البرانيط التي لبستموها أبنائكم وأصبحوا كأبناء اليهود والنصارة هذه البرانيط من أجاز المفسها من أباحه من أذن فيه الله أم رسوله صلى الله وسلم اللهم لا الله ولا الرسول فقط مكر اليهود والعياذ بالله فالآن المستوردون لا يعتذرون فيها رغبة والناس مقبلون عليها فيبيعونها فيدخلون جهنم أهل توكلوا على الله صاحب بنك ربوي حول بنك إلى مصر في إسلامه واتق الله يقول ما نستطيع هكذا الدنيا لا بد من هذا هذا توكل على من على الربا وعلى الله ما زلت أقول حتى أموت أن هذه البرانيط التي على رؤوس أطفالكم لا تحل وإن أفتى من أفتى إني والله لعلى علم وبصير وقد بيّنت لهم أمثلة استعمرتنا فرنسا نحن أهل المغرب العربي موريتانيا المغرب الجزائر تونس أربع بلاد ما كان يعقل أن مسلم وإن كان تاركا للصلاة لاعب للباطل لا يمكن أن يضع على رأسه برنيتة كافر وعرفت فرنسا هذا وأنه من ديننا فالجندي لا تلبسه برنيتة كالجندي الكافر الفرنسي والبوليس الشرطي والله على رأسه قبعة حمراء وليس على رأس برنيتة لأن هذا مسلم فهمتم هذا ولا لا فكيف إذن لو كان يجوز فصل برنيتة في تلك الفترة ولبس الناس لو تدى الآلاف وعشرات للاف والآن ما زلنا نصرخ ولا تحرك أحد وخوش خارج المسجد داخل مسجد البرنيت على أوسي يقولون الشمس قلنا من رسول الله إلى أبيك أنت عاشت هذه الأجيال كلها في الشمس ما ضرت الشمس ولا ماتت إلا الآن فقط أن تتقي الشمس عيب هذه كلمة كلمة شمس ضع على رأسك ما يقيك الشمس وهي ماكرة يهودية كيف نزعزع قلوب كيف نجعل قلوب تحب الكفة وتميل إليه وتعشقه نبدأ بالقاعدة والقاعدة والقاعدة التي وضعها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والله لا تنقص من تشبه بقوم فهو منهم من يرد هذا وقلتم مئات المرات لو يجتمع علماء النفس علماء الطبيع علماء كذا على أن ينقضوا هذه الجملة التي وضعوا والله ما استطاعوا وهي كل من تشبه بعاهرة يصبع عاهرة مرأة تشبهت بعاهرة في لباسها في مشيتها والله لا تصبع عاهرة شاب مسلم تشبه بكافر بمغني بمعابعاه والله لا يزال يفعل حتى يصبح مثله وهكذا والشاهد عندنا الجال والبعد عن كتاب الله وهد رسوله ما عرف الله ولا الطريق إليه قد أفلح المؤمنون بحق وصدق لا بلا الدعاء والنطق ثم قال تعالى في بيعان الصفات العشر الذين هم في صلاتهم خاشعون ورد أن رجلا من يعبث بلحيته وهو في الصلاة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعبث بلحيته فقال لو خاشع قلب هذا لما عبث بلحيته لو خاشع قلب هذا لما عبث بلحيته ومن هنا نعمل على أن لا نتحرك حركات تتنافى مع حركات الصلاة تباهتم لا نصلح المشلح ولا العمام ولا كذا ولا نشتغل بلباسنا إذ الخشوع خضوع وذل وصغار بين يدي الله خشوع يسكن فيه الإنسان لا تتحرك اليد ولا رجل ولا يلتفت برأسه ولا بعينه أبدا عيناه حيث يسجد وجسمه هادئ ساكن خاشع كأنه خاف ترتعت فرائصه وإن ذرفت عيناه الدموع فتلك غاية الخشوع هذه صفة هؤلاء الفائزين بالفردوس العلا الذين في صلاتهم خاشعون وهنا يقول الفقهاء ما حكم الخشوع في الصلاة الذي عليه أكثر أهل العلم أنه واجب فرض فالذي لا يخشع في صلاته يلتفت ينظر بعينيه حرك دي رجليه ما خشع في صلاته ولا صحف صلاته ولا تصحف والذين هم الذي هم في صلاتهم خاشعون خاضعون ذليلون مستكنون ساكنون كلهم خشوع لأنهم بين يدي ربهم وهذه الحقيقة لو كنا نستحذر عند قولنا الله أكبر أننا بين يدي الله والله عز وجل نصب وجهه إلينا وهو ينظر إلينا من ثم والله نستحي من الله أن نلتفت بعيني ولا براصي نستحي من الله أنا بين يديه وناجيه ثم أذهب من بين يديه للبيت أو الذكان أو المزرعة للبيع أو الشياء أو للعطاء ونخرج عن دائرة الخشوع لكن إذا لم يضبط المؤمن نفسه في حال قيامه بين يد ربه ما يضبع بهذا كمان ولا يفوز بالخشوع في صلاته قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع كما علمتم فرض من فروض الصلاة إن فقده المصل بطل صلاته ما انتفع بها ولا تفيده ثانيا والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون ما هو اللغو هذا الذي نعرض عنه نعطيه ظهري ولا نكتفت إليه اللغو كل ما لم يأذن الله باعتقاده أو قوله أو فعله كل ما لم يرضى الله به فهو لغو فكل ما لم يرضى الله به فهو لغو كل ما لم يأذن الله بقوله أو فعله أو اعتقاده لغو والإعراض عنه تركه تركا كاملا بحيث لا تلسف سيليه تعطيه ظهرك أحرضك وقد قلت غير ما مر مما فتح الله به علينا كلمة موجزة تفكيرك انظر إليه فكير أحيانا ساعة ونفك عشر دقائق ساعة هذا التفكير هذا إضاعة للوقت ولا لا خمس دقائق فقط وأنا أفكر كيف أفعل وكيف أفعل التفكير القول العمل كيفما كانت هيئة العمل إذا لم يحقق لك ذلك درهما لمعاشيك ولا حسنة لمعادك فهو والله لغو والذين هم عن اللغو مواردون ومن صفات الرحمن عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يتفتون إليه ولا يعرجون عليه ولا يقفون معه مرة ثانية إذا كنت تفكر فيما ينفعك في دينك في دنياك فلا باس أما تفكر في له في باطل في عبث في محرمات في كذا والله ما صح هذا وحذف قولك كلماتك طول النهار تتكلمها إذا كانت مما يغضي الله ويغضب الله فتكلم وإذا كانت مما يغضب الله لا تتكلم ذهابك مشيك إتيانك برجليك تمشي إلى ما تمشي في مرضات الله فيما يحقق لك حسن لمعادك أو درهم لمعادك امشي ما يحقق لا حسن ولا درهم له لغو باطل ولا يصح وأظن السامعين فهموا هذا فكر ماشي أنت إلى أين مشيتك هل لماذا لا بد وأن تكون من أجل أن تحقق درهم لمعاشك أو حسن لمعادك فإن كانت لا تحقق درهم لمعاشك ولا حسن لمعادك ما هي هذه المشية باطلة 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 لغو وهكذا أولياء الله المتقون هم الذين يعيشون على هذا المنهج الغباني لأنهم درسوا كتاب الله وسمعوا والمعرضون عن كلام الله وكتابه أنا لهم أن يعو ويفاموا والذين هم عن اللغو معرضون تلاعب 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 ابنك الصغير لينمو جسمه وليكمل عقله هذه الملاعبة فيها رضا الله أو فيها سخط الله فيها رضا الله أنت تربي هذا الولد ليعبد الله ليكمل في عبادته أن تفرض الله فإن أنت لاعبته وفي غير حاجة إلى اللعب فقط لمجرد له فأنت لاعبته لغير الله فهو إثم لك وعليك والذين هم عن اللغو معرضون والصفة الثالثة والذين هم للزكاة فاعلون الزكاة قاعدة الإسلام الثالثة لا إسلام لمن لم يخرج الزكاة لا إسلام لمن منع الزكاة ويقاتل حتى يدفعها كما قاتل أبو بكر الذين منعوا الزكاة تاركها عمدا كافا ما هو بمؤمن هذه الزكاة في الأموال الصامتة كالذهب والفضة والدراهم والدنانير والحب والشعر والتمع وما إلى ذلك وفي الأموال الناطقة وهي الإبل والبقار والغنم الزكاة تكون في المال الناطق وفي المال الصامت هل الدنار ينطق ما ينطق هل صاع الشعر ينطق ما ينطق لكن البقرة تنطق والبعير ينطق والعنز والضان ينطق هذه الزكاة تعلمتم حكم الله فيها ماذا تقولون قاعدة الإسلام وإلى لا تاركها يجبى عليها وإلى لا وإلا يكف ويقتل ثم الزكاة اقرأوا قول الله تعالى قد أفلح من زكاها ما هي أدوات التزكية أدوات الخياطة معروفة أدوات الطبخ معروفة أدوات الصناعة أدوات التزكية ما هي كل قول أو عمل أو اعتقاد شارعه الله وانتدب إليه ووعد بالخير عليه كل ذلك أداة تزكية فاعله يزكي به نفسه مرة ثانية كل قول أو عمل أو اعتقاد أمر الله به أذن فيه استحبه رغب فيه فهو مما يزكي النفس البشرية وبه نعمل على تزكية نفوسنا حتى إما ماطة الأذى عن طريق المؤمنين تحمل القذاة وتبعده هذا العمل يزكي نفسك إذا عرضت بهذا وجه الله عز وجل تأكل عندما تشعر في الأكل تنوي أنك تتقوى على عبادة الله عز وجل بهذا الأكل يصبح ذلك مزكيا للنفس تأكل وتشبع وتريد أن تزيد شهوة في الطعام ذاك يضر بجسمك وبنفسك ويخبثها ولا يزكيها لأن رسول نهى عن الأكل بعد الشبع والشاهد عندنا والذين هم للزكاة فاعلون لكل ما يزكي النفس ويطهرها ويطيبها لتصبح كأواحي الملائكة يرضى الله عنها وينزلها بجواره ذلكم هو المزكي للنفس عرفتم أن الآية أعم من كلمة الزكاة وإلى الزكاة قاعدة من قواعد الإسلام كالصلاة قاعدة من قواعد الإسلام لكن الذين هم لما يزكي نفسهم عاملون تزكية النفس بالصيام بالصدقات بالذكر بالدعاء بالمشي إلى بيوت الله بزيارة المؤمنين لدعوتهم وهكذا ما أكثر مواطن التزكية للنفس وأدواتها والذين هم للزكاة فاعلون إن شاء الله نحن منهم وإلى لا قولوا منهم قال والصفة الرابعة والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون الفروج جمع فارجين والفرج انفتاح يخرج منه البول للرجل أو المرى الانفراج لانفتاح ولله فرج في السقف فالفرج انفتاح في الجسم يخرج منه البول ويخرج منه المني مثلا والذين هم لفروجهم وهذا الوصف للفعول للرجال وللمؤمنات نعم كذلك لفروجهن حافظات والذين هم لفروجهم حافظون يحفظون فروجهم من أي شيء أولا من كشفها وإظهارها للناس فلا يحل لمون ولا مؤمن أن يكشف عن سوءة يمام الناس بالإجماع كشفها محرم يجب أن تحفظ وتسر وتغطى وتصن حتى لا ترى ولا تعجب لما يبلوكم أن عايش قالت ما أيتم رسول الله ولا أمني مع أن هذا جائز أن يرى الرجل فرج امرأته أو ترى هي فرج زوجها ومع هذا الكمال والسمو والعلو حملهم على أن لا ينظوا إلى الفرج نظر كاملا رضي الله والذين هم لفروجهم حافظون فمن هنا أولا الزنا الزاني كالزانية ما حفظ فرجهما من زن ما حفظ فرجه من زنت ما حفظت فرجه ثانيا والعياد بالله تعالى وما من حق أن نذكر هذا اللواط اللواط العجيب فيه أن إبليس عليه لعين الله هو الذي علمه بني آدم على عهد نبي الله لوط يأتي في النادي نادي القوم ويحمل الرجل على أن يركب على ظهر الرجل وهم يشاهدون ويضحكون مرنهم تمرينا على هذه الفاهشة وكاره الإنس والجن وانتهت بتدمير الله تلك المدن وإحالة إلى بحير منتنع ولكن الشيطان ما زال يحرش عليها ويغربها إلا أن الفضيل التي فاز بها العرب في الجاهلية ولهذا كثيرا ما أقول إن كفار العرب أشرف من كفار العجم والله أشرف لكمالات منها الوفاء بالعهد ما ينقضون هو أبدا منها ما سمعوا ولا عافوا أبدا أن الذكر ينزو على الذكر وهذه الرواية الصحيحة الثابتة لما حاكم عمر رضي الله عنه ظوبط اثنان في البحرين عاجميين ينزو بعضهم على بعض فهو فعت القضية إلى عمر فاستشار أصحاب رسول الله كيف نفعل بها كيف كيف قال علي ترسلوهما من أعلى الجبال إلى الأرض وتدفنوهم بالحجارة كما فعل الله في قوم لوط عبد الملك ابن ماروان على منبر دمشق يخطب الناس خليفة المسلمين الأموي قال والله لولا أن الله عز وجل أخبرنا عن قوم لوط ما كان يخطب ببالنا أبدا أن الذكر ينزو على الذكر والحمد لله ما زالت هذه والحمد لله وقل من يفعلها بين المسلمين أما الكفار نادي اللواط في أوروبا نادي اللواط في أوروبا ادخل بنقودك وفولس وفولس عالنا في لندن وفي باريس وما هذا يجب أن نحفظ فروجنا منه كما حفظناه من الزنا نحفظه من اللغاق ثالثاً ما يعرف بجلدة عميرا أو يعرف الآن بالعادة السرية العادة السرية هو أن يستملي الفحل بيده فيتلذذ ويفرز منيه فهذا أيضاً مما يجب أن نحفظ فروجنا منه والذين هم لفروجهم حافظون يجب أن نحفظ فروجنا منه ولا نسمع قول من يقول سمح بذلك فلان أو أذن فيه فلان لا قيمة لهذا أبداً لأن ما عليه الجمهور من أمة الإسلام أنه داخل في عدم حفظ الفرج والذين هم لفروج محافظون رابعاً التمتع التمتع هو النكاح إلى أجل يريد أن يقضي الفحل شهوته في مرآة فيقطبها على أن يبقى معها أسبوع أسبوعين شهر شهرين ويطلق وها فهذا لا يخل أبداً أولاً هل المتمتع يارث يارث مرأته ما يارث هل هي تارثه ما تارثه فأين الزواج الزوجان يتوارثان وإلا لا للزوج النصف من زوجته وربع للزوج الثمن وربع وهل المتمتع يارث أو يورث الجواب لا فهو نكاح باطل حرمه رسول صلى الله وآلن عن حرمته وأجمع عليه الأمة إلا ما كان من الشيعة وروافظ وهو معقول أنا عندي كلمة نقول بحسب نفوسنا أسألك بالله يا أبا روان لو يأتيك فحل ويخطب ابنتك تبات على أن يتزوجها ثم تعلم أنه أراد أن يقيم مع شهر شهرين يفتض بكاراته ويطلقها ويفعل ذلك أسألك بالله أترضى بهذا أتحبه أو تقوى أن تنظر إلى وجهه أهل الباصاء والله ما يقبلون كيف يفتض بكارات ابنته ويذب بشاه بلذتها ثم يطلقها هذا أعدى أعدائنا فلهذا التمتع حرام ليحل كالزناء واللواث والعياذ بالله تعالى والذين يتمتعون ما حفظ فروجهم كما أمر الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكة إيمانهم فإنهم غي ملومين فمن ابتغ وعى ذلك فأولئك هم العادون والعياذ بالله المعتدون الظالمون والأزواج زمع زوجة كم زوجة تحل لك يا عبد الله المؤمن أربع وإن خفت أن لا تعدل لا تزد على واحدة وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة فقط قدرت على العدل مع الثانية إثنتين عجزت لا تزد الثالثة وهكذا وهذا من فضل الله علينا وامتنانه كما تقدم بالأمس أن آذنا لنا في الزواج بثلاثة وهبع وقوله ثم أزواجهم الزوجة ما هي الزوجة هي التي تحصل عليها بما يلي أولا أن يكون لها ولي يتولى عقد نكاعها فإن لم يوجد لها ولي يجوز رجل سليم في العشيرة صالح يتولى ذلك ما وجد المحكمة القاضي ولي من لا ولي لها الولي نكاح بدون ولي فقط باتفاق بينك وبينها بتراضي بينكما ولو تعطيها مليار دولار ولو ولو لا يصلح أبدا لابد من الولي والولي أولا آل آب آل آخ لابن البالغ الرشد العاقل الذي هو أهل العم ابن العم ما وجدنا في الأقرب يوجد عبد صالح في العشيرة يتولى ذلك ولا حاجة وجد محكمة وقضاء المحكمة تتولى ثانيا المهر المهر الذي يمهر به وهو مبلغ من المال لا يقل عن أربع دينار وما زاد فلا حد له لا يقل المهر عن أربع دينار ما زاد فلا حرج إلا أن التوسط والاعتداء الخير من الغلو والشطط إذن المهر ركن الزواج بدونه فلا زواج ماهي بزوجة أبدا ويجوز دفع بعضه وتاخير البعض الآخر يجوز مهر كيا فلان أو يا وليا ألفيان نصفها تسدد بعد كذا فلا حرج لا بد من المهر وهو الصداق يسمى الصداق الدال على الصدق في النكاح ثالثا الشاهدان العدلان المؤمنان الصالحان لا تشد عاهرة ولا عاه ولا باطل ولا مكر لا بد من شهادة عدل والعدل عندنا من يجتنب الكبائر من يجتنب الكبائر وفي الغالب الصغاير أيضا يدل من الناس من يؤدي الفرائب كلها ويتجنب المحرمات كلها ويتجنب كذلك المكرهات والصغاير من الذنوب الرابع الصيغة التي هي أن يقول الخطيب زوجني وليتك فلان يقول الولي زوجتك على مهر كذا وكذا أو صدق كذا وكذا ويقول للشاهدين اشهد فيقولان شهدنا وإن شاءوا كتبوا كتاب أو لم يكتبوا وبعد ذلك تاتي وليمة العوسي وهي وليمة فقط ليست بواجبة ولكن قريبة من الوجود ثنة مؤكدة لماذا لأنها تعلين عن النكاح حتى يعرف أهل القرية أهل الحي أن فلان تزوج فلان فإذا كانت سرية أشبهت بنكاح المتعة ومن يدري لكن لا بد من الإعلان ولهذا أذن الشارع في الزغر للنساء أن يزغردنا في العرس وأذن في ضرب الدف أيضا للإعلان عن الزواج معاشر المستمعين وأخيرا كي نحفظ فروجنا يجب أن نراعي ما يلي أولا أن نتزوج ولا نرضى بالعزوبة ونتزوج المارة الكبيرة والصغيرة والصحيحة والمريضة ما نبقى ننتظر إلا حوراء وإلا نبقى عازبا والعياذ بالله ثانيا أن نحفظ أسماعنا ونغذ أبصارنا فلا نسمع صوت ماء لا تغني ولا تقول كذا فإن ذلك مما يحفظ الفرج أن نغذ أبصارنا فلا ننظ إلى مرأة لا في صورة ولا في شارع ولا في مسجد أبدا وعلى المؤمنات وعلى المؤمنات أن يتحجبنا وأن لا تخرج المؤمنة إلا للضرورة وإن خرجت يجب أن تسبل على وجهها خيق سوداء خفيفة تمنع وجه من أن ينظر إليه وترى الطريق أمامها بها أما أن تتكب وتقول إيش نظر على وجه كذا معناها رفضت دعوة الله وأنها عرضا لألا تحفظ فرجها فلابد من الحجاب نفرض على بناتنا على نسائنا على المؤمنات بيننا الحجاب وقايا كبيرة تحفظ الفروجة من الوقوع في هذه الزل الكبرى التي وصف الله أصحاب بأنهم العادون أي المعتدون الظالمون أما قضية ما ملكت أيمانكم فما عدنا الآن جواري ما دام وقف الجهاد من أكثر من ألف عام من أين الجواري الجواري ما ملكت أيمان لما نغضو دولة من الدول أم من الأمم نأخذ الأسراء ماذا نصنع بالأسراء نقتلهم لا إذن فنربيهم على الإسلام فيوزع القائد علينا كم واحدة للواحد ويؤمر بالمحافظ عليها وصلاحها وحتى إيتيانها وجماعها لتسعد بذلك وتكمل أما الآن ليس هناك مما ملكة الأمين لأن أيماننا مكسورة مقطوعة من ألف سنة عرفتم من أين تأتي الجواري تخططي فرصول جارية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا المطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكر ولقد خلقنا الإنسان من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذه الآيات معطوفة على السابقة وهي قد أفلح المؤمنون ففي الآيات السابقة بيّن تعالى ما أعده لعباده المؤمنين وهو الفردوس الأولى ما أعده وهيئه لعباده المؤمنين قبل أن يخلق أباهم آدم ولا ننسى أننا نسأل الله تعالى أن نكون من أولئك المبشرين بالفردوس الأهلا وفي نفس الوقت نحافظ على إيماننا ونعمل على تزكيته وتقويته نحافظ على الصلوات وخاصة الخشوع فيها نحافظ على أداء الأمانات نطهي أنفسنا من كل الأدناس والأرجاس وخاصة ما يلوثها كالزنا واللواط والربا وما إلى ذلك رجاء نمنح هذه العطية الإلهية التي هي الفردوس الأعلى هنا يقول تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانِ إنه يعني آدم أبى البشرية جمع خلق الجنة قبل خلق آدم وخلق النار قبل خلق آدم إذ أوجد العالمين أو الدارين وأوجد بعد ذلك من يسكنهما من يدخلهما من يخلد فيهما وقد علمتم وزادكم الله علما أن الجنة داع النعيم أهلها أصحاب الأواح الزكية والنفوس الطاهرة الطيبة وأن جهنم النار داع الشقاء أهلها سكانها هم أهل الأواح الخبيثة والنفوس الشغيرة وذلك كما علمتم هو قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أليس هذا حكم الله؟ بل والله نول حكم الله قد أفلح من زكا نفسه أن يعمل على تزكيتها وقد علمنا مواد التزكية ومنها جلسة هذه نتل كتاب الله ونتذارسه فكل عمل صالح كل قول صالح كل اعتقاد مشروع هو من أدوات التزكية للنفس البشرية وفي نفس الوقت نحافظ على زكاة أواحنا لا نلوثها بمعصية الله ورسوله لا بالكلمة ولا بالنظرة ولا بالحركة فنتجنب كل ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يبقى ذلك الطهر للنفس إلى ساعة أن تتغاغر وتخرج يأخذها الملائكة وهي أزكى ما تكون وأطيب وأطهر ما تكون هذه الروح التي كما علمتم زادكم الله علما يستأذن لها في السماوات سماها بعد سما فيفتح لها حتى ينتهى به إلى سدرة المنتهى إلى جنة المارا هذه الروح الطاهرة النقية أما الخبيث المنتنى بأوضار الشرك والكفر وكبار الذنوب والآثام يستفتح لها ولا يفتح لها فترد إلى أسفل سافرين وقرأوا ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وهذه الآية ما تنسوها آيث العراف إذ قال تعالى وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أن تدخل ذلك السلام إذن ونحن الآن مع قول ربنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ إنه يعني آدم هو الإنسان الأول خلقه الله بيديه وبالأمس عرفتم أن هناك ثلاث مسائل أو أشياء خلقها الله بيديه الأولى آدم خلقه بيديه ونفق فيه مروحه الثانية ألواح موسى أو التوات إذ قال تعالى وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِكُلْ شَيْءٍ مُوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلْ شَيْءٍ ثالثا آل فردوت الجنة العليا والتي قال لنا فيها رسول الله سلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى وقد علمنا أن أنهار الجنة الأربعة كلها تتفجر من تلك الجنة وتنزل على باقي الجنة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة سل الشيء استله سلالة سل الشعر من العجين كذا سل من عينه كذا انتزعها إذا الطينة التي خلق الله من آدم كان الطينة واستل الأصل منها إذ هي من صصال من حماء مسنون كالفخار استل منها الطيب الطاهر والصالح وصنع منها آدم عليه السلام بيده وقرأوا قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إي نعم أتى على آدم أربعين سنة وهو صورة من طين لكن إنسان بكامل أجزائه ولكن لم ينفق إلا هو فيها الروح فهو هيكل فقط صورة أربعين سنة هل أتى على الإنسان قد أتى على الإنسان حين من الدهر قال الرسول صلما إنه أربعون سنة لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة من نطفة أمشاج إنا خلقنا الإنسان غير آدم يعني ذريته ولد آدم لصربه أمشاج أخلاق ماء الرجلي يختلط مع ماء المرأة ومن ثم يتكون الجنين أمشاج نبتليه نختبره فجعلناه سميعا بصيرا نبتليه نمتحنه نختبره أي وطيعنا أيشكرنا أيعبدنا أم يتكبعنا أم يكفر بنا نبتليه فلهذا جعله الله تعالى يسمع ويبسر فلو أن إنسانا فقد السمع والبصر فهو غير مكلف من فقد السمع وبقي البصر مكلف فقد البصر وبقي السمع مكلف لكن إذا فقد السمع والبصر سقط التكليف والتكليف كما تعرفون وقته البلوغ إذا بلغ الفتاة أو الفتاة كلفوا بالتكاليف الشبعية التي يجب أن يقوموا بها ليكملوا عليه ويسعدوا أما فاقد السمع والبصر أما الذي لم يبلغ سن التكليف فلا تكليفه لكن قوله تعالى نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا وهداية السبيل هو إنزال الله كتبه وإرسال الله رسله وإيجاد علماء يبينون للناس الطريق للسبيل فمن اهتدى نجا ومن ضل خسر وخاب وهلك فقوله تعالى هنا ولقد خلعن الإنسان من سلالة من طين هذا آدم وقوله تعالى ثم جعلناه نطفة وهو ولد آدم والنطفة القطر نقطة قطر من ماء نطفة تنطف تسيل تقطر والمراد بذلك مني الرجل وماء المرأة من نطفة ثم بعد كونها نطفة تكون علاقة تعليق بجدار الرحيم كمحي البيضة إذا أخذتوا بأصبعك يعلق بأصبعك فهذه المضغة هذه العلاقة تعليق بجدار الرحيم ثم فترة أخرى تكون مضغة قدر ما يمضغ الإنسان في فامه لا يتزيد على ذلك ثم بعد ذلك ينفخ فيها الروح وفي هذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في صحيح الأحاديث إن أحدكم أيها الناس إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة من ساعة ماء يسيل الماء ويعنق بالماء أربعين يوما تتكون تلك النطفة التي فيها الحيوان المنوي إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقاتا مثل ذلك أربعين يوم أخر بالضبط يكون علاقة ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعين يوم أخر يكون مضغة هذه كم يوم أربع أشهر مئة وعشون يوما أربع أشهر ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فإذا سارت فيه الروح أتأخذ يتكون عظاما ولحما ثم يوصل إليه ما لكم فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب أربع كلمات أجله ورزقه وشقي أو سعيد يؤمر بكتب أربع كلمات في جبهته شقي لا بد أن يعمل عمل الأشقية سعيد لا بد أن يعمل عمل السهداء رزقه غني أو فقير لا بد أن يكتب كما هو أهل أجل كذا سنة مئة وعشرين إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفا النطفة ما ينطف ويقطر ثم يكون علاقة مثل ذلك في الفترة التي سبقت أربعين يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وشقي أو سعيد هذا معنى قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين جعلناه نطفة قطرة من مني في قرار مكين وهو الرحم مكين وإلا مكشوف محفوظ يدخل كل شيء مكين من المكان ألا وهو الرحم رحم المرأة ثم خلقنا النطفة علقة التي كانت علقة خلقها الله علقة النطفة كانت نطفة قطرة ما ثم خلقها الله علقة حسب سنته في خلقه أربعين يوم وهي تنمو وتتطور تصبح علقة ثم فخلقنا العالقة مضغة أي في أربعين يوم أخرى وهي تنمو حسب سنة الله تعالى فتكون مضغة القدر الذي يمضقه الإنسان بفامه وسطة اللحم فاخذ كامل في فامك على قدر فام الإنسان سبحان الله ينزل هذا حتى يعلم مراد الله وكلامه كل من يسمع ويدين يفهم كان يخاطب عوام الناس مضغة قد مضغة ما تزيد على الفام أبدا ما تنمو فيها نصف ذراع ثم تخلق علقة مثل ذلك فخلقنا المضغة عظاما كون المضغة عظام حولها كانت لحمة إلى عظام فكس العظام باللحم المضغة تحولت عظاما أولا ثم كس الله تعالى تلك العظام باللحم ومن ثم تكون الإنسان يبقى فخلق ثم أنشناه خلقا آقا بالنفق فيه يأتي الملك وينفق فيه روح من الله عز وجل فتسري في الجسم قال عين تفتح والأذن تسمع والجسم يتحرك من يفلق هذا؟ لو تجتمع البشرية كلها على خلق ذباب ما استطعت فضل عن إنسان ومع هذا كيف يكفرون بالله ولا يؤمنون بوجود الله ولا بعلمه ولا حكمة ولا قدرته ويعرضون عن ذكره وليذن يسمع عنه والسبب كما علمتم إبليس عدو الإنسان الأول ما يريد للإنسان أن يكمل ويسعد بدأ لماذا؟ لأنه يقول أنا شقيث بسببه فلهذا أعمى على أن يشقى كل بني آدم ذي مهمته وذي مهمة أولاده وذوريته إلى يوم القيامة ثانيا إبليس لا يملك الإنسان بلجام يقوده ولا بعص يسوقه أو بكذا ما هو إلا التزيين للباطل والتحسين للقبيح من القول والعمل والاعتقاد فلهذا أولياء الله إذا شعه بنفخته لعنوه واستعادوا بالله منه عن شمالك تقول اوف 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 ثلاثة مرات تنفث ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رحل ويتعفك إذا شعرت بهاجز في قلبك خاطر سيء حتى ولو كنت في الصلاة انفق عن يساك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات يذهب ويتركك فإن رجع رجعت أنت فنفذته أيضا وطرته هكذا يقول تعالى وقوله الحق ولقد خلقنا الإنسان نحن رب العزة والجلال والكمال آدم عليه السلام من مادة من طين ثم جعلناه نطفة أي ولد آدم في قراب مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشناه خلقا آخر أنشناه خلقا آخر وإلا لا أصبح إنسان آخر غير الذي سبقه ثم قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالق العرب يطلقون لفظ الخلق على الصنع صانع وخالق عندهما واحد فلان صانع يقولون خلق الصانع كالخالق في لغتهم الذي يوجد الشيء على غير مثال سابق صانعه واللطيفة هنا يرى أن عمر لما سمع هذه الآية وهي قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشناه خلقا آخر قال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين فأخبر رسول أن الله أنزل هذه الآية وفا ربه فيها قبل أن يسمع من كلام الله تبارك الله أحسن الخالقين وقد وافق ربه في عدة مسائل تذكرون منها نعم حجاب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا الصلاة خلف مقام إبراهيم أسرى بدر والخمر أيضا يبقى السر كيف يوافق ربه الجواب لصفاء روحه وطهارة نفسه فإن الشياطين لا تقعبه ولا تستطيع أن تنزل معه منزله وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر مفجا إلا سلك الشيطان مفجا غير فجه ما سلك عمر طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريقه وذلك لصفاء روحه وزكاة نفسه رضي الله عنه وأرضاه قال وافقت ربي في أمور من هذه الآية فتلا عليه وسلم قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وقد يقال عيسى عليه السلام كان يخلق لكن يخلق بإذن الله أليس كذلك فيبقى ما نعلم أن هناك خالقين مع الله لا خالق إلا الله ألا له الخلق والأمور فذاب الدائرين من تفسير الخالقين بالصانعين وهذا كما قلت لكم ينطق به العرب قبل هذه إذا صنع يقول خلق خلق طعاما أو صنع ثوبا أو كذا يقول خلق أريد أن لا نفهم أنه يوجد خالق مع الله لأن الله قال فتبارك الله أحسن الخالقين فلابد من فهمنا أي الصانعين الصناء كثير ولا لا يصنعون العجائب من الطين الحديد والذهب الفضة ما أكثرهم لكن أحسنهم صنع من؟ الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين ثم قال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون رحمة الله علينا أجمعين ما من أحد لا يموت أبدا ثم إنكم بعد هذا الخلق وهذا الصنع وهذا التدبير لا بد من الموت كيف يكفر بالله فقط إذا تجاهل الخلق كيف يتجاهل الموت لما يموت الإنسان لو تجتمع البشرية كلها على أن لا يموت فلان والله ما تستطيع ولا تقدر على ذلك كيف لا يؤمنون بالله عز وجل أولا خلقهم ثاني يميتهم ثم إذا أسلموا وعرفوا لما يميتهم من أجل أن يجزيهم على أعمالهم فالموت هذه غل من العلل من أجل ماذا حتى يجزينا على عملنا في هذه الدنيا وأوجد الدار الآخر من أجل الجزاء فيها فقط وقد اتضح لكم هذا المقام كثيرا أراد الله تعالى أن يخلق الخلق فخلق قال من فقال اكتب فكتب كل ما هو كائن لا يوم القيامة ومن ذلك الملائكة والإنس والجن ومن ذلك دار الشقى ودار النعيم الجنة والنار ومن ذلك أعمال العباد كلهم خيرها وشبها إذن فأقول لما لا يؤمنون بالله والجواب لأنهم لا يردون أن يعبدوه يهربون من الإيمان بسبب العبادة هذا الغالب لا يؤمن شيوعي بل شفي علماني حتى لا يتوضى أو يصليه هو هذا السر في القضية أو حتى لا يخرج من ماله أو يخرج من عمله المحرم عليه فيقول لا إله والحياة مادة ثم إنكم بعد ذلك لميتون لمما قال لمائتون والصواب مات يموت فهو ميت لا مائت تخفيفا وهو على أنسنة العرب قياسنا يقول لمائتون مات يموت فهو مائت كباع يبيع فهو بايع غاز يغز فهو غاز لا يغال غائز للتخفيف والشاهد عندنا لميتون بمعنى مائتون في من يهد على الله هذا الحكم الجواب الحكم الثالث ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة يا معاشر المستمعين ما معنى يوم القيامة يوم نقوم لله هكذا من قبورنا يوم نخرج من الأجداث سراعا كأننا إلى نصب موفضين هذا اليوم هو يوم قيامة قامة قيامة ويقال في يوم الساعة يوم الدار الآخرة يوم الجزاء والحساب وهو يوم لا يوم بعده يوم واحد إذ أيامنا هذه مقدرة بالشمس والقمار والأفلاك ويوم وتلك الأيام ليس فيها ليل ولا نهار كلها سعادة أو شقا إما في الجنة وإما في النار ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من أين من قبوركم بعثناه من بلده إلى كذا أرسلناه فالناس كلهم تحت الأرض لما تاتي النفخ الأولى فيصعى كل من في السماوات والأرض النفخ الأولى يتلاشى ويتحلل كل الكائنات وتذوب ومنها يموت البشر والإنس الجن والحيوان ثم بعد ذلك بعد أربعين سنة ينفخ الملك إسرا فيه لنفخة القيام فيقومون من قبورهم النفخ الأولى نفخة الفناء ما ننساها يفنى كل شيء ونقرأ لها القارع ما القارع إذا وقعت الواقع لسى الوقعتها كاذبة الحاقة ما الحاقة ثم بعد ذلك لما يتم الفنى الكامل على الخلق أربعون سنة كما أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والراوي أبو هراف الصحيح لكن قال لا ندي أربعين يوما أربعين سنة هل من أيام هذه المهم ورد أربعين وينزل من السماء ماء كمني رجالي فينزل فما من جسم آدمي إلا ويتخلق من جديد إذ عجب الذنب عظيم صغير في آخر خرزات الظهر لا يفنى قد لا يوى إلا بالمجهر ننبت منه كما ينبت البقل البصل والثوم يفنى بن آدم ما يبقى في جسم شيء إلا هذا العظيم الصغير عجب الذنب منه ننبت فلما ينزل ذلك الماء من علي من السماء ننبت كما ينبت البقل الثوم والبصل فلما تكتمل أجسادنا تحت الأرض وتصبح متهيئة للحياة كآدم قبل أن ينفخ الله في الروح أليس أربعين سنة وهو جثة فقط كذلك نكون جثة تحت الأرض فينفخ إصرافيل الأرواح فتأتي الأرواح فتدخل كل روح بجسمها ومن عجيب تدبير الله لا تخطي روح جسدها أبدا من أعجب الآيات ما هي مليون ولا بليون ولا بليارات البشر نفخة واحدة لأنها إما أرواح في الجنة وإما أرواح في النار فينفخ إصرافيل هذه النفخة فتنزل الأرواح بأجسادها ولا تخطي روح جسدها ومما يوضح هذا عندنا نقول جربنا بالفعل يكون لنا راعي غنم راعي ماعز نجمع معزنا صباحا في العنبرية مثلا كنا هكذا يأخذ الراعي يرعى في أبار عليه في كذا في كذا فإذا جاء المساء يجي أين يأتي دخل كل عنز في بيت صاحبها ما هو معقول ولا يستطيع يتركها في العنبرية فتأتي كل عنز إلى بيتها ولا تخطي أبدا تعف بيتها إذن فلا عجب أن أرواحنا ما تخطي تعف اجسادنا ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لماذا نبعث يا ربنا لما تبعثنا تبعثنا يا ربنا أجيبوا للجزاء على العمل في هذه الدنيا للجزاء على العمل في هذه الدنيا فمن كان موملا عاملا للصالحات ومات على ذلك وروحه طاهرة مصيره إلى جنات عدن إلى الفراديس العلا فمن كانت نفسه خبيثة منتناء بالشرك والكفر والآذام فمصير جهنم وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بملك الموت في صورة إنسان في صورة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار ويقول القائل يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت إذ الموت انتهامات يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وهم يشاهدون كنا ما نعرف كيف يشاهدون وهم في الجنة والنار الآن أصبحنا ما نشكر بهذا أنت في بيتك تشاهد أمريكا يشاهدون الكبش يذبح وهم في الجنة وهم في النار وينادي المنادي أن يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وهنا ما ننسى من معتقدنا السليم الصحيح أن من مات لا يشرك بالله شيئا مات موحدا لا يعبد إلى الله ولم يموت كافرا بالله ولا بشاع ولا لقائه وإنما أذنب ذنوبا ما تاب منها حتى مات فخبتت نفسه فهو في جهنم هذا يشفع الله فيه من يشاء ويخرجونه من النار إلى الجنة مرة ثانية وإن شئتم حلفت لكم بالله على أن أي إنسان يموت موحدا لا يشفق بالله شيئا لا يكفر بالله ولا بالرقائه لا بالله ولا بشعره لا بالله ولا بأوليائه مؤمن حقا وقارف الذنوبة قارف ذنوبا ما تاب منها أذكره الموت وهو نفسه مظلمة فهذا يدخل النار مصيره النار ولكن يخرج منها بلطف الله ورحمته فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال وضر من إيمان ولا تقول كيف مثقال ذر من إيمان ذاك المثقال يحمله على أن يؤمن بالله ونقاه حمله على أن يخاف الله حمله على أن يتقي الله فقوله تعالى ثم إنكم يوم قيامة تبعثون لماذا نبعث للجزاء على العمل في هذه الدنيا لأنها دار عمل فقط ليست دار جزاء ولنجزاء على العمل فالدار الآخرة التي يدعى جزاء ليست دار عمل الآخرة نصوم ونصلي نجاهد ونرابط لا أبدا فلهذا نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الصفات السبعة التي تصبنا بها بالأمس ونقول اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطينا ولا تحرمنا اللهم آثينا ولا تثع علينا اللهم ارض عنا وأرضنا وتوفنا وأنت اراضي عنا وأدخلنا برحمتك بعبادك مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته أين ظهرت وتجلت في خلق آدم منطين من سلالة منطين صاحب هذا الخلق عاجز هذا غير عليم ولا حكيم خلق الإنسان من نطفة علق مضق كذا الخالق لهذا عاجز هذا قوي قدير عليم حكيم فالآية الأولى من هدايتها إثبات ماذا قدرة الله وعلمه وحكمته بل ورحمته أيضا ثانيا بيان خلق الإنسان والأطوار التي يمر بها بيان خلق الإنسان والأطوار التي يمر بها من يخبرنا بهذا سوى الله فقد أخبرنا عن خلق أبينا وعن خلقنا والأطوار التي تمر بنا ونحن في أرحام يوماتنا نطفة علق مضق ثم العظام ثم اللحم ثم النفق بها وإذا هي إنسان بشري في أي مكان هذا في ذلك المكان المظلم المنتن الرحم نعم ثالثا بيان مآل الإنسان بعد خلقه بيان مآل الإنسان بعد خلقه ما مآلنا بارك الله فيكم قولوا مآلنا ما والموت عما قيم مات فلان ومات فلان ومات فلان مصيرنا الموت ولا لا لماذا لأننا عملنا وفرغنا من العمل إلى الجنة أو إلى النهر مصيرنا بيان مصير نعم رابعا وأخيرا تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها الملاحدة والمشركون رابعا تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها الكافيون والمكذبون والملاحدة والعزمانيون هذه العقيدة تذكرون يا أهل الدرسي أنها رابعة العقائد أولا التوحيد ثاني النبوة المحمدية ثالثا للبعث الآخر هي الركن الثالث وأن العبد إذا فقد الإيمان بيوم القيامة لن يستقيم والله لا يستقيم ولا يوثق فيه ولا يؤمن على شيء إذا فقد الإيمان بأنه سيبعد ويجزى بالخير أو الشر على كسبه ما يوثق في هذا الإنسان وهو شر الخليقة وحسبنا قول الله تعالى أولئك هم شر البرياء الخليقة الكفار الذين لا يؤمن بالله ولا بالعقائي لا يعبدون الله ولا يوحدونه لا يؤمن برسوله ولا يمشون وراءه ولا يقتدون به هؤلاء شر الخليقة والله شر من الخنازي والقعدة ما أنا الذي قلت هذا ما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرياء أي الخليقة والبرياء هي البرياء خففت فقط لتخفيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات قول ربنا تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق هذا خبر من المخبر الله جل جلاله هل هناك في الأرض من يقول خلقت ولقد خلقنا نحن رب العزة والجلال كمال فوقكم فوق أرضكم هذه سبع طرائق سبع سماوات سبع طباقة وفي نفس الوقت طرائق للملائكة وطرق وما كنا عن الخلق غافلين لو كان الخالق يغفل لخارب العالم في أيامه الأولى العالم كله بتدبيره وتحت رعايته ولا يغفل عنه بحد لو غافل لخاربت الكوان كلها فهذه السماوات المرفوعة بما ممسوكة بأي تحبال مجدودة بأي 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 الجواب لا ما هي إلا قدرة الله عز وجل فلو يغفل عنها لا خاربت آية من آيات الله الدال على وجود الله وعلى وجوب توحيده وعلى وجوب حبه على وجوب الخوف منه والرغبة فيما عنده ولقد خلقنا فوقكم يا بني آدم يا بني الجان طرائق سبع وما كنا عن خلق غافلين أليس هذا دليل على وجودنا وعلى علمنا وقدرتنا ورحمتنا وهذه توجب عبادتنا وطاعتنا فلما يكفرون بالرحمان فلما يعرضون عن ذكره فلما ينكرون شكره أمر عجب ثانيا من مظاهر علمه وقدرته ورحمته وحكمته وهي المستلزمة لعبادة وحده بعد الإيمان به وبما أوسن به رسوله يقول وأنزلنا من السماء مام بقدر بمقدار محدود القطارات محدودة كمية ما محدودة لو لا القدر محدود لكان العالم كله تسحب المياه فيضانة عامة لكن ينزل بمقدار محدد هذا هو نظام الإله العظيم لو أننا فقط نوصل نحن السلماء وننزله من فوق كيف ننزله نخرب به الدنيا وأنزلنا نحن رب العزة من السماء من فوق كماء بقدر محدد كميات محدودة قناطر موجودة ما في شيء غير محدود ثانيا فأسكنناه في الأرض نازل من السماء أين يسكن الماء؟ في الأرض ومن ثم تحفر الآبار وتجد المياه أسكنناه في داخل الأرض فوقها وفي داخلها وإنا على ذهاب به لا قادر والله قادر على أن يذهب بماء المطار ينزل الليلة ما يبقى منه قطر لا فالأرض لا فوق ولا تحت والله ما يبقى شيء لو أراد الله ذلك وإنا على ذهاب بذلك الماء الذي أنزلناه من السماء وأسكنناه في الأرض لقادرنا على إذهبه وإباده حتى ما يبقى منه شيء إذا فافتقروا إلى الله وأعلنوا حاجتكم وفقركم إلى الله لا إلى اللات والعزاء والأصنام والشهوات والأهواء مظاهر علمه وقدرته الموجب لألوهيته لخلقه وعبادته ثالثا أرابعا فأنشأنا لكم به أي بذلك الماء الذي أنزلناه بقدر من السماء وأسكنناه في الأرض ونحن قادر على إذهابه وانتفائه أنشأنا لكم به جنات ماء جنة واحدة جنات بساتين لا حد لها من أين قال من نخيل وأعناب وهذا يدل على فضيلة العنب والتمر ولا يستطيع عاقل أن ينفي ذلك وذكر بالذات أيضا لأن النخيل بالمدينة والعنب بالطائف والمشركون بين مكة بين المدينة والطائف يعرفون التمر ويعرفون العنب مع أن للتمر ميزة لا توجد في غيره وكذلك العنب جنات من نخيل وأعناب لكم في تلك البساتين فواكه كثيرة والفاكهة ما يؤكل تفكها به لا من أجل الشبع كالتمر والطعام الفاكهة هذه الفواكه التي تؤكل بعد الأكل للتفكه بها والتلذذ ليست هي غناء عن الأكل والشعوب إلا مضطرة ما وجدها نعم يأكل لكن سماها مخالقها فواكه جمع فاكهة كأنواع الفواكه التفاح والخربز والبطيخ وما إلى ذلك والرمان فواكه كثيرة والله كثيرة ومنها تأكل أي من تلك البساتين التي خلقناه وأن شاء لاكم تأكلون أنواع ما تحتاجون إليه ومن الفاكهة يأكلون أيضا في من ينكر هذا لا أحد إذن لم يفق إلا أن نقول والله لا إله إلا الله من يشايك الله في هذا قبيل من القبائل أم من الأمم جيل من الأجيال دولة من الدول لا أحد يتتلم الله وحده والخالق فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة أيضا وأنشأنا لكم به شجرة تخج من طويسينا وسينا وسينا قراءتان سبيتان طور سينا قيل معنى سينا الحسن طور حسن وقيل مبارك والكل صالح مبارك وحسن هذا الجبل جبل الطور وشجرة تخرج من طور سينا ألا وهي شجرة الزيتون وقيل هذه الشجرة أول شجرة خلقها الله في الأرض بحسب هذا وقيل لما عم الطوفان وهلكت الأرض وما بقي بها شيء إلا شجرة الزيتون باقيت في جبل الطور أو ظهرت أول ما ظهرت في جبل الطور شجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن الذي هو الزيت الزيتون يولد منه الزيت والزيت للدهن واللدهن تنبت بالدهن وصبغ للآكلين كذلك يغمس الخبز فيها ويأكلها وللاستطحاب كذلك للاستنارة بها في المصابح فوائد الزيت كبيرة كثيرة الدهن وصبغ للآكلين يدهنون بها المرضى يدهن بها بروس يدهن بكذا ويصبغون بها الأكل يغمس الخبز فيها ويأكلها من خلق هذا في من يقول فلان غير الله إذن فلا إله إلا الله ليما إذن الجحود والإنكار والوقوف هذا الموقف المنتكس يعرفون أنه لا إله الله ولا يعبدونه وشجارة تخج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين الآكلون بنوا آدم نحن قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله المنفوذ إلا غمسنا في الزيت ودهلنا قولوا الحمد لله من خلق هذا الزيت من أوجده ما أصل وجوده أين الشجرة هذه أين كانت كيف وجدت فنجد أنفسنا نحمد الله ونثني عليه خيرا ثم قال تعالى وَإِنَّ الذي أمامك هذه الشيء هل خلقت نفسها هي هل هناك شيء يخلق نفسه مخلوقه من أوجدها لماذا أوجدها هذه نعم الله عز وجل لما ما يذكر ولما لا يذكر الشيطان أعمى القلوب فلا تنظر إلى هذه الأشياء ولا تبصرها ولا تذكر أن الله خالقها وإن لكم في الأنام لعبا تعبرون بها هذه الأمواج الباطلة والبحار الفاسدة وتصلون إلى أنه لا إله إلا الله لعبا نسقيكم نسقيكم قراتان مما في بطونها ما يسقينا من اللبن والحليم ومين هذا أليس من بطني الناقة من بطني الشاء من بطني العنز من بطني البقى نسقيكم مما في بطونها سبحان الله العظيم لو شاء الله ما يجد فيها لبن من أين نحط هذا اللبن من النخل وإلا من الشجب وها نشرب اللبن صباحا ما سوى الحليب وأقل لمن يذكر هذا ويقول الحمد لله الحمد لله وشكر الله الحمد لله وشكر الله من فعل هذا سوى الله وإن لكم لا لغيركم في الأنعام لعبرا يا عقلا يا بصرا تعبرون بهذه الأمواج الهالكة أمواج الشرك والكفر وتخلصون إلى الإيمان بالله وبعبادته وحده دون من سواه نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ماء اللبن فقط الصوف الوبر الشعار اللعم البيع الشعار منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون واللحوم من أين أكلها من الأنعام وإلى لا اللحوم اللحوم الأنعام نأكلها ومنها تأكلون وأخرى من هذه النعم الدال على وجود الله وعلى قدرته وعلمه وحكمته والموجب لعبادته وحده دون من سواه الموجب لحبه وللطراح بين يديه منها وعليها أي على الإبل تحملون أثقالكم وعلى الفلك أيضا تحملون بضاياكم وسناكم والفلك من خلقها من خلق عيدانها أخشابها مسامرها من أوجد الية التي عملت من أوجد العقل الذي فكر أليس الله هو الخالق إذن هو خالق وأول فلك صنعه نوع السلام بأمر الله وتوجيهه وتعليمه وعليها أي على الإبل وعلى الفلك تحملون ماذا أسلعتكم وضاياكم التجارة كانت على الإبل في الصحارة وفي البحر على السون مرة ثاني عباد الله نذكر الآيات متأملين ولقد خلقنا فوقكم سبع طائق وما كنا عن خلق غافلين أليس الله والقائل هذا كيف يكفر به كيف لا يستحى منه كيف لا يحمد ولا يستر وأنزلنا من السماء ماء عذبا فراتا مرمى البحر هذا وإن كان يتحلل من البحر لكن ينزل ماء عذبا بقدر أحيانا تتكاطى الأمطار يهرب أهل القرية يمسح مطلوفا بقدر فأسكنناه في الأرض من من جعله يدخل تحت الأرض ويسكن فيها أو يبقى فوقها لو شاء الله لا أذهبه ما يوجد فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون إي والله لقاد على أن يذهب هذا الماء بالمرة ولا يبقى لنا منه كاسماء ونموت بالعطش ومع هذا لا يقولون الحمد لله ولا يقولون الله ربنا بلايين الخلق معرضون عن الله فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكو كثيرة ومنها تأكلون من فعل هذا سوى الله من يقول قومي أو بني بلدي أو فلان فلان لا أبيض ولا أسود في هذا الكل مخلوق لله والله خالق هذا الإنعام والإفضال من أجل أن يكملوا عليه ويسعدوا به ولكن على شرط أن يذكروه ويشكره فإذا بهم لا يذكرون ولا يشكرون أفتع عينيك في العالم منظر قل واحد في المليون يذكر الله ويشكره والكل والعياذ بالله وشجرة تخرج من طويسين من طويسين هذه الزيتون شجرة الزيتون جبل الطو معروف في أرض الشام تنبت هذه الشجرة بالدهن أليس الزيت دهنا من الدهون ومنها تأكلون حب الزيتون الآن في بيوتنا الزيتون يؤكل ما نسأل ما خلق هذه الزيتون قد نسأل يقول من جاءكم بالزيتون يقول أبي أو جاءنا فلان لكن من أوجد هذا من خلقه لا لا سؤال أبدا المفروض عندما نشاهد هذه النعم لا بد وأن نذكر الله ونشكره وإن لكم في الأنعام من خلق الإبل والبقى والغنم من خلق الباقي الحمير والبغال ما في من يقول أنا أمي أو أبي أبدا لم يبق إلا الله إذا نتعرف إليه حتى نحبه بإفضال وإنعامه وحتى نخافه من قدرته وعظيم جلاله وإن لكم في الأنعام لعبا تعبون بها مواقن الجهل وظلمته وتصلون إلى نور الإيمان والتوحيد كما نعبع بالسفينة على البحر نسقيكم مما في بطونها من الذي في بطونها في بطونها ماذا الفرث والدم ويتحول إلى لبن أبيض خالص حلو أدم من يصفهم بين الفاتح والدم أيدينا سلاحنا سحارتنا أبدا ولا أحد هذا من فعل الله فقط نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة لا تحصى الإبل فيها منافع إلى أركوب اللبن الحليب أولادها نبيحا اشتري الغنم كذلك وهكذا منافع كثيرة ومنها تأكلون أيضا الحمد لله وعليها أي على الأنعام الإبل وعلى الفلك تحمل تحملون يحملكم أصحابه بالأجاة ولياذا قال تحملون صحب السفين يحمل بالأجاة والله تعالى أسأل أن يفعني وإياكم بهذا كلام لله نسمعكم دار شرح على الآيات قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين ما زال السياق في ذكر نعمه تعالى على الإنسان في ذكر نعمه تعالى على الإنسان تعفونا النعم وإلنا أطعام شرب إن جهلتم لعل هذا الإنسان يذكر فيشكر لعل هذا الإنسان الغافل يذكر فيشكر فقال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طائق أي سماوات سما فوق سما أي طريقة فوق طريقة وطبق فوق طبق وقوله تعالى وما كنا عن الخلق غافلين أي ولم نكن الغافلين عن خلقنا وبذلك انتظم الكون والحياة وإلا لخرب كل شيء وفسد لولا رعاية الله وحفظه له وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر أي هو ماء المطر أي بكميات على قدر الحاجة معنى بقدر كميات على قدر الحاجة وقوله تعالى فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات أي أوجدنا لكم به بذلك الماء بساتين من نخيل وأعناب لكم فيها أي في تلك البساتين فواكع كثيرة ومنها تأكلون أي ومن تلك الفواكع تأكلون وذكر النخيل والعنب دون غيرهما لوجودهما بين العرب فهم يعرفونهما أكثر من غيرهما فالنخيل بالمدينة والعنب بالطائف وقوله تعالى وشجرة تخرج من طوي سيناء أي وأنبت لكم به أي بالماء الناز من السماء شجرة الزيتون وهي تنبت بالدهن وصبغ للآكلين فتأم وصبغ للآكلين ففي زيتها فبزيتها يدهن ويؤتدم إدام ودهن فتصبغ اللقم به وتأكل وقوله وإن لكم في الأنعام لعبرا فتأملوها في خلقها وحياتها ومنافعها فتأملوه الأنعام تأملوا في كيفية خلقها وفي حياتها ومنافعها تعبون بها إلى الإيمان والتوحيد والطاعة إلى الإيمان والتوحيد والطاعة وقوله تعالى نسقيكم مما في بطونها من ألبان تخرج من بين فرث ودم وقوله ولكم فيها منافع كثيرة كصوفها ووبرها ولبنها وأكل لحومها حتى وبيعها شراوها ينتفع به وقوله وعليها وعلى الفلك تحملون أي وعلى بعضها كالإبل تحملون في البر وعلى السفن في البحر أفلا تشكرون لله هذه النعم فتذكره وتشكره أليست هذه النعم موجب لشكر المنعم بها فيعبد ويوحد بينه ويوحد في عبادته لو كنا نقرأ القرآن هذه القرآن في العالم الإسلامي لا أصبحنا كنا عالمين عارفين بربنا لكن يقعون على الموت فقط وإليكم هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية الآيات أولا بيان قدرة الله تعالى وعظمته في خلق السماوات طرائق وعدم غفلته عن سائر خلقه فسار كل شيء لما خلق له فثبت الكون وانتظمت الحياة بسألني قال أولا بيان قدرة الله وعظمته في خلق السماوات طرائق في خلق السماوات طرائق طرائق بمعنى طبق فوق طبق طريق فوق طريق وعدم غفلته عن سائر خلقه وعدم غفلته عن سائر خلقه بينا لو يغفل لا يخل بالعالم أليس كذلك نعم قال فسار كل شيء لما خلق له نعم قال فسار كل شيء لما خلق له وهذا من عدم وهذا من عدم غفلة الله كل شيء خلقه صار لأجل ما خلقه لا ينتق إلى غيره فثبت الكون وانتظمت الحياة فثبت الكون واستقرت الحياة فلو كان الخالق عز وجل يقفل كما يقفل الخلق لا خرب العالم ولم ينتظم أبدا إلى اليوم ولكنه لم يغفل نعم ثانيا بيان إفضال الله تعالى في إنزال الماء بقدر وإسكانه في الأرض وعدم إذهابه مما يوجب الشكر لله تعالى على عباده بيان إفضال الله بيان إنعام الله بيان رحمة الله في إنزال هذا الماء بمقاضيه ثم إسكانه في الأرض وحفظه فيها للانتفاع بها حتى يذكر ويشكر لكن أبوا أن يذكره وأبوا أن يشكره فيا ويلهم بعد الموت يجدون جزاءهم نعم ثالثا بيان منافع الزيت حيث هو للدهن والإتدام والاستصباح والاستصباح الزيت يستصبح في المصابيع كنا نستعمله يدهم به دهنا يؤتدم به إدام في الطعام من خلق الزيتون ما في أحد يقول إلا الله إذا آمنا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا الله رابعا فضل الله على العباد في خلق الأنعام والسفن للانتفاع بالأنعام في جوانب كثيرة منها وفي السفن للركوب عليها وحمل السلع والبضائع من إقليم إلى إقليم طبيعة الإنسان فطرته إذا قدم لك أخوك كأس من الماء درهم من دراهم ثوب من الثيبان من ثواء 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 كذا كذا ما تنسى ذلك تذكره تشكره تستحي منه وننسى هذه النعم التي نتقلب فيها ليلة نهارا الأكل الشرب اللباس الركوب الحياة الصحة الكذا كذا ولا نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الشياطين التي تغلق القلوب وتغفلها حتى ما يحمد الله ولا يذكره هذه الإنعامات كيف ما نحمد الله عليها ونحن متعودون على أن نحمد من أعطاك اسمه قل جزاك الله وخيرا فكيف بالذي وهبك نفسك وهبك الحياة كلها وهبك الأنعام وهبك كل شيء ما تقول الحمد لله طول النهار يجب أن لا ننسى كلمة الحمد لله دائما وأبدا في الصحة والمراض في العافية والبلاء في كل حال خامسا واخيرا وجوب شكر الله تعالى على إنعامه وذلك بالإيمان به وعبادته وتوحيده فيها شكر الله تعالى بما يكون أولا بذكره بالإيمان به وبعبادته وحده وبتوحيده فيها الشكر والذكر هما علة الحياة لماذا خلق الله هذه الحياة لأجل أن يذكر فيها ويذكر ويذكر والذكر والشكر لا يخرجان عن عبادة الله كل عبادة ندخلها فنحن لله ذاكرين وله شاكرين وكل معصي نخش عن طاعة الله نحن بطاعة له كافرين وخارج عن طاعته ومنكرين لفضله وإحسانه أعوذ بالله للشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون أحسنت أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذك ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه هذه هذه بداية قصص قص على رسولنا في هذه السورة من أجل حمله على الثبات والصبر من أجل تسليته والتخريف عنه مما يصيب من الكرب والهم والغم من المشركين وهذا الرسول الذي أخبر تعالى أنه أرسله نوح وهذا كلقب له واسمه عبد الغفار نوح اسمه عبد الغفار كذا قال أهل التفسير ونوح عليه السلام أول رسل إذ الفتر ما بينه وبين آدم ما كانت طويلة وكان الناس يعبدون الله ويوحدون أحبوا بما شعى لهم على لسان أنبيائهم ورسلهم من آدم لاشيث إلى غيرهم ثم في يوم من الأيام ومات العلماء وانقطع وانقطع العلم زين الشيطان لأولئك الأقوام عبادة خمسة أولياء ود ويغوث ويعوق ونسى وسوا هؤلاء كما في صحيح البخاري كانوا رجالا صالحين أولياء لله رب العالمين فجاء الشيطان وزين للناس أن ينصبوا على منازلهم أو مجالسهم نصب إذا شاهدوها تعظوا بكوا خشاوا ذكروهم بالدار الآخرة فما كان من أولئك الناس إلا أن وضعوا تلك الأصنام صور لأولئك الأولياء الخمسة هذا يغوث هذا يعوق هذا نصر هذا ود هذا سوا مضى ذاك الجيل مات الناس في ذلك القرن وجاء قرن آخر ومات العلماء فأخذوا يعبدونه ومما بكره البخاري أن هؤلاء الخمسة عبدوا في بلاد العرب موزعين في قبائل العرب زمنا طويلا ويستشهد بقول الشار يريش الله في الدنيا ويبري ولا يريش يعوق ولا يبري يعوق هذا أحد الخمسة وقرية التي ولدنا فيها وتربنا فيها كان يجبه يغوث ويعوق وكان القرر وكان القرر إذا أجدبوا وانقطع المطر قل بلا سحراء يأتون برجالهم ونسائهم يرقصون ويهللون وينادون ويستقيثون ولا يعودون ولا يعودون حتى يسقوا كما يقولون وأين أن وليا من أولياء الله كما أخبرنا مات فوضعوا صورته على قبره كأنه هو في غرفة خاصة بل قبر حجرة وصورته كأنه وجالسا فلاذا يدعون وينادون ويستقيثون به وهذا كله من تزيين الشياطين من أجل إفساد البشرية وإهلاكها حتى لا تنجو ويهلكوا لأن الشياطين هم أهل النار وسبب ذلك تمرد أبيهم عن الخضوع لله والسجود لآدم فأبلسه الله وأيأسه من رحمته هو وذريته ومن يمشي وراهم ويقول بقولهم ويعمل بعملهم فهو لهذا ما يريد أن يرى مومنا مستقيما يدخل الجنة أبدا يحسنون الأباطين يزينون القبايح يحملون على الشرك على الكفر الأمر العجب وافتع عينيك حولك في العالم كم من مليون كافر من كفرهم من حامهم من الإيمان من صرفهم عن الإسلام الحديد والنار لا والله الشياطين هي التي صرفته فهو تعالى هنا يقول ولقد أرسلنا أي وعزتنا وجلالنا أرسلنا نوحا إلى قومه قومه كما علمتم كانوا مشركين خرافيين وثنين ويؤمنون بالله ويعرفون الملائكة كما سيات ولكن فقط عم الجهل وغطاهم الظلال فأصبحوا يتقربون إلى الله بعبادة هذه الأصنام كما حدث هذا في أمة الإسلام فضلا عن العاف الجاهلية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يا قوم أعبد الله ما لكم من إله غيره ذي كلمته الأولى التي سمعوها أعبدوا الله أطيعوا بإذعان وخضوع فافعلوا ما يأمركم به وتركوا ما ينهاكم عنه وتحببوا إليه فأحبوه وتقربوا إليه بفعل الطاعات وفعل الخيرات ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره أبدا ووالله لا إله لهم لهم غير الله إذ الإله المعبود الذي استوجب العباد بخلقه ورزقه للمعبود للعابدين الإله المعبود بحق الذي خلق ورزق الذي دبر الحياة ونظمها فهذا يعبد ويؤله لأنه خالق واسق مدبع أما ما يعبد من صنم أو حجا أو إنسان أو شيطان فبأي حق يؤله تأليه باطل 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 كالذي ينسب حجا يقول هذه ملك من الملوك أو هذا أميم الأماء أهي عقل هذا كلام ما لكم ليس لكم من إله غير الله وهم يعرفون الله ويسمعون به لأنهم قريبين من النبوات السابقة أفلا تتقون أفلا تتركون هذه العبادة وتتقون الله وتخافون عقابه وعذابه ما لكم يا حسهم على أن يتخلوا عن عبادة تلك الأصنام وأن يعبدوا الله وحده عز وجل يذكر بأن الله يغضب ويسقط ويحب ويرضى فاعبدوه وتقربوا إليه يحبكم ويرضى عنكم أما أن تشركوا بهذه الأصنام وتعبدوا هذه الأوثان معه فإنه يسقط عليكم ويغضب ويعذبكم ما لكم لا تتقون الله ما لكم لا تتقون غضبه وسقط وعذابه يحثهم على التقوى إذن هذه كلمات نور عليه السلام لا ندري قال في يوم أو أسبوع أو سنة يرددها أو مئة سنة والجواب ما هو فقال الملأ والملأ الذين إذا نظرت إليهم يملأ نعينك اللباس والأبه والشرف والحكم والسيادة هذا هو الملأ الذي يملأ العين أشراف البلاد وأغنياهم وهؤلاء هم الملأ أما عوام الناس وضعفاهم وفقراهم عاد ما يتكلمون ولا يجادلون لكن الذين يجادلون أو يحاجون أبو جهل عمو بن هشام وعقو بن معيث ورجال قريش وفي كل زمان إلى اليوم فقال الملأ الذين كفروا من قوم نوح ما طاق الملأ أشراف البلاد وأعيانه الذين كفروا بالله ولقاهه بالله ورسوله بالله ووعده ووعيده بالله وطاعته جحدوا ذلك ولم يعترفوا به ماذا قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يا إخواننا يا قومنا يا جماعتنا لا تسمعوا لهذا رجل ولا تلقوا لكلامه بالا ولا ولا ما هو إلا بشر مثلكم فكيف يريد أن تتبعوا تمشوا ويقودكم ويسودكم يريد الحكم والسيادة والملك هذه الشنشنة معروفة في كل زمان ومكان ما هذا إلا بشر مثلكم بشر يعني إنسان مثلكم فكيف يسودكم ويتفوق عليكم ويأتي برسالة النبوة لما ما يسل الله ملك من الملائكة هذه كلمة لكن قالوها ورددوها عوام ما بهذا اللفظ فقط لكن عبارة عما قالوه فقال الملاء الذين كفروا من قوي ما هذا يشير إلى نوح إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم مهمة هذا رجل هذا البشر هذا النسان يريد أن يسودكم وأن يحكمكم وأن تصبحوا تابعين له يا أمركم فتطيعون يا ناكم فتنثرون هذه مهمته لهذا ادعى النبوة وادعى رسالة وأنه يدعوكم إلى الله هكذا بل قالوا أكثر من هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ويتفرق ويسود إذن فلا تسمع له ولا تمش وراءه ولا تستجيب له ولا تطيعه وبالفعل فعلوا ولا تسمية وخمسين سنة وهذه دعوته وهم معرضون لما دقت الساعة وركبوا في السفينة ونجوا كانوا ثلاثة وثمانين أو أربع وثمانين رجل ومرأة والأمة كلها هلكت بالغاق تسع وخمسين سنة ألف سنة إلا خمسين عام بمعنى أن هذا لم لقى له الملاء أرددوا وكرروا جيل بعد جيل كل ميات سنة يأتي جيل جديد ما هذا ما هذا إلا بشه مثلكم يريد ماذا أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائك لو ماذا قال لهم ماذا قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائك من السماء يأمروننا بترك عبادة هذه الأصنام ويأمرون بعبادة الله وطاعته ما يبعث رجل منا اسمه فلان فلان من بني فلان قالوا ما هم عقول هذا أبدا وهي نظرية فاسدة وباطلة الله يبعث ملك أين الملائك لو بعث ملك كيف يتفاهمون معه كيف يدعوهم كيف يعملون إلى تحول إلى بشر قالوا بشر والله ما هو ملك ولابد أن يكون بشر كيف يتكلم معهم يفهمون كلامه لابد أن يكون بشر حينئذ يقولون لو كان ملك وهكذا فلهذا دعوة باطلة لا قيمة لها ثم قالوا ماذا ما سمعنا لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين مضت قرون ما سمعنا رجلا يدعي النبوة ويقول لا تعبدوه كذا وكذا وكذا أو افعلوا كذا وكذا لأن الفترة التي حدث في هذا الشرك أصابت ظلم مات العلماء وانقرضوا ولم يبقى من يعف عن الله إلا القليل فعمتهم الجاهلية ومن ثم أشرفوا وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا وأجدادنا الأولين ما قال لجد ولا أبو جدي ولا أن هذا كذا أو كذا فكذا بل كانوا يعبدون كما نعبد ويتقربون إلى هذه المعبودات الخمسة ولم يأمون بشيء غير هذا ذي حجة ولكن واهية وباطلة إذا كنتم جهال وأصابكم الجهل جاءكم من يعلمك كنتم ضالين في الطريق ترضون بالضلال دائما جاء من يهديكم إلى الطريق السوي لتنجو وتصلح للمعاند المكاب والمجاهد أن يدافع وأن يقول ما شأن يقول ما سمعنا بهذا في أباين الأولين وقد لا تصلح هذه الجملة بكامل إذا ما سمعتم أنتم من قبلكم سمعوا ما وشرت كل الأمم كانت حاضرة ما سمعنا بهذا في أباين الأولين إن هو إلا رجل به جنا هذا كلام يقوله لبعضهم أعيانهم كبارا مشراهم يقولون لعامة الناس إن هو إلا رجل به جنا أي مصاب بالجنون هذا نوح هذا عبدالغفاء ما هو إلا رجل به جن يبحك أنه يتكلم عن لسان ويقول ويقول فلا تصدقوا ولا تستجيبوا أبدا وابقوا على ما أنتم عليه من عباداتكم وطاعتكم إن هو إلا رجل به جنا والجنة الجنون أصابته هذا قالوا هل الرسول سفي مكة ماذا قالوا ساحر المجنون هنا إذن فتربصوا به حتى إن لما علمنا أنه مجنون وهو إنسان سيهلك سيموت كذا انتظروا ولا تستعجلوا العام لعوان حتى يهلك فتربصوا وانتظروا حتى إن يتم هلاكه ونهايته وتبقون على ما أنتم عليه أما أنتمشوا وأستجيبوا يسودكم ويحكمكم وتصبح أتباعا له هذه كلمات الباطل وهنا هذه الكلمات تمت في ضعف تسعمية وتسعين سنة تسعمية وخمسين سنة هنا فاز عنوح إلى ربه قال ربي أي يا رب صني فالجمل هذه تقدمت ردارة في سنين عادية مئات سنين وفي النهاية قال رب صني بما كذبون ومن صورته عليه السلام صورة نوح رب لا تدع على الأرض من الكافين دياء إنك إن تذاهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفا امتحناهم الليل والنهار قرون عديدة وهم في صمم وكبرياء وظلال وعماء إذن ما بقي إلى أن يفزح إلى الله عز وجل قال ربي يا ربي أنصني بما كذبون إليكم شرح الآيات مرة ثانية من التفسير هذا السياق بداية عدة قصص ذكرت على إثر قصة قصة بدي خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام هذا السياق بداية عدة قصص ويصح قصص ذكرت على إثر قصة قصة بدي خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام تقدمت قصة خلق آدم وإلى لا فقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا أي قبلك يا رسولنا يعني سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فكذبوك ما كذبك قومك فكذبوك ما كذبك قومك يا محمد وإليك قصته وإليك قصته إذ قال يا قومي أعبدوا أعبدوا الله أي وحدوه في العبادة أي وحدوه في العبادة هم يعبدونه مع المشركين مع الشركين ليست تلك العبادة بعبادة لا تزكي النفس ولا ترضي رب تعالى إذا فاعبدوه وحده لا تعبدو معه غيره ما لكم من إله غيره أي إذ ليس لكم من إله غيره يستحق عبادتكم وتجب له وتعبدوه بها وقوله تعالى أفلا تتقون قالها نوح عليه السلام وقصها الله علينا قال أفلا تتقون أي أتعبدون معه غيره أفلا تخافون غضبه عليكم ثم عقابه لكم فأجابه قومه المشركون بها بما أخبر تعالى عنهم فأجابه قومه المشركون بما أخبر تعالى عنهم في قوله فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا أي نوح ما هذا أي نوح ما هذا أي نوح إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ما هذا أي نوح إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أي يريد أن يسود ويشرف فادعى أنه رسول الله إليكم ولو شاء الله أي أن لا نعبد معه سواه ولو شاء الله أي أن لا نعبد معه سواه من هذه الآلهة الخمسة لو شاء أن لا نعبد معه سواه لأنزل ملائكة تخبرنا بذلك لأنزل ملائكة تخبرنا بذلك ما سمعنا بهذا أي بالذي جاء به نوح ودعا إليه من ترك عبادة آلهتنا ما سمعناه في آبائنا الأولين أي لم يقل به أحد من أجدادها من أجدادنا السابقين ومن الجائز أن يكون قال مومن ولكن ما التفت إليه لأنه ما انقررت انقراض كامل لكن عما الجهل هو الكفر أي لم يقل به أحد من أجدادنا السابقين إن هو إلا رجل به جنا أي ما نوح إلا رجل به مس من جنون ما هو أي ما نوح إلا رجل به مس من جنون والمس معرف أن يمس قلبه وإلا لما قال هذا الذي يقول من تسفيهنا وتسفيه آبائنا وأجدادنا إذن فتربصوا به حتى أين أي انتظروا به أجله حتى يموت لا بد أن يموت انتظروا به أجله حتى يموت ولا تتركوا دينكم لأجله وهذا وبعد قرون طويلة بلغت ألف سنة إلى خمسين عاما شكى نوح إلى ربي وطلب النصر منه فقال ما أخبر تعالى به عنه قال ربي انصني بما كذبون ربي انصني بما كذبون أي أهلكم بسبب تكذيبهم إياي وانصني عليهم هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا إثبات النبوة المحمدية بذكر أخبار الغيب التي لا تعلم إلا من طريق الوحي من هداية هذه الآيات التي سمعنا من بين هدايتها تقرير النبوة المحمدية وإثباتها فمحمد والله لا رسول الله ولن نستطيع أن ننفي أن نكذبه لو لم يكن رسول الله كيف يقص هذا القصص من أبيها أو أمه هل العرب يعرفون هذا ويسمعون به كيف يحدث بهذا الحديث والله إنه لرسول الله إثبات النبوة المحمدية وتقريرها فلو جاء اليهود والنصاء وتخلوا عن التعنت وتخلوا عن العلاد المكابرة والله لآمنوا كلهم وهم يسمعون هذا القصص كيف يأتي هذا القصص من رجل الأمي لا يقع ولا يكتب ولا يكون رسول الله وآلاف الدلائل والبراهين الحجج على رسالته وكبراءهم يعرفونها إلان ويغطونها ويجحدونها حتى لا يدخلوا في الإسلام فيعبد الله ويتخل عبادة الفروج والأموال شهوات نعم قال في النهر فوائد سرد القصص كثيرة منها أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر مما يلقى من قومه كما قدمنا القصص يسلي به الله ورسوله ويحمل على الصبر والثبات لأنه يعاني معاناة ما نعرفها نحن لو كنا معه في مكة كيف يواجه رجال مكة بلا إله إلا الله وحول البيت ثلاثمين وستين معبود يعبدونه وقبائل العرب تحجه وتأتي لها كيف يتكلم بينهم كيف يقول عاش سنوات المؤمنون يعدون على وصل صابع فمثل هذا القصص يسليه ويحمل على الصبر وعلى الهدوء والاستقرار في دعوته حتى ينجدها الله ويكملها ثانيا العظة والاعتبار بما جرى من أحداث العظة والاعتبار بما جرى من أحداث الأنبياء والرسول قصصهم كل أحداث جسام وأخبار عظام شيء فوق العادة فالذي يسمع ذلك يتحمل يصبر أنا مريض وإذا به شخص أمامه يموت فأنا خير منه أنا جائع أكل من ثلاثة أيام يصبر وإلى لا فهذه القصص لها قيمتها نحن هنا قصت عليك عسن القصص بما رحينا إليك هذا القرآن نعم ثالثا تقرير التوحيد وإثبات النبوة المحمدية تقرير التوحيد وإثبات النبوة المحمدية من هداية هذه الآيات الأربعة وهذا الذي كررناه ونردده إن الصور المكية كلها تعمل على تقرير التوحيد وإثبات النبوة وإثبات الدار الآخرة والجزا فيها إما بالنعيم المقيم للمؤمنين الموحدين وإما بالعذاب الأليم للكافرين والمشركين وهذه الصور أكثر صور القرآن فهذه الآيات توحد التوحيد ما لكم إله غيره عبد الله وحده وتثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نعم ومن هداية الآيات بيان سنة من سنن البشر وهي أن دعوة الحق أول من يردها الكبراء من أهل الكفر سنة من سنن الله في البشر دائما هي أن دعوة الحق أما من يرده ويقف في وجهه أول من يفعل الأغنياء واصحاب المال واصحاب الدولة والسلطان إلى يوم القيامة لأنهم يحافظون على مراكزهم على أموالهم على سمعتهم على شرفهم كيف يصبحون مع عامة الناس يصلون في مسجد واحد هذه سنة الله عز وجل نعم رابعا وأخيرا بيان كيف يرد الظالمون دعوة الحق باتهام الدعاة بما هم برآء منه كالجنون وغيره من الاتهامات كالعمالة لفلان والتملق لفلان قال من سنة الله من هداية هذه الآية أنها تبين أن الناس لما ما يهضون بالدعوة يأخذون في الانتقاد والطعم والاتهامات الباطل وهذا يتملق وهذا كذا حتى يصف الناس عن الدعوة إلى الآن موجودة هذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إليه أن إصنعي الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات تقدم قول الله عز وجل على لسان نبيه واصل نوح أنه طلب من الله عز وجل النص على الظالمين المشركين إذن فاستجاب فاستجاب الله عز وجل له قال رب انصوني بما كذبوني بتكذيبهم إيايا وخروج من طاعتي وإذا هم لي أنصوني يا رب عليكم واستجاب الله له وما زال ولا يزال الله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين وبخاص المظلومين دعوة المظلوم لا تؤد دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فأن نحذر أن نظلم وأن نحذر أن يدعو علينا مظلوم واستجابة الله دعا عباده المؤمنين بابها مفتوح ما من مؤمن ولا مؤمن يرفع كفيه إلى ربه يسأله حاجته إلا أعطاه إن كان مطلوبه وكانت حاجته فيها خير له عاجل أو آجلا أعطاه إياه وإن كان لا خير فيها لا في حال ولا مستقبله عوضه بدلها إما أن يغفع عنه البلاء الذي كان قد ينزل أو يغفع درجته في ملكوت الأعلى أو يكف بها ذنبا من ذنوبه ومعنى هذا من دعا الله في صدق استجاب له وهو القائل في كتابه العزيز وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم والمحروم هو من عرض عن الدعاء وعرض عنه أما المقبل على سؤال الله ودعائه في حاجته في أمور الدنيا ولا خفى وفي خير وعافية قال تعالى فاستجبنا له فأوحينا إليه والوحي والإيحاء إعلام خفي بطريق خفية إما أن ينزل عليه مالكا وإما أن يلقي في روعه في قلبه فيفهم عن الله كأنه يسمع كلامه أوحينا إليه بماذا أن أصنع الفلك أي بصنع الفلك أمرناه بوحينا الخاص أن يصنع فلكا والفلك معروف السفينة وتجمع على أفلاك والفلك إسم جينس بناية من خشب تضعف البحر ويركبها ألوى وتسير بهم أن يصنع الفلك بأعيننا بمرأة منا ومنظر أنت تصنع ونحن ننظر إليك والملك يعلمه كيف يصنع السفينة أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي بمرأة منا ومنظر وبتعليمنا لك بواسطة ملكنا افعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فعلمه صنع الفلك وصنعها وبعد ذلك لما تفرغ من صنع الفلك وتصبح أهلا لأن ينزل فيها المؤمنون ويسكنها حينئذ فإذا جاء أمرنا أي بحلاك الظالمين وتدميرهم والقضاء عليهم أولئك الذين حاربوا ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهم إلى الله وهم معرضون بل ويستهزئون ويسخرون بل يدخلون عصابعهم في آذانهم ويتعجبون ألف سنة إلا خمسين عاما فانظروا كيف أمهلهم الله وأملا لهم فإذا جاء منا بإهلاكهم والقضاء عليهم وفار التنور التنور المكان الذي يطبخ فيه الخبز حفر في الأرض يوضع فيه الخشب الحطب الفعم ويوضع عليه الخبز فينضج ويطيب هذا التنور إذا خرج منه الماء إذ النار ما تخرج منها الماء الماء يطفئ النار وإذا لا وإذا بالنار تخرج من الماء آية خالق العذا فإذا أيت النار الماء يفور تحت النار كما يفور في القدر فأعلم أن الساعة قد دقت فإذا جاء أمرنا بإهلاك قومك يا نوح بإهلاك الظالمين المتمردين عليك المشركين بنا الكافرين بشرعنا وفار التنور ماذا تصنع فاسلك فيها من كل زوجين اثنين قرأ سبعا من كل بالتنوين قراءة حفظ ومن كل بدون تنوين ومن كل زوجين اثنين والقراءتان سبعيتان والأولى من كل المخلوقات حفظ اثنين من كل من المخلوقات الإنسان والحيوان من كل زوجين اثنين والمراد من الزوجين الذكى والأنثى ومعنى هذا أن الأرض سيعمها الطوفان وسيغرق ويهلك كل من فيها من إنسان وحيوان حتى الذئاب وكلاب إذن لتحتفظ ببقية بني آدم المخلوقات خذ من كل صنف ذكى وأنثى بقى وثور جمل وناقى عنز وتيس كبش ونعجى وهكذا مما يبيض ويرضع أما الحشرات هذه تنبث من التراب لا قيمة لها لكن الحيوانات هذه هي التي إن فنيت إن قطع وجودها أما الذي يتكون من التراب وتعف كالذباب البعوض والنمل وما إلى ذلك لا قيمة لهذا ما يأخذ معه لكن يأخذ من هو نافع وضاع في الحياة من كل صنف زوجين أي ذكى وأنثى وفعل قطعا نوح عليه السلام فليس في يوم واحد ولا في شهر ولا في عام أخذ يجمع فجمع الحيوانات وأسلكها في تلك السفينة فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك معهم والمراد من أهله زوجته وأولاده إلا أن زوجته هالك لأنها كانت والعياذ بالله تساعد الظلم وتعينهم وقد جاء بيان ذلك في صورة التحريم إذ قال تعالى ضرب الله مثلا لمرأة نوح ومرأة سلوص فإحدى نساء نوح كانت مع المشركين هذه لا تحملها معك هالك ومن بنيه كانعان والعياذ بالله فقد هلك مع الغرق والهالكين فقال تعالى فاسلك فيها أي في السفينة وسلك إدخال الأشياء وحد بعد وحد في نظام من كل زوجين اثنين وأهلك اللهم إلا من سبق عليه القول منهم من سبق القول بإهلاكه وتدميره ككنعان وكمرأتك فلانا فلا تلتفت إليهم لا تدخلهم في السفينة ولا تنظمهم فيها وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم أي بإهلاكه فقد علمه الله بذلك وأعلمه وكل من عرض عن كلمة لا إلي الله نوح رسول الله إلا وهو هالك فمرأته كفرت وابنه كذلك وغيرهم بل ملايين ولا تخاطب ني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لا تسأني عن واحد من الظالمين ولا تطب له نجاة ولا خلاص ولا تقول كيف وكيف ولا ولا ما تسأني عن الظالمين والمراد من الظالمين هنا المشركون ظلموا ربهم خلقهم ورزقهم ليعبدوه فأكلوا وشربوا وعبدوا غيره أي ظلم أعظم هذا الظلم الذي خلقك ورزقك وخلق الكون لك والحياة كلها من أجلك تعرض عنه وتلتفت إلى صنم أو حجر أو شيطان تدعو وتعبده وتركع وتسجد له أي ظلم أفحش من هذا الظلم ولهذا المشرك ظالم لأنه وضع العباد في غير موضعها موضع العباد الله هو الذي يعبد بطاعته في أمره ونهيه ومن عاص الله وأطاع الشيطان عبد الشيطان فهو ظالم ولا تخاطبني في شأن الذين ظلموا بمعنى لا تقول عفو عنه وعن فلان وفلان وفلان لعل بعض الناس ما كان يعاندون بعض كانوا متأدبين كذا لكنهم كانوا مشركين أجمعين فلهذا نبهه إلى أنه لا يسأل عفو الله ولا رحمته لأولئك الظالمين ولا تخاطبني في الذين ظلموا لماذا إنهم مغرقون محكوم عليهم بالإغراق فهم هالكون ومن أغرقه الله من ينجيه فإنهم غرقا هالكون فلا تسني عنهم هكذا يخاطب الله عبده ورسوله نوحا أي شرف أعظم هذا الشرف وكيف وهو نوح نوح ماذا نقول أول رسل عليهم السلام وأحد الخمسة من أولي العزم يخاطب ربه يعلم كيف يصنع السفينة أي نعام أكثر من هذا الانعام ويسئ إليه الملك يعلمه فيقول تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إن قلت لماذا الجواب إنهم مغرقون محكوم عليهم بالإغراق فلا حاجة إلى السؤال عنهم ما هي إلا أيام وهم تحت الأرض ثم قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك استوى بمعنى راكب ساكن نزلوا فيها بنظام نظام السلك فاسلك فيها وهم عليها متمكنون فوقها كذا ولله فإذا استويت أنت ومن معك من المؤمنين والمؤمنات ومن سائر الحيوانات إذا أخذ من كل سنف زوجين بك وأنثى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك قال استوى عليها يعني فوقها متمكنين منها تحملهم وتسيب بهم في الماء فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين احمد الله عز وجل قل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أي المشركين الذين عذبوهم واضطهدوهم ونكلوا بهم عشرات السنين بل مئات السنين ساعة أرد الله نجاة فيها نجاه فعلم نوحا أن يحمد الله على ذلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وكل من كان في بلد أهلها ظالمون ونجاه الله منها يجب أن يذكر هذه النعمة وأن يقول الحمد لله نجان رب من قوم الظالمين أو نوح يحمد الله ونحن لا فكل من كان في فثنة أو في ظلم بين أفراد أو جماعة أو أمة ونجاه الله منها وأخرج من فثنة إيم إلا ويجب عليه أن يحمد الله عز وجل بهذه الكلمة الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل الحمد الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ولفظ الحمد لله الشكر لله الحمد لله بمعنى الشكر العظيم لله الوصف بالجميل لله لا لسواه الحمد لله ويا شكر كل نعمة أكلت وشبعت قل الحمد لله مرضت واصححت قل الحمد لله مشيت ووصلت قل الحمد لله أردت أن تقول أو تتكلم قل الحمد لله ما ننسى هذه الكلمة فإن رأس الشكر إذا أنعم الله على العبد بنعمة مهما كانت عظيمة فقال الحمد لله إلا كان قوله الحمد لله أعظم مما أعطي وأخذ الحمد لله مهما عظمة النعمة وكبوت قولك فيها في صدق الحمد لله ما أعطيت أنت خيام مما أعطيت الحمد لله هذا تعليم الله عز وجل ما هو تعليم الناس فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أي المشركين المعتدين ثم قال تعالى له أيضا وقل ربي وقل ربي أي يا ربي وتحذف عن نداء لقرب الله تعالى الله معنا وقل يا ربي ما هو ببعيد ربي وقل ربي والعصر يا ربي أي يا خالقي يا رازقي يا مدبر أمري يا من إله مرجعي يا إله الحق يا رب العالمين يا ربي أنزلني منزلا مباركا والمنزل هنا بمعنى المنزل ولكن هو مصدر أنزله إنزالا ومنزلا بمعنى المنزل ولكن هو مصدر أنزله منزلا أي إنزالا خاصا أنزلني منزلا مباركا وهذه لا يحل للحاضرين أن يفهموا هالليل ولا يقولون أغدا لا بعد خروجهم من المسجد من راكب دابة أو سيارة أو طائرة أو باخرة ينبغي أن يقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لم نقربون قال تعالى وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون عندما تركب السيارة تقول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون أعيد أعيد القول يا معشر المستمعين هذه فرصة ذهبية أتاحها الله لنا يجب أن نعمل بها حرفتم إذا ركبت وضعت رجلك على الداب وعلى الصيار وعلى الطيار أقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون أيراجعون عرفتم هذا وكان علي عليه السلام إذا دخل منزله وقال رب أنزلني منزلا مبارك إذا دخل منزل قال السلام على عباد الله الصالحين رب أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين وهذه إن شاء الله من اليوم بدأناها ما بلغتنا حتى اليوم أن علي كان يفعل هذا لما ندخل الغروفة السلام علينا والعباد الله الصالحين هذا لابد من دخل بيته فليسلم على أهلها وإن لم يكن فيه أحد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يقول رب أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين فيبارك الله لك في حجرتك التي أنت فيها وقل رب أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين من ممكن حفظ هذا إخوان أردت أن تركب الآن سيارتك ترفع رجلك اليمن تضح عليها واليسر واليسر ماذا تقول أولا بسم الله حرفت من الله ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون ما كنا مطيقين لهم لولا الله عز وجل لولا الله تركب الفرص أنت يضح برجلك يقتلك برجله إذا عزمنا على أن نركب ماذا نقول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون وهذه آية من صورة الزخرف الزخرف نعم فقولوا الحمد لله فيستويتم على ضغير هي هي الله باك فيكم هذه مع نوح عليه السلام وقال ربي يا ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وفي هذا ثناء على الله عز وجل وحمد الله وشكر إذ قال وأنت لا سواك خير المنزلين لما علمه الله وأكرمه وعلمه كيف يدعو قال وأنت خير المنزلين وقل رب أنزل المنزل مباركا وأنت خير المنزلين ثم قال تعالى إن في ذلك لآيات في ذلك المذكور في هذه القصة العجيبة العظيمة أحداث ألف سنة إلا خمسين عاما قصها الله تعالى على رسولنا فدل ذلك على أنه رسول الله ونبي الله يتلقى العلم عن الله فيها آيات لخلق الله وقدرته وعظمته وأولويته وتدبيره في خلقه لكن من يبصر هذه الآيات يبصرها أعمى القلب ولا بصير القلب بصير القلب أما الآيات والله لعلامات كالشمس وأضحوها في الدلال على وجود الله على علم الله على قدرة الله على رحمة الله على أولوهية الله على أن محمد رسول الله على أن القرآن كلام الله وكتاب الله آيات ما هي آية واحدة ولا عشرة في هذا المذكور كله إن في ذلك الآيات وإن كنا لمبتلين أي مختبرين ومتحنين يخبر تعالى أنه يعطي ويمنع ويضر وينفع ويعز ويذل ويهدي ويضل لحكم عالية ألا وهي الامتحان والاختبار فمن أجاب دعوة الله واستقام على نهجه وعبد الله واتقاه أكرمه وأنزله منازل أبرار في الجنة دار النعيم ومن استكبى وتنكى وأعرض وآثر الدنيا وشهواتها والفسق والفجور ومطل رباتهما إذن أذله وأخزاه وأدخله نادى البوا والعياذ بالله تعالى أفعال الله هذا للابتلا وإلى الامتحان والابتلا أرسل نوح المشركين ليبتليهم أرسل محمد صلى الله إلى المشركين الناس ليبتليهم من يطيع ومن لا يطيع من يجيب ومن لا يجيب ليكرم من أجاب ويهين من لم يجب هذه حكمته تعالى إن في ذلك الآيات وإن كنا لمبتلين وكنا مبتلين مختبرين وامتحنين البشر بهذه لحدات العظام أسمعكم الآيات مرة أولى ثانية يقول تعالى فأوحينا إليه إلى من فأوحينا إليه بماذا أن يصنع الفلك بأعيننا ما معنى بأعيننا تحت نظرنا وبصرنا ومرآنا ووحينا إليك بأن تفعل كذا وكذا فإذا جاء أعمنا بماذا بالدمار والهلاك فإذا جاء أعمنا وعلامة ذلك فارت النور الما تدفق من الكنون كما يقولون فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك اللهم إلا من سبق عليه القول منهم فإنهم هالك كنعان ومرأته ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لا تسأل عنه أبدا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ما لتقولون تغنوا تزغردون تصفقون كما يفعل الجاهلون فقولوا ماذا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين لما تمت النعمة وجلسوا على أغايق بدل أن يذكر الله ويكبر ويحمد يغنون ويزغردون ويصفقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين فنعر الله وإلا من خير المنزلين سوى الله عز وجل إن في ذلك لآيات وإن كنا لم مبتلين ممتحنين ومختبرين ونحن ممتحنون ومختبرون من يجيب دعوة الله ومن يعرض عنا معنى معنى الآيات يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم ما زال السياق الكريم تعرفون السياق السياق الكلام في ذكر قصة نوح عليه السلام مع قومه فقد جاء في الآيات السابقة أن نوح عليه السلام دعا ربه مستنصرا إياه لينصره على قومه مستنصر طالب النصر على قومه الذين كذبوا قائلا ربي ربي رب صني بما كذبون فاستجاب الله تعالى دعاءه فأوحى إليه أي أعلمه بطريق الوحي الخاص أن يصنع الفلك أي السفينا بأعين ووحينا أي بمرأة منا ومنظر وبتعليم إياك وجعل وجعل له علامة على بداية هلاك القوم أن يفور التنور تنور طبخ الخبز بالماء وأمره إدارة تلك العلامة أن يدخل في السفينة أن يدخل في السفينة من كل زوج أي ذكر وأنثى إثنين من سائل الحيوانات التي أمكنه ذلك منه وأن يركب فيها أيضا أهله من زوج وولد إلا من قضى الله بهلاكه ونهاه أن يكلمه في إلا من قضى الله بهلاكه ككنعان وزوجته ونهاه أن يكلمه في شأن الظالمين لأنهم مغرقون قطعا لا حاجة إلى الكلام عنهم هذا ما تضمنت الآية الأولى فأوحينا إليه أن يصنع الفركة بأعينا ووحينا فإذا جاء منا أي بإهلاك الظالمين المشريقين وفارت النور فاسلك فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك أي أزواجك وأبناء وأولادك إلا من سبق عليه القول منهم أي بإهلاكهم كمرأته ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تسألني عنهم فإني مهلكهم وقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي إذا ركبت واستقررت على متن السفينة أنت ومن معك من المؤمنين فاحمدنا فاشكرنا فاحمدنا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وادعنا ضارعا إلينا قائلا ربي أنزلني منزلا مبارك أي من الأرض واثني علي خير واثني علينا خيرا فقل وأنت خير المنزلين وقوله تعالى إن في ذلك لآيات أي المذكور من قصة نوح للدلائل على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته ورجوب الإيمان به وبتوحيده في عبادته آيات علامات كالشمس وقوله وإن كنا لمبتلين أي مختبرين عبادنا بالخير والشر لنرى الكافر من المؤمن والمطيع من العاصي ويتم الجزاء حسب ذلك إظهارا للعدالة الإلهية والرحمة الغبانية اللهم اجعلنا من العابدين الصالحين والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا إثبات الوحي الإلهي وتقرير النبوة المحمدية أولا من هداية هذه الآيات الأربعة أولا تقرير النبوة المحمدية وهي أن محمد رسول الله حقا وصفا نشهد أن لا إله إلى الله ونشهد أن محمد رسول الله كيف عرفنا أن لا معبود إلى الله عرفنا أن لا خالق ولا رازق ولا معط ولا مانع ولا محي ولا مميت إلا هو فكيف يكون معه إلى آخر والله لا إله إلا الله كيف عرفنا محمد رسول الله كيف يكون غير رسول وينزل عليه هذا القرآن كيف عقل هذا لو ما كان رسول الله حقا كيف ينزل عليه هذا الوحي هذا الكتاب العظيم مئة وابعش صورة ثلاثون جزء ستون حزبا فيه أعلام أو ماذا نقول كل ضرات الكون موجودة في السماو الأرضي في هذا الكتاب كيف لا يكون رسول الله مستحيل فلهذا نشهد عن علم أن محمد رسول الله لو كذب الناس كلهم الله ما كذبنا ما نستطي نكذب كيف لا يكون رسول الله هذه القصة وحدها في كتابه كيف عاش رسول مع نوع عاصر قومه من أين جاء هذا الكلام من أين أخذه أمي ما يقع ولا يكتب أمه قومه جهال ما يعرفون كيف حصر لهذا العلم ما هو إلا وحي الله عز وجل فمن هداية هذه الآيات من إثبات النبوة المحمدية وإثبات الوحي للي نعم نبوة بالوحي أوحى الله إليه ونبأه ثانيا تقرير حادثة الطوفان المعروفة لدى المؤرخين تقرير حادثة الطوفان المعروفة عند المؤرخين مؤرخ العالم الكل ما ينكرون حادثة الطوفان هذه وإن كانت مضت عليها مئات السنين مئات القرون لكن كل البشرية تسمع بها توارثوها الذين نزلوا من السفينة وعاشوا في الأرض ما يحدثون ما يقول كنا كذا وكذا ونزلنا كذا وكذا أولادهم يقول أجدادنا كانوا في السفينة إلى اليوم قضية مسلمة هذه لا يردها أحد لأنها موروثة كتوارث للآدميين فيما يقول أبونا آدم من أين جئنا فكذلك هذه الحادثة في التاريخ معروفة للبشرية كلها سببها الذين نزلوا من السفينة ما يقول كنا في السفينة أولادهم كان آباؤنا أحفادهم كان أجدادنا أي سفينة عم الطوفان في الأرض غاوقة الأرض كلها وكذا وكذا فهي قضية مسلمة لا ينازع فيها أحد ثالثا بيان عاقبة الظلم وأنه هلاك الظالمين بيان عاقبة الظلم وأنه هلاك الظالمين بيان عاقبة الظلم كيف كان عاقبة ظلم قوم نوح الإغراق وإلى لا عن آخرهم إهلاكهم وأهلاك ما عندهم عاقبة الظلم وهكذا كل ما قال ما والعياذ ابن الله تعالى يا له من بلى سينزل به طال الزمان أو قصر فليذا نعوذ بالله أن نكون من الظالمين أو أن نقف إلى جنب الظالمين رابعا صنية قول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وذلك عند ركوب الدابة أو السفينة ونحوها كالسيارة والطيارة نعيد القول معاشر المستمعين والمستمعات من لم يحفظ هذه الآن يحفظها غدا ينزل إلى أحد إخواني ويعلمه إياه بسم الله والحمد لله هذا شيء سهل وضعت رجلك على الداب على الصيارة وقل بسم الله والحمد لله ثم قل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فمن معنى مقرنين مطيقين ما نقارن من نحن والفرس معنا أو البعيء أو السيارة والطيارة وما كنا له مقرنين مطيقين سبحان الذي سخر لنا هذا الذي نركبه وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بعد الموت ولطيفة علي التي نعمل بها من الآن ما هي إذا دخلت بيتك خلص سلام علينا والعباد لا يصطالحين ثم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزلني منزلا مباركا تخير المنزلين يا رب أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين وسنراجع القضية غدا إن شاء الله من نفذها ومن عاجز عنها خامسا استحباب الدعاء وسؤال الله تعالى ما العبد في حاجة إليه من خير الدنيا استحباب الدعاء بل وجوب الدعاء بل ندب الدعاء الدعاء هو سر حياتنا من ذا الذي يستغني عن الله أسألكم بالله لا أحد أبدا يستغني عن الله فلهذا تنفس هذا التنفس نحن في حاجة إلى الله وإلى أن قطع إذن فلا نلبث أبدا ولا نسكن نحمد الله دائما وأبدا على كل آلاء وإنامه ننظر فقط إلى جسم يقول الحمد لله ننزل نركب نأكل نمشي الحمد لله كيف حالك يا بنيا الحمد لله هذا شعار هذه الأمة شعار أمة المحمدية في الكتب السابقة معوفة بالحمدين خذوا هذه في الترات في الإنجيل في الزبور في الكتب السابقة وصفوا هذه الأمة بالحمدين ما معنى الحمدين الذين يكثرون حمد الله حمد كثير حالهم دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله فوصفنا بالحمدين ولم توصف أم به إلا نحن الحمدين كثير الحمد نعم سادسا وأخيرا بيان سر ذكر قصة نوح وهو ما فيها من العظات والعبر بيان سري بيان سري وحكمتي قصة نوح لما فيها من البيان والعظات لعل الله يهدي المكيين القراشيين عليها وقد هدى الله من شئ على يديها كان لها أثر فيهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فارسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال الملأ من قومه من الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء وكذبوا بلقاء الآخرة ولين أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ثم أنشأنا من بعدهم قوما قرنا آخرين أي أنشأنا وخلقنا وأوجدنا بعد قوم نوح الغارقين الهالكين قرنا أي أم أخرى وهكذا فعلى تعالى يخبر تعالى أنه بعد إهلاك قوم نوح بالغاق بالطوفان أنشأ بعد ذلك جيلا آخر قرنا أم قوما يعبدون الله عز وجل ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأوسلنا فيهم رسولا اختلفا في هل هذا الرسول هو نبي الله هود أو صالح أهل القرآن لهم أن يتفقروا في هذه لأن هذا القصص ما ذكى فيه اسم الرسول لا صالح ولا هود ولا شعيب ولا يقوم لكن نظرا إلى أن القصص القرآني في الأعراف في صورة هود في غيرها يبدأ بنوح ويثني بهود ثم بصالح ثم بفلان فلان في الأعراف وفي هود عليه السلام وفي غيرهما لما يذكر القصص أول رسول نوح ثم يذكر هود يعني قوم عاد ثم صالح إلى آخره فمن نظر إلى هذا الترتيب قال المراد من هذا رسول هو هود عليه السلام ومن نظر إلى قوله تعالى في الآيات الآتية فأخذتهم الصيحة هذه الصيحة أخذت قوم صالح أي ثمود ومن ثم كل المفسرين يذكرون الوجهين إلا ما كان من ابن جرير ما ذكر إلا صالحا عرفتم هو جائز أن يجمع الله بين القصتين بين هود وصالح إذ أحداثهم واحدة وصراعهم مع أقوامهم واحدة ما هناك فرق أبدا بين عاد وثمود فأشار إلى صالح بكلمة فأخذتهم الصيحة وهذا في آخره القصص وفي أوله ما باك لكن المتباد إلى الدين أنه هو هود عليه السلام إذن فقوله تعالى فأرسلنا فيهم رسولا منهم ألا وهو هود عليه السلام أو صالح عليه السلام ولا حرش ابن جرئ نعم ابن جرئ نعم ابن كثير كل المفسرين يذكرون الوجهين عرفتم الذي ذكرت لكم هو لعل إشارة إلى القبيلتين أو إلى القومين إذ وضعهم واحد الشرك والكفر والتكديم بالبعث كلهم جنس واحد فيكون الكلام صالح لقوم يهود وقوم صالح عليهم السلام وذكرت في الهامش في نهر الخير وقيلهم قوم صالح بقارينة قوله تعالى فأخذتهم الصيحة وهي التي أهلك الله تعالى بها ثمود قوم صالح إذ قال تعالى فأخذتهم الصيحة مصبعين في الصباح من صوات الحجر هذا ورجح وهو الشيحة وهو الشيحة هذا لأن فيها فيها الخبر لأن فيها العبر أكثر من غيرها يعني قوم صالح فيهم عبر أكثر من قوم يهود لا نطيل في القضية نقول يجوز لك أن تقول معنى أرسلنا فيه مصولا عليه السلام أو صالح ونمضي في شرح الآيات أرسلنا فيهم رسولا بما أرسولا منهم قال أرسلنا فيهم ما قال أرسلنا إليهم لأنه من نفس القبيلة لو أرسلهم قبيلة أخرى لقال أرسلنا إليهم قال أرسلنا فيهم من بينهم ومنهم بما أرسله بقوله أعبدوا الله ما لكم من الله غيره هذه الرسالة أرسله يحمل رسالة إليهم وأن يعبدوا الله وحده إذ لا يوجد لهم إله غيره أعبدوا الله ما لكم من إله غيره هل لهم إله غير الله خلقهم ورزقهم وخلق الكون والحياة لهم والله لا إله إلا الله وقولوا أفلا تتقون كيف لا تتقون ربكم تتقون سخطه وعقابه وعذابه وأنتم تعصونه وتعبدون غيره وهو خالقكم وربكم ومالك أمركم إن أمركم عجب ذي كلمة الرسول هود أو صالح أعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تتقون الله بعبادته بعبادته دون عبادة غيره بترك هذه الأوثان والأصنام والإيمان به تعالى وبرسوله وبالعمل بطاعته هنا تكلم أشرافهم وعيانهم هذه كلمات الرسول أعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ذي هي الرسالة التي يحمل وهود أو صالح بما أجاب الملأ وبالأمس عرفتم الملأ أنهم أشراف البلاد وأغنياؤها وأهل السلطة فيها ما خرد من ملأ العين بنظره إليه لأبهته وكماله وقال الملأ من قومه من قوم هود أو صالح كما علمتم ماذا قال الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة هؤلاء الذين تكلموا الآن وقالوا من هم الملأ الذين كفروا أولا وكذبوا بالدار الآخر كذبوا بالله وبتوحيده وبرسوله وكذبوا بالدار الآخرة قالوا ما هناك حياة أخرى بعد هذه ما هي إلا الفناء فقط وهذه النظرية العلمانية أو الإلحادية الشائعة بين العالم يعجبون كيف يحيين الله حياة أخرى وكيف يجزين فيها وذا كله عائد إلى جهلهم وعدم بصيرتهم أو إلى عنادهم والمحاضد على باطلهم وشرهم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة بلقاء الله تعالى في الدار الآخر وأترفناهم في الحياة الدنيا ذي علة علة الكفر والعناد أترف فلهذا قوم الصالة كانوا مترفين وأترفناهم في الحياة الدنيا تعرفون الترف تعرفون الترف في الأكل والشرب واللباس والسكن والمركوب الفخر والمباهات وهذه لطيفة ما ننساها الذين يترفون أكثرهم يهلكون الترف يسبب لهم العصيان والفسق والخروج عن طاعة الله عز وجل أمر لا جدال فيه إذا كثر المال وتلون الطعام والشراب واللباس ويؤد بصاحبه إلى الفسق ثم الفجور ثم الكفر والعياذ بالله وهذه علة وأترفناهم في الحياة الدنيا بسبب إترافنا لهم قالوا هذه المقالات ماذا قالوا قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم هذا هود أو صالح كيف تطيعونه كيف تسمعون كلامه كيف تمشون غراه كيف تستجيبونه ما هو إلا بشر إنسان مثلكم كما قال قوم نوح أمس قالوا بشر ما هو ملك بشر مثلكم فقط يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون تعليل المجاحدة والمعاندة وكون يأكل مثلهم ويشرب مثلهم لا يكون رسول من الله يرسله فزعمهم يأكلون ويشربون وهم رؤساء لماذا ما يكون كالفقاء لمن يترعسون ويترفعون لكن المجاحدة والمعاندة هذا الذي تنتجه هذه الأباطن ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب ما تشربونه كيف يكون رسول الله ويأمركم باتباع وطاعته وترك عبادة آلهتكم ولا انقطع عنها يريد منكم ماذا وقالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون خاسرتم دنياكم نهائيا ولئن أطعتم في معنى القسم واليمين ولئن أطعتم بشرا مثلكم يأكل مما تأكل ويشرب ما تشربون إذا أطعتموا إنكم إذا لخاسرتم حياتكم ما بقي لكم جمال ولا كمال سمعتم هذا الكلام كلام من هذا الطغات الملحدون أو المشرقون والكافرون كيف يصرفون الأمة عن الله عز وجل وعبادته ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ما بقيت لكم حيات أبدا ما زال قولهم أيا عيدوكم أنكم إذا ميتم وكنتم ثرابا وعظاما أنكم مخرجون يعيدكم صالح أوهود بهذا الوعد أي يعيدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ثرابا وعظاما أنكم مخرجون أحياء كيف تقبلون هذه النظرية وتصدقونه وهكذا يركزون الإلحاد في نفوسهم والكفر بالله ولقائه حتى يستغلوهم ويمشوا وراءهم هذا أقوال الملأ ما هو أقوال العامة ولا بسقطع الناس هذا كلام الملأ الأعيان من أغنياء وأصحاب السلطان أي يعيدكم هذا الاستفاء الاستفاء من كاري أي يعيدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ثرابا وعظاما كما هو الواقع أنكم مخرجون أحياء هكذا يعلمونه وهذا الكلام يقول الملاحدة والله الآن الملاحدة في العالم بأسر الذين لا ينب بالله ولا باللقائه يضحكون ويصخون كيف العظام هذه تعود إنسان كما كان نظرية واحدة ولكن العماء الذي أوجدكم في هذا القول يوجدكم في قول آخر بأي واسطة بأي سبب ألستم موجودين من أوجدكم أما مضى عنكم زمان غير موجودين ولا لا ثم وجدتم ثم لا في زمان والله ما يبقى منكم أحد لماذا إذا تقول لماذا يوجدون أو كيف يوجدون في المستقبل نظرية باطلة سخيفة لا قيمة لها لكن كيف يصيطون على العوام ويجذبونهم إليهم بهذه الأساليب الماكرة أعيدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ثرابا وعظاما أنكم مخرجون يعني من قبولك محياء هيهات هيهات بعد بعدا كبيرا مستحيلا كيف تعودون أولي قوم هود أظن أقوى من قوم صالح جبابر هيهات 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 بعدا 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 كبيرا هذا الذي يقول كيف تعودون أحيا بعد موتكم ومعنى هذا لا تخافوا هودا ولا تمشوا وراءه ابقوا على ما أنتم عليه على دين أجدادكم وأبائكم ما زالوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما هي إلا هذه حياتنا الدنيا هذه نموت نحيا هكذا نموت ونحيا وإلا لا يعني نكون غير موجودين ثم نوجد وما نحن بمبعوث أبدا لا يبعثنا باعث ولا يحينا ولا ولا أحد ما هي إلا هذه كنا أموات حيين ثم نموت إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ليس معنى نحيا بعد الموت هذا هم يكذبون به وينكرونه بدليل وما نحن بمبعوثينا من قبور نحيا نموت أي نكون أمواتا ثم يحيينا أو نكون نموت بأنفسنا ونحيا بأنفسنا ما يذكرنا الله عز وجل نموت ونحيا كيف تموت وحدك وتحيا وحدك جرب موت غمر عنيك وموت ما تستطيع ولكن الشيطان أبو مرى هو الذي يلقي في نفوسهم هذه الأباطل ويحملهم على التبجح بها والنطق بها إن هي إلا حياة أي ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وأخيرا إن هو إلا رجل افتر على الله كذبا هود أو صالح ما هو إلا رجل فقط ما أو ملك افتر على الله كذب على الله وأخبر عن الله بأخبار ما قالها الله وليا عند الله عجب هؤلاء وما نحن له بمؤمنين أبدا لا نتبع ولا ننب برسالة ولا بدعوته قال رب انصرني بما كذبون كما قالها قبله من نوح عليه السلام ماذا هوددا ربي انصرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحن نادمين عما قليل من الزمن فترى لعله ثلاثة أيام أربع أيام إذا كانوا قوم صالح أو سبع أيام سبع ليالي ثم أيام إذا كانوا قوم هود قال عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلنا مغثاء فبعدا لقوم الظالمين ثم أنشنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة نصر كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم حاديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون عجب هذا القرآن أسمعكم الآيات مرة ثانية ثم أنشأنا من بعدهم من بعد قوم نوح ولله قارنا آخرين أمة قوم آخرين لفظوا القرن يطلق على ميات سنة وأهل القرن يطلق عليهم لفظ القرن فأرسلنا فيهم رسولا منهم عرفنا أن الرسول إما أن يكون هودا أو يكون صالحا ولا حرش لأن الله ما سماهنا وأرسل هودا وأرسل صالحا إلا أن هود أولا لما دمر الله عاد نازح المؤمنون من الجنوب إلى الشمال وتكوت له أم ودولة في مدايا صالح ثم أنشأنا من بعدهم قارنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم عرفتم فيهم ومنهم ليس من قوم آخرين أو أم وأخا منهم وفيهم بما أرسل الرسول بكلمة أعبدوا الله أطيعوا فيما يأمركم ويناكم أدعوا توكلوا عليه استغيثوا به ارهبوا وخافوا إذ لا يوجد لكم إله غيره والله لا إله غير الله أفلا تتقون عذاب الله وغضب وسخط عليكم وأنتم مصيرون على عبادة غيره معرضون على عصيانه ليما فبما أجابوا من الذي أجاب فقارا وعيا الملأ وقال الملأ من قومه الذين كفوا وكذبوا لو كانوا مؤمنين وما كذبوا يقولون بالحق والخير وإن كانوا أغنياء أو أشراف أو سادة لكن العل كفروا وكذبوا بلقاء إلى آخر وأترفناهم في الحياة الدنيا لما قال تعالى وأترفناهم ويذكر عل لكفرهم وتكذيبهم وعنادهم وإلى لا فلهذا نحذ من الترف أغناك الله كل كما يأكل المؤمنون والبس كما يلبس المؤمنون وركب كما يركبون وحضر الترف فإنه يحمل القلب على القسي والعصيان والعياذ بالله وهذا أمر مفروغ منه لا جدال فيه وأترفناهم في الحياة الدنيا ماذا قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون كيف تطيعونه كيف تستجيبون له كيف تتركون آلهتكم وعبادة آبائكم وأجدادكم ما هو ملك هذا رجل مثلكم فقط يشرب مما تشربون وأخيرا ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذن لخاسرون هذا خطيبهم ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذن لخاسرون لستم بأحياء ولا بأفراد ولا بصالحين أبدا تخصيون حياتكم كل عام أيعيدكم الاستفهام ينكر على هود أو صالح أيعيدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وحظاما أنكم مخرجون من قبولكم أحياء يعيدكم بهذا كيف تصدقون وتقبلون منه ثم قال هيهات هيهات بعد بعدا كبيرا لما توعدون الذي يعيدكم به ما يكون ولن يكون هذا من المستحيل كيف تحيون بعد موتكم وتحاسبون وتجزون هيهات هيهات لما توعدون إن هي أي ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين أبدا إن نكون أموت فنحيا وبعد ذلك نموت ولن نبعث بحال من الأحوال وأخيرا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا هود أو صالح ما هو إلا رجل كذب على الله ما بعثه الله ولا أفزله ولا أوحي إليه فقط نظرية هذه إلا رجل افترى على الله كذبا أيضا يكذب على الله ويقول قال الله قال الله والله ما قال وما نحن له بمؤمنين أبدا لا نصدقه ولا نمشي وراءه ماذا فعل هود وصالح وفع يده إلى الله رب صني بما كذبون ظهر الآيات هذه المباركة هيا نسمعكم شرحها من الكتاب أيضا هذه بداية قصة هود عليه السلام عرفتم هذه بداية قصة هود عليه السلام بعد قصة نوع عليه السلام أيضا فقال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم أي خلقا وأوجدنا أي خلقنا وأوجدنا من بعد قوم نوح الهالكين قوما آخرين هم عاد قوم هود ولا بأس أن تقول صالح قوم ثمود لكن الذي تتبع قصص القرآن يجد التوطيب هو هذا نوح هود صالح ثم أنشأنا من بعدهم أي خلقنا وأوجدنا من بعد قوم نوح الهالكين قوما آخرين هم عاد قوم هود فأرسلنا فيهم رسول منهم هو هود عليه السلام بأن قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي اعبدوا الله بطاعته وإفراده بالعبادة إذ لا يوجد لكم إله غير الله تصح عبادته إذ الخالق لكم الرازق هو الله وحده فغيره لا يستحق العبادة بحال من الأحوال وقوله أفلا تتقون يحثهم على الخوف من الله ويأمرهم به قبل أن تنزل بهم العقوبة والعياذ بالله وقوله تعالى وقال ملأ من قومه الذين كفروا أي وقال أعيان البلاد وأشرافها من قوم هود ممن كفروا بالله ورسوله وكذبوا بالبعث والجزاء في الدار الآقرة وقد أترفهم الله تعالى بالمال وسعة الرزق فأسرفوا في الملاذ والشهوات قالوا وماذا قالوا وماذا قالوا قالوا ما أخبرنا تعالى به عنهم بقوله ما هذا إلا بشر مثلكم أي ما هذا الرسول إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه من أنواع الطعام ويشرب مما تشربون من ألوان الشراب أي فلا فرق بينكم وبينه فكيف ترضون بسيادته عليكم يأمركم وينهاكم وقالوا ولا إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خاسرون أي خاسرون حياتكم ومكانتكم إن أنتم أطعتم هذا الرجل وقالوا أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أي فنيتم وصعتم ترابا أنكم مخرجون أي أحيا من قبوركم وقالوا هيات هيات أي بعد بعدا كبيرا ما يعيدكم به هود إن ما هي ما يعيدكم به هود إنها ما هي إلا حياتنا الدنيا أي نموت 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 ونحيا جيل جيل يموت وجيل يحيا نموت ويحيا جيل يموت وجيل يحيا هذه اللطيفة لا بد منها نمو قالوا ماذا ما هي إلا حياة ندلنا نموت ونحيا معنى جيل يموت وجيل يحيا أنا قلت لكم نموت أي كنا أموات فحيين ثم نموت لكن التفسير الصواب هو هذا نموت ونحيا أي جيل يموت وجيل يحيا وهكذا بلا نهاية لأنهم ينفون البحث الآخر ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أي يموت الجيل الموجود ويأتي جيل بعده يموت الجيل ثم يأتي بعده ذلك جيل وصدق الله العظيم أين وما نحن بمبعوثين وقالوا إنه إلا رجل افترى على الله كذبة أي اختلاق الكذبة على الله وقال عنه أنه يبعثكم ويحاسبكم ويجزيكم بكسبكم وعملكم وقالوا ما نحن بمبعوثين هذه مقالتهم ذكرها تعالى عنهم وهي مصرحة بكفرهم وتكذيبهم وإلحادهم وما سيقول هود عليه السلام سياتي في الآيات بعد هذه والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد من هداية الآيات أولا بيان سنة الله تعالى في إرسال الرسل وما تبتدئ به دعوتهم وهو لا إله إلا الله في أول هداية الآيات بيان سنة الله في إرسال الرسل لماذا يوصلهم وإلى من يوصلهم وما هي المهمة التي يوصلهم بها وهي أن يقول للناس يعبدوا الله خالقكم وعزقكم ولا تعبدوا معه غيره وهذا بعد الإيمان الصادق ومن ثم يطيعون الله في أم ونهي فيسعدون ويكملون في الدنيا قبل الآخرة ثم يسعدون ويكملون في الآخرة فذه مهمة كل رسل يأتون إلى الناس يعلمونهم أن لهم خالقا وازقا هو الله يجب أن يعبدوه وحده وعبادته بطاعته فيما يأمو وينا وتلك الأوام كلها تكملهم وتسعدهم والنواهي كذلك تبعدهم عن الشقاء والخسران ذي سنة الله نعم قال ثانيا أهل الكفر لا يصدر عنهم إلا ما هو شر وباطل لفساد قلوبهم أهل أهل الكفر نعم لا يصدر عنهم أهل الكفر والشرك والظلم والخابة والشر والفساد كلهم والله ما يصدر عنهم إلا الباطل والشر والفساد لا يعول لا يعول لا يعول عليهم في شيء أبدا ذي سنة الله أهل الكفر أهل الشرك أهل الفزق ألف جو لا يعول عليهم في شيء أبدا إذا يقولون إلا الباطل والشر والفساد حفاظا على ما هم عليه ذي سنة الله عز وجل ثالثا الترف يسبب كثيرا من المفاسد والشرور ولهذا يجب أن يحذر بالاقتصاد نعم الترف يسبب الكثير من الفساد والشر من الظلم والخبث فلهذا يجب أن نحذر الترف وأن لا نرضاه لأنفسنا وأن لا نقره بيننا لأنه يسبب ماذا التمرض العسيان عن الله والخروج عن طاعة الله عز وجل وأترفناه في الحياة الدنيا نعم رابعا تقرير عقيدة البعث والجزاء وإثباتها وهي ما ينكره الملاحدة هروبا من الاستقامة في الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء أي الدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء لأهل الخير الجنة والنعيم ولأهل الشر النار والجعيم الآية قبر هذا وهذه الحقيقة كما علمنا أن الصور المكية كلها تعمل على هذه الحقيقة تقرير لا إله إلى الله محمد رسول الله والدار الآخرة حقا ليتم الجزاء فيها وبعد أن يتم العمل في هذه هذه الدار دار عمل خيرا أو شراء الدار الآخرة دار جزاء جهنم أو جنة حقيقة مسلما لا جدال فيها أبدا عند أولي البصار والنعى هذه الدار ما هي دار نوم دار راحة دار عمل والعمل إما أن يكون خيرا أو شر إما أن يكون طاعة لله ورسول أو معصي لله ورسوله والجزاء يتم هنا لا ما هي دار جزاء هذه أبدا اعملوا والجزاء يوم القيامة بعد الموت فأهل الإيمان وصالح الأعمال يدخلهم ربهم دار السلام في الملاكوث الأعلى وأهل الشرك والكفر والفسق والبجور أصحاب النفوس الخبيثة ينزلهم إلى أسفل سافلين في دركات الجحيم والعيان بالله قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله ولوالدين أجمعين إن قيل كيف قالوا نموت ونحيا وهم منكرون للبعث قيل في الجواب أولا إما أن يكون مرادهم نكون نطفا ميتا ثم نحيا فسر قوله تعالى ما حكاوا عنهم إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا ما معنى نموت ونحيا في هذا تفسيرات أو وجوه الوجه الأول أننا نكون نطفا ميتا ثم نحيا وهو واقع قطرة المني ميتة وإلا حيا ميتة ثم نحيا هذا وجه ثانيا إما أن يكون في الكلام تقديم وتأخير أي أو يصح أن يكون في كلام تقديم وتأخير والأصل إن هي إلى حياة الدنيا نحيا ونموت ولا بأس أيضا كقوله تعالى واسجدي واركعي كقوله تعالى واسجدي واركعي بدأ بماذا ولكن الاركع ليسوا أولا يجوز هذا أركعي واسجدي واركعي كذلك قالوا نموت ونحيا أي نحيا أولا ونموت ثانيا ثالثا ثالثا إما بموت الآباء وحياة الأبناء كذلك وهذه النظرية الأخيرة نموت ونحيا بمعنى نموت نحن ويحيي أبناؤنا يموت أبناؤنا ويحيي أحفادنا وهكذا ثلاث أوجه نعم خامسا وآخيرا قال تكأة عامة المشركين وهي كيف يكون الرسول رجلا من البشر تكأة التكأة التي يتكأ عليها تكأة عام المشركين هي ما نعود أحيا ولا نجزى ولا نحاسن التكأة ما يتكأ عليه هم يعتمدون على هذه النظرية كيف بعدما نصبح عظام ناخرة فالأرض تقول نحيا ونحاسب ونجزى هذه النظرية ما نقبلها لماذا حتى يبقى على فسطهم وكفرهم وفجورهم إلى اليوم تكأة تكأة عامة المشركين وهي كيف يكون الرسول رجلا من البشر وذلك دفعا للحق وعدم قبوله كذلك كلهم يقولوا كيف يكون الرجل رسولا كيف يكون البشر رسول لمن ما يكون ملك ما تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبح منادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات لهذه الآيات ارتباط بما سبقها لأن القائل رب انصرني بما كذبوني اسمعوا الآيات التي سبقت يقول تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قارنا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قارنا آخرين أي أناسا وأمما بعد قوم نوح فأرسلنا فيهم رسولا منهم والذي عليه الجمهور كما عليته أنه رهود عليه السلام فأرسلنا فيهم رسولا منهم يأمرهم ويقول لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فأجاب الملأ من أعيان البلاد وأشرافها وأغنيائها وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا بالمال وسعة الرزق قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون كيف تؤمنون برسالته ودعوته وتتركون ما عليه آباكم وإجدادكم وتمشون وراءه وقالوا ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون ذي كلمات الملأ أعيان البلاد المحافظين على الشرك والظلم وقالوا أيعيدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون والرسول كان يعيدهم بذلك بإذن الله إذ ما خلقنا لهذه الحياة إلا للعمل ولم نخلق للثاني إلا للجزاء هيئة هيئة لما تعدون هذا كلامهم عليهم لعاين الله إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وقد عرفتم معنى نموت ونحيا نحيا ونموت أو كن أمواتا نطفا نمحينا إن هو إلا رجل هذا الرسول الذي هوهود عليه السلام إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين هذا كلام القوم وفيه الدعوة إلى الإيمان في يوم القيامة والبحث الآخر وإلى لا لأن القوم كانوا منكرين للدار الآخرة لا يؤمنون بالبحث والجزاء من أجل أن يستمروا على الشر والباطل والخبث والفساد في هاري الحياة لو آمنوا بالجزاء فالدار الآخر والله ما يستمرون على الكفر والشرك والظلاء والظلم والفساد هنا قال ربي يا ربي من القائن ابن جرير الطبري يقول إنه صالح عليه السلام الجمهور من آل التفسير يقولون إنه هود وراجح أنه هود عليه السلام لماذا لأن الله لما ذكر قصص الأنبياء في سورة العراف بدأ بنوح وثن بهود ثم بصالح لما ذكر قصص القرآن في سورة هود عليه السلام بدأ بنوح ثم بهود ثم بصالح إلى غير ذلك وهو الواقع هو هذا نوح أولا بعدما أهلك الله قومه وجاء تجيال وأنشأ قوما آخرين وجدتهم عاد في الجنوب وابن جرير يرى أنه صالح لقول الله تعالى فأخذتهم الصيحة ولكن الجمهور يقولون الصيحة مع الرياح أخذهم الصيحة ورياح تغموهم فلا مانع أبدا ثم قوم صالح فأصبحوا في ديام جاثمين على الركب تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام فأصبحوا في ديام جاثمين أما أولئك شتتوا وتمزقوا وأصبحوا كالنخيل الميتة هنا وهناك إذن وإليكم ما قلته في الهامش أو في النهر الخير درج الجمهور من المفسرين على أن القصص المأذكور هناك ما هو في سائر الصور هو قصص رود عليه السلام وذهب ابن جريب وبعض آخر إلى أنه قصة صالح لقرينة فأخذتهم الصيحة وقال الجمهور يمكن أن تكون الصيحة ضمن عواصف الرح العقيم التي أرسلها تهالى على قوم هود فأخذتهم فهلكوا بها ورياح عصفت بهم فمزقت وشتتت شملهم وهذا هو كما علمتم إذن فقول تعالى قال ربي من هو القائل رهود عليه السلام يا ربي وقد علمت لماذا ما يقول يا ربي ربي فقط لأن النداء للبعيد يا إبراهيم أما إذا كان بين يديك تقول يا إبراهيم بين يديك عثمان تقول يا عثمان ولكن النداء بحرف نداء للبعيد والله عز وجل أقرب إلينا من حمل الويد فكيف أنه يقول يا رب ومن قال يا ربي له ذلك ولكن السؤال لما قال يا ربي لقربه منه قال ربي أنصني بما كذبوني بسبب تكذيبهم أنصني عليهم أهلكم ودمهم وأبقني وأنا والمؤمنين صالحين فأجابه رب تبارك وتعالى بقوله عما قليل فترة من الزمن ما هي بعيدة لا يصبحن نادمين ونعم أصبحوا نادمين إذ أرسل عليهم رياحا عاصفا سبع ليالي وثمانة أيام وقرأوا الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود وعادوا بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاد نخي قاوية فهل ترى لهم باقية اللهم لا قال تعالى فأخذتهم الصيحة فأهلكهم الله فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلتهم فجعلناهم غثاء والغثاء لما يسيل السيل يجمع الحطب والعيدان والأخشاب والنبات اليابس مجموعة ذلكم هو الغثاء أصبحوا كذلك كغثاء السيل ما أنهم جبابرة طغاة طول الرجل منهم ستون دراعا كما كان آدم عليه السلام فأخذتهم الصيحة قلنا كما قال أهل العلم أنواد من الصيحة صيحة مع العواصف أخذتهم بالحق لأنهم مستحقون لتلك الصيحة ليهلكهم الله ويدمرهم لعنادهم وكفرهم وتكذيبهم لرسول الله ومحابة لدين الله قال تعالى قال تعالى فَجَعَلْنَا هُمْ غُثَاءَ غُثَاءَ كَغُثَاءَ السَّيْنِ غُثَاءً فَبُعدًا لِلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ دعا عليهم بُعدًا لِلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ ونحن نقول دائما بعدا من القوم الظالمين اللهم أبعيدهم عنها ومن هم الظالمون أولا القاعدة التي عرفناها في اللغة الظلم وضع الشيء في غير موضعه والبشرية خلقت من أجل ماذا أسألكم بالله لأجل عبادة الله لو سألت الله يا ربي لما خلقتني الجواب ما هو لتعبدني خلقتك لعبادتي إذ قال تعالى في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إذن فإذا الإنسان لم يعبد الله عز وجل ولم يعبد غيره كالعلمانيين ظلم ظلم ربه الله خلقه ورزقه وحاطبه وأوجاد الحياة كله من أجله ولم يعبده ظلم وإلى لا أفضع ظلم هذا ثانيا إذا كان يعبد معه غيره الأصنام والله والعزاء وعيسى وأمه ومن يعبدون من دون الله وضعوا العبادة في غير موضعها العبادة وضعها الحقيقي تكون لله الخالق المدبر الحكيم أما غير الله من نبي أو ملك أو عبد صالح فلا حق له في تلك العبادة فصرفها له والله لظلم إذ الظلم وضعوا الشيء في غير موضعه فكل المشرقين كل الكافرين ظالمون كل من أعرض عن ذكر الله وشكره ظالم إذ علة الحياة وسير الوجود أن يذكر الله ويشكره تحت عنوان عبادة فبعدا للقوم الظالمين أي هلاكا لهم وبعدا ثم قال تعالى بعد أن بين لنا ما تم الإعاد مع نبيها هود عليه السلام وهو الدماء والخرب ونجاة هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين أنشأنا من بعدهم أمم أخرى غير التي هلكت منها قوم ثمود لعلمنا اليقين أن عادا كانت في الجنوب في حضر موت وما حواليها فلما أهلكهم الله المؤمنون خرجوا من هناك اتجهوا شمالا منهم من نزل بمكة ومنهم من نزلوا بمدائن صالح وتكونت هناك جماعة أم دولا وأصبحوا أقوياء جبابرا وهم قوم صالح فمن ثم أرسل إليهم صالحا أرسلوا فيهم ومنهم ليعلمهم كيف يعبدون الله فآفضوا عبادة الله وكفروا بها فأخذتهم مصطيحا فدمعوا هلكم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين عرفنا القرن مئة سنة وإلا الذين يوجدون في القرن يقال فيهم قرن وقرون أمم قوم صالح قوم إبراهيم قوم نوت قوم سرود قوم شعيب أقوام ثم قال تعالى مقرر هذه الحقيقة ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون كتاب المقادر اللوح المحفوظ كتب الله فيه كل ما أراد أن يخلقه ويوجده في الكون ولا عجب هذا كما علمتم المهندس المعماري يضع بين يديه طاولة فوقها ورقة ويكتب ما شاء من عمارات ومن دور ومن أسواق ومن مدن على ورقة ولقدرته المالية ينفي ذلك كما أرسم ولا يتخلف شيء فالله تبارك وتعالى أول ما خلق خلق القلم وقال اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم الديل فما من شعب ولا أمة ولا جيل ولا قوم ولا قان إلا وهم مكتوبون بداية إلى نهاية متى يوجد ومتى يعدمون ولا ينفن أن يتخلف ما كتب الله بدقيقة ولا يتقدم بأخرى لا يستقدمون ساعة ولا يستطيعون أبدا إذا كان يقع التقديم والتخري يضطر بالعالم ويهلك ما تنتظم الحياة عشرات الآلاف من السنين لكانت خاربت وانتهت لكن ما دام النظام الدقيق العجيب إذن تمشي الحياة بنظامها إلى آخر ساعة من حياتها ما تسبق من أمة أجلها المؤجل لها والموقعة المعدد باللحظة وما يستأخرون كذلك لا تستقدم ولا تستأخر أمة ظالمة استوجبت العذاب ما تقول لما ما نزل العذاب الآن أو أمس أو العام الماضي لأن العذاب مؤجل بوقت محدد لا بد وأن يتم الموعد هكذا يقول تعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون عنه أي أنعجل أجلها ثم يقول تعالى علم آخر ثم أرسلنا رسلنا تترى أرسلنا رسلنا تترى أن يتبعوا بعضها بعضا نوح هود صالح براهيم شعيب نوص هكذا آخر محمد موسى موسى هار داود سليمان عيسى آخر محمد صلى الله وسلم ثم أرسلنا رسلنا تترى ما معنى تترى يتبعوا بعضها بعضا جيل بعد جيل ثم أرسلنا رسلنا تترى اسمع كلما جاء أمة رسوله يكذبه كلما جاء أمة من الأمم رسوله كذبه ولا عجب ما كذب الناس محمدا حتى تشك في السابقين كلما جاء أمة رسوله كذبه فالآن من الصين اللي يباني الماريكان كلهم أغلبهم يعلم أن محمد رسول الله وأن رسول الله وأن الإسلام دين الحق ولكن لا يستجيبون حفاظ على دنياهم وباطلهم وشعرهم كالأولين قل من لم يعرف نادر وخاصة في هذه السنين التي انتشر العلم في العالم فقبل هذا بلغهم أصحاب رسول الله الدعوة ورفضوها كلما جاء أمة رسوله وكذبوه إذن فأتبعنا بعضهم بعضا وجعناهم أحاديث الأحاديث جموا حدوثا ما يتحدث بين الناس ويتهكمون ويخبيون بأحداثهم فجعناهم أحاديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون دعوة هذه وإلى بعدا لقوم لا يؤمنون إلى يوم القيامة ما من قوم على أفراد لا يؤمن بعدا لهم وسرقا لأنهم كفأوا بخالقهم وعبدوا غيره لما لا يستحقون البعد في جهنم اسمعوا الآيات مرة ثانية قال رب صني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحنا نادمين فأخذتم والصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمجلها وما يستخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة الرسول وكذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم حاديث لمن يأتي بعدهم بعد أهلاك أيام فبعدا لقوم لا يؤمنون وإليكم شرح الآيات من الكتاب تأملوها قال معنى الآيات هذا ما قاله هود عليه السلام بعد الذي ذكر تعالى من أقوال قومه الكافرين ماذا قال نوح هود قال ربي أي ربي أنصوني بما كذبوني أي بسبب تكذيبهم وردهم دعوتي وإصرارهم على الكفر بك وعبادتي غيرك فأجابه رب تبارك وتعالى بقوله عما قليل لا يصبحن نادم أجابه إلى لا عما قليل من الزمن لا يصبحن وربنا والله نادمين أي بعد قليل من الوقت وعزتنا وجلالنا لا يصبحن نادمين أي لا يصحرن نادمين على كفرهم بي وإشراكهم في عبادتي وتكذيبهم إياك ولم يمضي إلا قليل زمن ولم يمضي إلا قليل من الزمن حتى أخذتم الصيحة صيحة الهلاك ضمن ريح صاصر في أيام نحسات فإذا هم غثاء كغثاء السيل لا حياة فيهم ولا فائدة ترجى منهم كالغثاء فبعدا للقوم الظالمين أي هلاكا للظالمين بالشرك والتكذيب والمعاصي بعدا لمن للظالمين وإلى لا بماذا فلموا بشركهم وتكذيبهم وبعصيانهم لله ورسوله وقوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قولا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قولنا آخرين أي ثم أوجدنا بعد إهلاكنا عادا أهل قول آخرين كقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم الوطن وقوم شعيب عليهم السلام وقوله تعالى وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون أي إن كل أمة حكمنا بهلاكها لا يمكنها أن تسبق أجلها أي وقتها المحدود لها فتتقدمه كما لا يمكنها أن تتأخر عنه بحال من الحوال لما علمتم من دقة النظام وقوم وقوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أن يتبع بعضها بعضا كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا بالدمار والهلاك والخراب لأنهم كذبوا ثم أرسلنا رسلنا تترى أن يتبعوا بعضها بعضا كلما جاء أمة رسول وكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا أي في الهلاك فكلما هلكت أمة فكلما كذبت أمة رسولها ورفضت التوبة إلى الله ربها والإناب إليه تعالى أهلك ها وقوله تعالى وَجَعَنَّهُمْ أَحَاديثا أي لمن بعدهم يذكرون أحوالهم ويرون أخبارهم وما تم لهم وما كان فيهم فبعدا أي هلاكا منا فبعدا أي هلاكا منا لقوم لا يؤمنون في هذا تهديد قوي لقريش أي لكفر قريش المصر على الشرك والتكذيب والعنادة وقد مضت فيهم سنة الله فأهلك المجرمين منهم في بدر والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا استجابة الله دعوة المظلومين من عباده لا سيما إن كانوا عبادا صالحين أولا استفدنا من هذه الآيات استجابة دعوة الله من عباده المؤمنين إذا ظلموا أيما مومن أيما مومن أيما جماعة أمة ظلموا ورافعوا أيديهم إلى الله إلا إن تقم الله لهم من عدائهم استجابة الله عز وجل دعوة المظلومين من عباده وقد علمنا أن الرسول الكريم قال دعوة المظلوم لا ترد ليس بينها وبين الله عجاب دعوة المظلوم إذا ظلم أحد ظلم طغاث جباب أو ظلم ودع عليهم يهلكهم الله عز وجل فلهذا يحذر المؤمنون بعضهم بعضا من أن يعيش على الظلم نعم ثانيا الآجال للأفراد أو الأمم لا تتقدم ولا تتأخر سنة من سنن الله تعالى في خلقه الآجال للأفراد أو للجماعات أو للأمم وهي المواعيد الموقعة لا تتقدم ولا تتأخر لو تجتمع البشرية كله على أن تقتل رجلا لم يحن وقت قتله والله ما قدر ولا استطاع ولا أراد أن يبقوا على رجل حياته مهما بدلوا والله ما استطاع ما هي إلا المواعيد الإلهية الموقعة إذا دقت الساعة هلك العبد أحب الناس أم كره لا تشكن في مثل هذا أبدا وقد بينت لكم لو كان يجوز التقديم والتخير يضطر بالعالم عام عامين ألف سنة ويخرب كله لكن بنظام دقيق هذا يولد الليلة هذا يولد بعد غد هذا يموت غدا هذا بعد غد لا يمكن أن يختلط وبذلك تستمر الحياة إلى آخر أيامها نعم ثالثا تقرير حقيقة تاريخية علمية وهي أن الأمم السابقة كلها هلكت بتكذيبها وكفرها ولم ينج منها عند نزول العذاب بها إلا المؤمنون مع رسولهم هذه قاعدة كذلك عامة الأمم السابقة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل أمة تكذب رسولها وتكفو بدعوته يهلكها الله وينجي الرسول والمؤمنين معه وتم هذا مع كل الأنبياء والموسلين لما يوصل الله عز وجل الرسول إلى أمة إلى قوم يدعوهم إلى الله ليعبدوه وحده ويطيعوه في أمر ونهيه ليكمل ويسعدوا فإذا رفضوا وعاندوا يدمرهم بما شاء من أنواع الهلات والدمار ولم تنجو من هذا إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لحكم عالية ما هي هي أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر رسالة آخر رسول هو فإذا الأمة أخذها الله ما بقي من يعبد الله بعد ذلك انتهت فمن هنا يحفظ الله هذه الأمة ما يهلك وبالهلاك العام والدمار الكامل لتبقى الحج لله تعالى على الناس ومن هنا لا تزال طائفة من أمة محمد ظاهرين على الحق منصورين لا يضعهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي أمور الله وهم ظاهرون لتقوم الحج لله لو انتهى من يعف الله ما بقي أحد إما أن يبعث الله رسوله وإما أن لا يهلكه فإن أهلكهم ظلمهم وحاشئه أن يظلم فهمتم السبب فلهذا لا تزال طائفة من هذه الأمة تقل وتكتب بحسب القرون والظروف ظاهر منصورا حتى ياتي أمو الله ويوم القيامة وهم ظاهرون لتقوم الحج لله على البشرية لأنه لو مات العلماء والعارفون بالله وبقي الجهل العام الأجيال التي تأتي مع ذوها ما بلغتنا دعوة ما عرفنا كيف نعبد الله فمن هنا تبقى هذه الأمة رابعا وأخيرا كرامة هذه الأمة المحمدية أن الله تعالى لا يهلكها هلاكا عاما بل تبقى بقاء الحياة تقوم بها الحجة لله تعالى على الأمم والشعوب المعاصرة المعاصرة لها طيلة الحياة كما علمتم السر في بقاء هذه الأمة وإن وإن كفرت برسولها وحاربته وخرج عن طاعته كما هو مشاهد لكن الله رحمة بهم ما أهلكهم بالهلاك العام أبقاهم ليؤمن من يؤمن وليستمر على الكفر من يستمر حجة الله للبشرية أن رسالة محمد باقية هذا القرآن وهذه أحاديث الرسول وهؤلاء العالمون من الرجال والنساء وبذلك تقوم الحجة على كل إنسان عربيا كان أو عجميا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق الكريم في ذكر نبل من قصص الأولين للعظى بذلك والاعتبار ذكر قصة نوح ثم ذكر عاد ثم ذكر صالح والآن مع موسى وأخي هارون أين يوجد موسى وأخو هارون يوجدان في مصر وهما من بني إسرائيل من أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كيف نزلوا بالديارة المصرية علمنا الله في كتابه أن يوسف عليه السلام لما تمت تلك الأحداث له وانتقل إلى مصر وبيع فيها رقيقا ثم ساد وحكم وجاء إخوته ونزلوا معه وتوالدوا وأصبحوا جيلا هذا سبب وجود موسى وهارون في مصر يقول تعالى ثم أوسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين تذكرون الآيات التي أعطيها موسى وأنها تسع آيات كل واحدة تشهد أن لا إله إلى الله وأن موسى رسول الله تسع آيات جاء ذكر خمس منها أو ست في آية من صوات العاف إذ قال تعالى فآسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدام آيات مفصلات وآية العصاء التي تتزد كأنها جن وآية فلاق البحر فلقتين واليد التي تخل بيضاء من غير السور ونعم وانفجار الحجر بالماء تسع آيات تدل على أن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه هارون من سأل له النبوة فأعطيها موسى فكان موقفون عجبا يسأل لأخيه النبوة ما حدث هذا في البشرية واستجاب الله له فأرسل معي أخي هارون فنبأه الله وأرسله معه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شتد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكر كثيرا أعيد أعيد كي نسبحك كثيرا ونذكر كثيرا هذا مقابل أن يجعل أخاه نبيا ويسله معه من هنا عرفنا أن علة الحياة سر هذا الوجود أن يذكر الله ويشكره فلهذا ينبغي أن لا نفتر أبدا مسبحين ذاكرين طول الليل والنهار ذا سر حياتنا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي من أجل أن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أعرفتم هذه نعمل ما استطعنا أن نقضي جل أوقاتنا في ذكر الله وتسبحه سواء كنا نسوق الصيارة أو المسحات في يدينا أو القلم في يدينا أو نحن في مجلس كذا لا بد من ذكر الله ثم أرسلنا موسى وأخار هارون بآياتنا والسلطان المبين والسلطان المبين الحج القوية وهي تلك الآيات أرسلناهم إلى من؟ إلى فرعون وملئه ما المراد من الملأ؟ الذين يملؤون العين إن نظرت لهم وهم أعيان البلاد ورجالها وأغنياؤها ومسؤولها هم الذين يملؤون العين الملأ وملأوا فرعون كلهم جهلا فسق فجاء كفار إلا من تاب الله عليهم وهم السحر فماتوا مؤمنين مسلمين لما كان ذلك الموقف العظيم أو المباراة التي لم ترى الدنيا مباراة مثلها أبدا إذ جمع فرعون كل السحر من الإقليم المصري من شرقه وغربه وشماله وجنوبه وأحضرهم في سحر عظيمة وحضرت الأمة وبرز موسى بالعصار فابتلعت كل السحر فإذا بالسحر خروا ساجدين آمنا بالله رب العالمين وقتلهم فرعون ولكن قتل ماذا أراحهم في دار السلام في الجنة إلى فرعون وملأه فاستكبروا انظر إلى الاستكبار والكبر يمنع من قبول الحق كيف هذا الرجل يتيم عاش بيننا كذا يصبح سيدا لنا ورئيسا بيننا ما نقبل هذا فاستكبروا كيف نمشي وراء موسى واقيه وهما ممن ممن هم أذلا عندنا مستعبدين مستغلين كيف يصبح بين أيدينا نمشي وراءه فاستكبروا وكانوا قوما عالين متكبرين عالين ما استطاعوا ان يؤمنوا برسالة موسى وانه رسول الله وان يعبدوا الله وحده ولا شريك لا وان يرسلوا مع موسى بني إسرائيل إلى أرض القدس الذي حملهم على الكفر والكبر والاستكباه هو الكبر والعياذ بالله فاستكبروا وكانوا قوما عالين قال تعالى قال تعالى فقالوا أن أؤمن لبشرين مثلنا من القائل هذا فرعون وملأه متعجبين كيف نؤمن لبشرين ما هو ملكين لبشرين مثلنا في بشريتنا نأكل ونشرب وننام ونستيقظ كيف وزيادة على هذا قومهما أباهم أجدادهم عابدوننا خدم عندنا كيف نتبعهم ونمشي وراهم ونقبل هذه الدعوة وقومهما لنا عابدون لأن الجالية الإسرائيلية في تلك الدهاء مستغلة مستعمى مستعبدا كما هو الواقع وقد حدث أن فرعون رأى رؤيا فقال له الكهنة والمسؤولون هذه سلطان دولتك يزول على يد واحد من بني إسرائيل فتصرف كيف تتصرف فأصدر قانون بقتل أولاد بني إسرائيل الذكور إذا ولدت المرى ذكرا يقتل على الفر وإذا ولدت أنثى يترك ثم مضت سنون وقلت اليد العاملة فقال الخبراء والمسؤولون هذه الطريقة تؤثر على البلاد نعدم اليد العاملة فماذا قال اعفوا عن الذكور عام واقتلوهم عام وتدبير الله العام عام العفو ولد فيه هارون قبل موسى وعام المؤاخذ والقتل ولد موسى ودبر الله له النجاة ونجاء هذا مفصل في صورة القصص غاية التفصيل وقومهما لنا عابدون خادمون أذي لا تعتنا فكيف نمشي وراءهما ونؤمن برسالتهما من لن يكون هذا أبدا وقالوا هذا لأنهم يساقون بقضاء الله وقدره إلى الهلاك والدمار في الدنيا والآخرة قال تعالى فكذبوهما أي كذب فرعون وملأوه كذب موسى وهارون في رسالتهما ودعوتهما إلى أن لا إله إلا الله وأنهما رسول الله وأن يبعث بهما بني إسرائيل إلى الديار القدسية فكذبوهما فكانوا من المهلكين والله لقد غرقوا عن آخر حتى إن فرعون غرق غرقا عجبا لما عم الطوفان الديار المصرية كاملة فرعون باقي يتعنت حتى آذرك هرغا لما وصل الماء إلى عنقي وكاد يموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قال تعالى آل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك لتكون لمن خلفك آياء فنجاه الله ببدنه ما ضع بدنه في البحر بقي إلى الآن صورته موجودة بمسلم إذن فكذبوهما فكانوا من المهلكين المهلكين الذين أهلكهم الله بالغرق فغرقوا أجمعين ثم قال تعالى ولقد وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَأَتِنَا مُوسَى مُوسَى أَخَأَهُ هَارُونَ إِجْعَلْ لَنَا كَذَلْكَ يَهْلِكَ مِنَ الْحُزْنِ وَالْكَرْبِ وَالْأَلَمُ والشاهد عندنا فلما ذهب إلى اللقاء ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة لأنه وعده ثلاثين يوما وإذا به يتناول شيء في فمه فيحتاج إلى أن يصومت عشرة أيام أخرى حتى يناجي الله بكلأب فم طيب ما فيه طعام إذن فكانت أربعين يوما فأعطاه التوراة وجاء بها إلى بني إسرائيل فلهذا قال تعالى وَلَقَدْ أَتِنَا مُوسَى الْكِتَابِ التوراة ولم يذكر هارون والعمل به والدعوة إليه موسى وهارون على حد سواء وَلَقَدْ أَتِنَا مُوسَى كِتَابَ لِمَاذَا لَلْعِلَّ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ أي لَعَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلِ يَهْتَدُونَ وَهْتَدَ الْبَعْضِ وَظَلَّ الْبَعْضِ أَكْثَرُهُمْ ضَلُّوا أَلَيْسُوا ظَالِّينَ الْيَوْمْ وَمِنْ قُرُونَ مَنْ حَارَبَ رَسُولَ اللَّهِ وَأَرَدَ قَتْلَهُ سِوَاهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذُونَ لَكِنْ مَا هَتَدَى إِلَّا الْقَلِيلِ مِنْهُمْ لَكِنْ اللَّهَ فَعَلَ مَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَفَعَلْ أَعْطَى موسى كِتَابَ رَجَاءَ أن يهتدي بني إسرائيل عليه فيعبدون الله وحده بما شرى فيكملون ويسعدون في الدنيا والآخر وإذا بهم يتعاطون السحة والتجيل والضلال والعياذ بالله وظلوا ثم قال تعالى وَجَعَنَّ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَا من هو ابن مريم هذا؟ هذا عيسى عيسى عليه السلام روح الله هذا عيسى هو ابن مريم لماذا ذكر مريم هنا؟ لأنها أيضا شاركت بهذه الآية العظيمة أنجبت عيسى بدون أب وصبرت على ما قيل فيها وما أثار حولها فهي حقا صديق هذه مريم عليه السلام ومريم بالعبرية خادمة الله ترجمة وخادمة الله معنى مريم خادمة الله إذن وَجَعَنَّ بْنَ مَرْيَمَ أَيْيْسَ وَأُمَّهُ آيَا مَنْ آيَاتِ نَدَّلْ على وجودنا على ألوهيتنا على قدرتنا على حكمتنا على رحمتنا على تدبيرنا لخلقنا فما لهم لا يؤمنون بالله ولا يعبدون الله ما لهم يشركون به سواه وهذه الآيات بين أعينهم عميان لا يبصرونها ولا ينظون إليها وَجَعَلْنَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَا وآوَيْنَاهُمَا إلى ربوة ذات قرار ومعين آوينا عيسى ووالدته لما ولد عيسى أشاع اليهود بأن مريم فجرت وعيسى بن زينة وصاحوا وتكلموا كما تعيفهم الآن في الإعلامات الهاجة والإثارة واضطهدوهما واضطرهما إلى الخروج من البديلة فآوَاهم الله تعالى في مدينة الرملة رب عالي أعلى البلاد كل قريب من السماء بالنسبة إلى تكالبلاد وفيها المياه جارية وفيها الفواكه والخضر كالجنة لما ضغطوا عليهما وعيرهما وقالوا 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 فالله عز وجل تدبر لهما فخرجا ونزل بهذه المدينة تسمى الرملة من أرض القدس فهذه منة الله عز وجل تقول وآويناهما إلى ربوة ذات قرار واستقرار ومعين ونجيناه من تلك الأباطيل والترهات والصياح واللجيج في مدينة قدس أو في نام وآويناهما إلى ربوة من ذات قرار ومعين والربوة والربوة المكان المرتفع العالي هذا وإليكم شرح الآيات في الكتاب معنى الآيات ما زال السياق الكريم في ذكر نوبا من قصص الأولين لماذا للعظى والاعتبار ولإقامة الحجة على مشرك قريش فالرسول الأمي يتلو هذا كلام ويقوله وتقول ماه برسول كيف ماه برسول من أين له هذا كلام كيف تلقاه ما هي كلمة ولا عشر ولا ألف كتاب كريم العجب كيف يكفر برسالة محمد صلى الله وقد كفر بذلك اليهود والنصار والمجلوس والمشركون إلا من رحم الله واللهم اجعلنا منهم فقال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخار هارون بآياتنا مصحوب معهم وسلطان مبين أي حجج قوية قاهرة أي بعد تلك الأمم الخالية الماضية في الزمن الأول أرسلنا موسى بن عمران وأخار هارون بسلطان مبين أي بحجج وبراهين بينا دالة على صدق موسى وما يدعو إليه من عبادة الله وتوحيده فيها والخروج ببني إسرائيل إلى الأرض المباركة أرض الشام أرسلناه إلى من؟ إلى فرعون ملك مصر يومئذ وملئه من أشراف قومه وعليتهم فاستكبروا فاستكبروا عن قبول دعوة حقي وكانوا عالين على أهل تلك البلاد قاهرين ظاهرين لها قاهرين لها مستبدين بها وقالوا أردا على دعوة موسى وهارون قالوا ما أخبر تعالى به في قوله فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون كيف هذا أنؤمن لبشرين موسى وهارون كلهم أكلهم بشرين هذا بشر وهذا بشر وقومهما لنا عابدون والحال هذه كيف نؤمن بهما أي قومهما لنا عابدون أي خاضعون مطيعون هكذا أعلنوا متعجبين من دعوة موسى وهارون إلى الإيمان برسالتهما فقالوا أنؤمن لبشر من مثلنا أي كيف يكون هذا أنتبع رجلين مثلنا فنصبح نأتمر بأمرهما وننتهي بنهيهما وكيف يتم ذلك وقومهما يعنون بني صيل لنا عابدون خاضعون أذل مطيعون لأمرنا ونهينا كيف يتم هذا كل هذا حتى لا يدخل الجنة كل هذا حتى يتم حكم الله بإغراقهم في الدنيا وبخزهم وعذابهم في الآخرة وإلا كيف يتبجعون بهذا كلام قال تعالى فكذبوهما أي كذبوا موسى وهارون النبيين الرسولين فكذبوهما فيما دعواهما إليه من أي شيء من الإيمان والتوحيد وإرسال بني إسرائيل معهما إلى أرض المعاد كذبوهما موسى وهارون في ماذا بالإيمان والتوحيد وإرسال بني إسرائيل إلى أرض القدس لأن رسالة موسى إلى فرعون أن يأمره بأن يعبد الله وحده وأن يأمر قومه بعبادة الله وحده ولا يستمر على الشرك ثم يرسل معه بني إسرائيل إلى أرض القدس قال فكذبوهما فيما دعواهما إليه من الإيمان والتوحيد وإرسال بني إسرائيل معهما إلى أرض المعاد فترتب على ذلك فترتب على تكذيبهم الرسول فترتب على تكذيبهم لرسول الله موسى وهارون هلاكهم فكانوا من الهالكين حيث أغرقهم الله أجمعين حيث أغرقهم الله أجمعين ما بقي منه محد وقوله تعالى ولقد آتنا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ويخبر تعالى أنه بعد إهلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل آتا أي أعطى موسى التورا من أجل هداية بني إسرائيل عليها لأنها تحمل النور والهداء كما أعطى ألعاب القرآن الكريم يحمل النور والهداء هل آمنوا نعم أكثرهم آمن والحمد لله لأنها تحمل النور والهداء هذه أياد الله أي نعمه على خلقه وآياته فيهم فسبحانه من إله عزيز رحيم فسبحانه من إله عزيز رحيم من يفعل هذا هذا الله عز وجل رحمة بعباده وقوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه أي جعل عيسى ووالدته مريم آية حيث خلق عيسى من غير أب فهي آية دال على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته وهذه موجب للإيمان به وعبادته وبتفعيده نذكر أن المخلوقات من البشر أربعة أصناف أولا آدم خلق بلا أم ولا أب هو الله العظيم صنعه الله وصوره ونفق فيه مروحي آدم بلا أب ولا أم حوى عليه السلام إمارة آدم جدتنا لها أب ولا أم لها إذ أخاجها الله من ظلع آدم الأيصر قال كوني فكانت فإذا بي إلى جنبه لها أب ولكن لها أم لا أم لها عيسى عليه السلام له أمه مريم خادمة الله ولكن والله لا أب له أنا وأنتم لنا أب ولنا أم هكذا خلق الله هذا تدبير الله عز وجل من يملك مع الله شيئا كل هذا يرغم أنوفنا في التراب أن نومنا أن الله موجود وأنه حي قيوم وأنه يجب أن يطاع وأننا مبعوثون بين يديه ليحاسبنا على هذا العمل ثم ليسعدنا أو يشقينا في دار النعيم أو دار الجحيم ذي خلاصة هذا نحن تكلمنا عن البشر ما تكلمنا عن الحيوانات ناقة الصالح تمخضها جبل فخرجت بأمر الله تعالى وقوله تعالى وَجَعَلْنَّ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ أي جعل عيسى ووالدته مريم آية حيث خلق عيسى من غير أب فهي آية دالة على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته وهذه موجبة موجبة الإيمان به وعبادته وتوحيده والتوكل عليه والإناب والتوبة إليه وقوله تعالى وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ ربوة ذات قرار ومأين أي أنزلنا مريم وولدها بعد اضطهاد اليهود لهما أنزلنهما مأين ربوة عالية صالحة للاستقرار عليها بها فاكهة وماء عذب جار إكرام الله تعالى له ولوالدته فسبحان المنعم على عباده المكرم لأوليائه ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا تقرير نبوة كل من موسى وأخيه هارون عليهم السلام من هداية هذه الآيات الست التي درسناها تقرير نبوة موسى وهارون والله إنهما لنبيان ورسولان هذا إخبار الله تعالى وإلى لا فموسى وهارون نبيان ورسولان من رسول الله وأنبياء آمن بذلك ثانيا التنديد بالاستكبار وأنه علة مانعة من قبول الحق هذه الحقيقة الآية من هدايتها التنديد بالاستكبار والعياذ بالله والكبر فإن المصابين بهذا المرض لا يخضعون لله ولا يذلون أبدا ولا يقتنعون أبدا ولو عرضت عليهم ما عرضت من الأدلة والبراهين مرض الكبر يحملهم على الاستمار على باطلهم وشرهم وفسادهم وفي الحديث إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر لأن هذا المثقال هذا القليل يمنعه أن يركع ويسجد لله رب العالمين ويعترف بحقوق الناس ويعطيها مومنا بها مصدقاء هذا القليل من الكبر صاحبه لن يدخل الجنة ففرعون وملأه ماذا حملهم على رد دعوة موسى وإرسال بني إسرائيل الكبر أنوم لبشرين مثلنا وقومهم لنا عابدون كيف يتم هذا هذا خرج من مصدر وهو الكبر في قلوبهم فلنحاول أن لا يوجد هذا المرض في قلوبنا أبدا نعم ثالثا مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته وذلك في إرسال الرسل بالآيات وفي إهلاك المكذبين مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته وربوبيتي وأولويتي تجلت في أنه يسل الرسل ويؤيدهم بالعلم والحكمة والسلطان المبين ليدعو الناس إلى أن يعبدوا الله فيكمل ويسعدوا لأن عبادة الله مفتاح السعادة والله العظيم من لم يعبد الله لأن يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة ويشيع الشرائع ويضع القوانين كل ذلك من أجل إكمال الناس ويسعدهم ليسعدوا في حياتهم الدنيا يعيشون أطهارا أصفياء كاملين ويسعدون في الدار الآخرة فإذا رفضوا دعوة الله وعرضوا عن كتابه وهديها لك كما نشاهد ونعرف رابعا وآخيرا آية ولادة عيسى من غير أب مقررة قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وبعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء فالذين يكذبون بالبعث الآخر فلينظوا فقط إلى عيسى عليه السلام وجد بدون أب من أوجده الله بكلمة كن وإلى لا إلى أن يعجز أن يخلقنا مرثان بكلمتكن والله ما يعجز فوجود عيسى بدون أب وجود آدم بدون أب ولهم وجود حوى بدون أم هذا يدل دلالة واضحة على أن الله قادر على أن يخلقنا من جديد كما شاء ومتى شاء وبذلك آمننا بلقاء الله والجزاء على كسبنا في دنيانا ولا نموت إن شاء الله إلا صالحين مستقيمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرة حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أحسن معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا هذا النداء صالح لأن يكون لعيسى عليه السلام لأن السياق في ما جاء عن عيسى إذ قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربه ذات قرار المعين وقلنا لهم كل من الطيبات ولكن اللفظ عام يشمل عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم وكل رسل إذ كل رسل أمرهم الله تعالى بأن يأكلوا من الطيبات المحللة وينتحكون المحرمات فهذا عام وإن كان السياق أنه عيسى عليه السلام يا أيها الرسل يا من أرسلناهم إلى عبيدنا ليعلموهم ولربوهم ولهذبوهم كلوا من الطيبات أي مما هو حلال طيب ليس بمحرم ولا بخبيث منتن هذا إرشاد الله وأمره ولازمه أننا نأكل حتى نعيش من عصى الله قال لا أأكل حتى أموت كفر اعتدوا العياذ بالله فلابدو أن يكون الأمر هنا للوجوب ولكن لا ينبغي أن نأكل من الخبايث أو من المحرمات كلوا من الطيبات هذا أولا وعملوا صالحا ثانيا لا تأكلون ولا تشعبون ثم تلهون وتلعبون وتعبثون لا الأكل والشعب من الطيبات لتقوية أبدانكم لتقوية أبدانكم ولبقاء حياتكم وكل ذلك سره وعلته أن تعبدوا الله عز وجل والعمل الصالح ما فرض الله من فرايب وأوجب من واجبات وبين رسولهم فضائل ونوافل وخيرات وقال لهم إني بما تعملون عليم فلهذا يصلح أن يكون الخطاب لكل الناس لكل المؤمنين وإني بما تعملون عليم فأجزيكم بعملكم من كان عملوا خيرا جزي أبل خير ومن كان عمله شررا جزي أبل الشر هذه عدالة الله وهذا حكمه وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس كلوا من الطيبات وعملوا صالحا كلوا من الطيبات وعملوا صالحا فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها غسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما وزغناكم أيها الناس كلوا من الطيبات فإن الله أمر فإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين فقال للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما وزغناكم هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أثناء هذه الخطبة أو هذا البيان ذكر الرجل أثعش أغبر يسافر في سبيل الله أثعش أغبر يرفع يديه للسماء يا رب يا رب يا رب ومطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك مرة ثانية بعدما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس يا أيها الناس كلوا من الطيبات وعملوا صالحا فإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما وزغناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أثعش أغبر من شدة السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب يسأل حاجاته فأنا يستجاب لذلك ومطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب لذلك ومعنى هذا يجب أن لا نأكل نقم محرمة ولا حبة علب محرمة ولا تمر من التمر محرمة نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن وراءه نجري نمشي وراءه نأكل كما يأكل ونشرب كما يشرب فلا نحل ما حرم الله لا من طعام ولا شراب ولا من لباس ولا مركوب ولا سكن لأن هذا رجل الذي رفع يديه السماء مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام مركبه حرام ملبسه حرام وغذية في الصغرب الحرام أنا يستجاب لذلك كيف لا يستجاب يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فأجزيكم بكسبكم وعملكم لا يضيع أبدا شيء من عملكم افعلوا فقط ثم قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الإشارة بقوله أن هذه أمتكم أي ملتكم ودينكم وهذا قيل لعامة الرسول ولعيسى في السياق وإن هذه وقرأ وأن هذه أمتكم وأن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم ملتكم مل واحدة فلا اختلاف ولا فرق وأنا ربكم فاتقون وأنا سيدكم ومالك أمركم أنا خالقكم ورازقكم أنا موجدكم إذن فاتقوني لا تخرجوا عن طاتي لا تفسقوا عن أمري لا في ما أكل ولا مشرب ولا مركب ولا منكح ولا 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 لا حرام أبدا بيننا نعيش على الطيب مما حل الله سواء كان كافيا وغير كافي كيفما كانت الحال لأننا مؤمنون بالله ولقائه ومن هنا لا سرق ولا غش ولا خداع ولا ربا ولا كذب ولا زنا ولا 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 وهذا الذي ينبغي أن يكون في الدار الإسلامية ولكن جاهل الناس الطريق وما عرفوا وأضلتهم الشياطين فوقعوا في المحرمات فغرقوا فيها والعياذ بالله من ينجيهم والله فليتوب إليه وليطرحوا بين يديه ربنا اغفرنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ويكررون الدعاء والبكاء يستجيب الله لهم وهنا شيء آخر يجب أن نعرف ما أحل الله وما حرم من المهاكل من المشارب من الملابس من المراكب من المطاعم لابد من معرفته الحلال من الحرام والذي ما يميز بين الحلال والحرام هيهاتا هيهاتا أن يأكل الحرام فقط لابد وأن يأكل الحرام أن يأكل الحلال فقط بل ولابد أن يأكل الحرام مرة أخيرة لا بد من العلم بمعرفة ما يحب الله وما يكره وما أذن الله في فعله وما لم يأذن في فعله وما سمح بأكل وشعوب وما لم يسمح به العلم ضروري فكونك تدخل في الإسلام أو تكون ابن رجل مسلم أو مع مسلم ولا تعرف من الحلال والحرام شيئا أنالك أن تستقيم كيف تنجو وتسعد والطريق كما نكر لا بد من جلوسنا بين يدي أهل العلم لا بد من قرع أبوابهم لا بد من سؤالهم وهذا ابن عباس رضي العنو وهو غلام طفل يأتي إلى باب عمر أو أباب أبي بكر يستحي أن يقرح الباب حتى يسأله فينام على العتبة وتأتي ويحفت ذو عليها الطراب فإذا فتحوا ما وجدوا تعجب ما لك يا عبد الله لم تسأل لم تدخل بدون ما طال بعلم هيهاتا هيهاتا أن يأكل إسان الحلال فقط لا بد أن يقع في الحرام وإن هذه أمتكم أي ملتكم ملة واحدة لا ثانية لها وأنا ربكم فاتقون فتققعوا أما بينهم زبوا ملة الإسلام ملة واحدة من عهد آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي ما هي الإيمان بالله وبما أمرنا أن نوم به ثم طاعته فيما أمرنا بفعله وفيما نهان عن فعله ذا هو الإسلام ذي هي ملة الملة الحنيفية أن نومن بالله وبما أمرنا أن نومن به من الغيب والشهادة ثم نطيع فيما يأمرنا بفعله وفيما ينهان عن فعله ذي هي الطاعة هذا هو الإسلام هذه الملة ولكن يخبر تعالى أنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا أي كتبا كتبا الإنجيل الإنجيل الآن في خمسة ناجيل برنابا ولوقا ومرغس وخمس ناجيل بل حولوا إلى أكثر من ثلاثين إنجيل ثم استحوا خجل فجمعوا في خمسة ناجيل إذا والتوراة فعل فيها اليهود ما فعلوا حلفوا حلفوا نقصوا زادوا العجب ومن ثم تقطعت ملتهم وأمتهم وأخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افترق اليهود إلى احدى وسبعين فرقا وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقا وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقا وواقع ما أخبر به وهذا القطب في تفسيره في صورة الآل عمران تجد ثلاث وسبعين فرقا مكتوبة فرقا بعد أخرى وشاء الله عز وجل أن يلهم أحد الحاضرين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لما قال كلها فالنا إلا فرق واحدة في الجنة قام رجل قال من هي الفرق الناجية يا رسول الله فأجابه بقوله صلى الله عليه وسلم هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابه الفرقة الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقا هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله وسلم وأصحابه عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وقضاء وحكما فمن رأى نفسه مخالفا لرسول الله أو مخالفا لأصحابه فليعلم أنه من الفرقة لآلك ولن يارب الله هذا خبر الله عز وجل فتقطعوا أمهم أي دينهم بينهم زبرا كتبا كل طائفة لا كتاب لا مذب ولا كذا كل حزب بما لديهم فرحون طوايف اليهود ما هم بمجتمعين أبدا طوايف النصار ما هم بمجتمعين طوايف المسلمين ما هم بمجتمعين كل جماعة كل حزب كل كذا هو فرح بما عنده وما هو سبيل النجاة أولا الجماعة ووادى بنص الجماعة هم الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقائدهم كيف يؤمنون بالله كيف يؤمنون بالقضاء والقضاء كيف يؤمنون بالغيب كيف كيف على ما كان عليه رسول وأصحابه عبادتهم من وضوء إلى الصلاة إلى كل العبادات على ما كان عليه رسول الله يعبد الله بي وأصحابه القضاء والإحكام الشرعية كذلك بلا زيادة ولا نقصان هذه الفرقة الناجية ومع الأسف حتى الفرقة الناجية تفرقت إلى مذاهب إلى طرق إلى أحزاب إلى كتل إلى جماعات تتناحر وهذا كله حرام ولا يحل المسلمين أن يكونوا عليه فضلا عن الفرقة الضال ضلالا بين كالروافض والخوارج والجهمية والفلانيون لا تسعى عن هذا هذه الأمة المجتمعة متفرقة مع أن الفرقة في الفضائل والفروع لا تضر مثلا هذا هذا يقبض يديه هذا يصفل يديه ما يضر هذا لكن الفرقة التي في العقيدة وأصول الدين والقواعد والإحكام الشرعية التي تمزق الأمة وتبطلها هذا خبر الله عز وجل كيف نصنع والحمد لله وجد بيننا وبين المسلمين من لا ينتسبنا مذهب من المذاهب ولا إلى طريقة من الطرق لا يقول أنا قادري أو أنا علوي أو أنا بدوي أو بدري أو كذا أو كذا ولا يقول أنا مالكي ولا شافع ولا حنبل أنا مسلم فمن أراد أن نجات وأن يصدق عليه قول الرسول الفرق الناجية هم الذين يكونون على ماء عنه وأصحابه فليكن كذلك هل لأصحاب الرسول مذاهب متعددة مذهب أبي بك ومذهب عمار ومذهب عمار والله ما كان هل بينهم طرق طريقة عمار وطريقة عثمان وطريقة كذا والله ما كان طريقة واحدة ومن السهل ومن اليسر أنك تقول أنا مسلم وأدلوني كيف أعبد ربي كما عبده نبي صلى الله عليه وسلم في وضوئك في صلاتك في صيامك في غسلك في خراج زكاتك دائما تسأل كيف كان رسول الله وأصحابه والحمد لله هذا موجود ومن فضل الله تعالى أنه حافظ علينا القرآن الكريم لو حافظ لو حافظ التوراة أو الإنجيل لأهلها ما اقتسموها ولا مزقوها لكن الله وكل إليهم حفظها ووكل حفظ القرآن إليه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ لتبقى الحج قائمة إلى يوم القيامة فالاجتماع على كتاب الله في صدق وبيانات رسول الله في أحاديثه توضح الطريق وتبين سبيل النجاة والمسلمون يصبحون أم واحدا جماعة واحدة لا فرق ولا خلاف كلهم يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ولكن العدو المعبعن بالثالوث الأسود ما سمح للمسلمين مزقهم فرقهم شتتهم وأخيرا مزقهم دويلات هنا وهناك حتى لا تفعلهم راية ولا يكون لهم انتصار فعل العدو لكن نحن ماذا نصنع هيا بنا نطلب النجاة لأنفسنا إننا مقبلون على الله أليس كذلك ما ندي كم يوما نعيش أو كم ساعة أو كم شهنا أو عاما فهيبنا نصح عقيدتنا إذا قلنا لا إله إلى الله لا نسمح أبدا لأنفسنا أن نعبد غير الله لا بدعاء ولا باستغاثة ولا بدبح ولا بندو ولا بحلف ولا بخوف ولا رجاء أبدا ما لنا إلا الله وإذا قلنا محمد رسول الله لا نمشي إلا وآعة رسول الله نصلي كما يصلي وناكل كما يأكل ونمشي كما يمشي فنحقق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله ما نحن بفرق ولا طائف مسلمون مسلم جئني بكتاب الله وسنة رسول أنا معك علمني فقط أتبعك فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كتبا كل حزب بما لديهم فارحون أليس هذا الواقع كل جماعة فارحة بحزبها وما هي عليه حتى إن المسلمين لما تفرقوا إلى طوائف وكل طائفة معتزة بنفسها وتدعي كذا وتقول كذا حتى الطيق الخرافية والضلال كذلك حتى المذهب السليمة الصحيحة اعتزوا لها وحاربوا غيرها والعياذ بالله ماذا قال الرحمن جل جلال وعظم سلطانه فذرهم أتركهم يا رسولنا في غمراتهم في ضلالهم حتى حين يحين الأجل بالعذاب والنكال ماذا نصنع أتركهم في غمراتهم غمرات الضلال والجهل والكفر والفسر والبجوء أتركهم فيها إلى متى إلى حين حتى حين أي إلى وقت متى الله يعلمه وهو لا بد من اتيانه فالذين ما أرضوا ربهم عليهم وسخط وسخط الله عليهم طالت بهم الأيام وقصرت لا بد أن تنزل بهم نقمة الله وعذابه فذرهم يا رسولنا في غمرتهم حتى حين وقت ما والغمر عرفتهم وغمرة الماء غمرة الضلال والجهل والباطل والفسر والفجوء هذه غمرة أعظم غمرة ملك غمرة الماء فقط ثم قال تعالى أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِيْنَا نُسَائِعُ لَهُمْ فِي الْخَيَرَاتِ هذا الحسبان باطل 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 أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِيْ لأننا راضون عنهم وأننا فارحون بسلوكهم وباختلافهم وباطلهم وشعورهم لا بل نُسَائِعُ لَهُمْ فِي الْخَيَرَاتِ فقط يظنون أننا نُسَائِعُ لَهُمْ فِي الْخَيَرَاتِ لا بل لا يشعرون أَيَحْسَبُونَ أنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِيْنَ عند الأمم عند الشعوب عند الفيات عند الطوائف أموال وبنون وإلى لا كيف يظنون أن الله يُمِدُّهُمْ بِذَلِكَ يُسَائِعُ لَهُمْ فِي الْخَيَرَاتِ حباً فيهم وريضاً عنهم الجواب لا ولكنهم ما يشعرون فقط لو شعروا وعرفوا لعرفوا أن هذا المال وهذا الولد إنما هو امتحان واختباء وزيادة لهم في إغراق في الهلاك والضلال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحاً ونحن مأمورون بما أمر الله بها الرسل فلا نأكل إلا الحلالة ونعمل الصالحات التي بيّنها الله في كتابه ورسوله في سنته وإن هذه أمتكم أي ملتكم مل واحدة لا نتفترق ولا نختلف لا مذهبية ولا طائفية ولا حزبية ولا ولا مذهبنا واحد ملتنا واحدة عقيدتنا عقيدة رسوله واصحابه عبادتنا كعبادة رسوله واصحابه ما حرم الله ورسوله حرمناه وما أحل أهلناه كلمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني هيا نتقي ربي كيف نتقيه بالإيمان به وطاعته نحل ما أحل ونحرم ما حرم ننهض بما أوجب من واجبات ونتخل عما نهى من منهيات بهذا نتقيه أو كيف نتقيه بالجبال والقصور والحصون فتقطعوا مع الأسف أما هم بينهم كما هو الواق زبرا كل حزب بما لديهم فبحون مع الأسف كل جماعة وأنه على الحق وغيرها على الباطل لماذا ما نتراجع ويسأل بعضنا بعضا هيا نجتمع نحقق الحق ونبطن الباطل لا نحن على حق وهم على باطل إذن فذارهم في غامرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم بهم مال وبنين نساعرهم في الخيرات من أجل حبنا لهم وكرمتهم عندنا الجواب لا بل لا يشعون وإنما نمدهم ليزدادوا في ظلالهم وتغيالهم معاشر المستمعين إليكم شرح الآيات من الكتاب بعد أن أكرم الله تعالى عيسى ووالدته بما أكرمهما به من إيوائهما إلى ربوة ذات قرار ومعين هذا درسنا بالأمس عيسى كان يأكل من غزل أمه خاطب عيسى عبده ورسوله ورسوله قائلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أي الحلال فكان عيسى عليه السلام يأكل من غزل أمه أمه تغزل وكانت أمه تغزل وتبيع الغزل وياكل من الغزل سبحان الله العظيم لا حرام لا سوق ولا قيان ولا كذب ولا شحاذ ولا يا أكم من غزل أمه إذ كانت تغزل الصوفة بأجر فكان يأكلان من ذلك أكلا من الطيب كما أمرهم الله تعالى وقوله وعملوا صالحا كلوا من الحلال وعملوا صالحا وعملوا صالحا بأداء الفرائض ولإكثار من النوافل نوافل العبادات على اختلافها وقوله إني بما تعملون عليم فيه وعد بأن الله تعالى سيثيبهم على ما يعملون من الصالحات إني بما تعملون عليهم فيه وعد من الله بأنه سيثيبهم أي غيسى وأمه ومن تبعهم على ما يعملون من الصالحات وقوله تعالى وأن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أعلى ما هم أن ملتهم وهي الدين الإسلامي دين واحد فلا ينبغي الاختلاف فيه وأعلمهم أيضا أنه ربهم أي مالك أمرهم والحاكم عليهم فليتقوا بفعل ما أمرهم به وترك ما نهرهم عنه لينجو من عذابه ويضفر برحمته ودخول جنته الحمد لله وقوله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم أي دينهم زبرا كل حزب مما لديهم فرحون أي فرقوا دينهم فرقا فذهبت كل فرقا بقطع منه وقسموا الكتاب إلى كتب فهذه يهودية وهذه نصرانية واليهودية فرق والنصرانية فرق ولا والإنجيل أصبح أناجيلا متعددا وصارت كل جماعة فرحة بها فرحة بما عندها مصرورة به لا ترى الحق إلا فيه سبحان الله قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون الآن الدولات الإسلامية 44 دولة كل دولة فرحة بحكمها وسلطانها والله العظيم لما فرحوا كانوا يجتمعون فالروضة ويبايعون إمام المسلمين كيف يعيشون مفرقين كيف تفترق ملتهم تصبح مللاء كيف 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 وصدق الله العظيم كل حزب بما لديهم فرحون وهنا أمر الله ورسوله أن يتركهم في غمرت ضلالهم إلى حين أن ينزل بهم ما قضى بها الرب تعالى على أهل الاختلاف في دينه فذرهم في غمرتهم حتى الحين مرة ثانية وهنا أمر الله ورسوله أن يتركهم في غمرت ضلالاتهم إلى حين أن ينزل بهم ما قضى بها الرب وحكم على أهل الاختلاف في دينه فقال فذرهم في غمرتهم حتى حين إذ قال له في صورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست من في شيء إنما أمهم يا الله ثم ينبيهم ما كانوا يفعلون هكذا يقول تعالى لرسول إذا صرم إن الذين فرقوا دينهم طوائف ومذاهب وأحزاب وجماعات وكانوا شيعا كل جماعة تتشيع لمذهبها لست منهم في شيء يا رسولنا ونحن الآن لسنا في شيء من هذه الطوائف الفرق أبدا أمره من الله وفيه من التهديد ما فيه وهذا الذي نعاه تعالى على تلك الأمم قد وقعت فيه أمة الإسلام فاختلفوا في دينهم مذاهب وطواقا عديدا ويا للأسف وقد حلت بهم المحن ونزل بهم البلاء نتيجة ذلك الخلاف ما استعمروا ما استغلوا ما ذلوا ما أوهينوا ما مازال يهود يرحكون عليهم ويسخون منهم إلى الآن ما سبب هذه آل الخلاف فذلهم في غمطهم حتى حين في هذا من التهديد ما فيه وهذا الذي نعاه تعالى على تلك الأمم قد وقعت فيه والله أمة الإسلام فاختلف فاختلفوا في دينهم مذاهب وطرق العديد مئات الطرق ويا للأسف وقد حلت بهم المحن ونزل بهم البلاء نتيجة ذلك الخلاف وقوله تعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين مع اختلافهم والحرافهم مسارع لهم منها في الخيرات لا 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 بل ذلك استدراج لهم ليهلكوا ولكنهم لا يصعرون بذلك لشدة غفلتهم واستيلاء غمرة الضلال عليهم والعياذ بالله مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية الآيات أولا وجوب الأكل من الحلال ووجوب الشكر بالطاعة لله ورسوله وجوب الأكل من الحلال ووجوب الشكر ما تأكل تشبع ولا تقول الحمد لله ما تشعب المال برد ولا تقول الحمد لله ما تزلبس الثوب النظيف ولا تقول الحمد لله لابد من الشكر على النعمة وإلا أن تكافر لها يأكل يشرب يلبس يركب ما يقول الحمد لله لابد من الشكر فلهذا قال وعملوا صالحا ومن العمل الصالح شكر الله على آله وإنعامه أردت أن تركب السيارة بسم الله والحمد لله سبحان الله سخرنا لهذا وما كنا له مقرنين دخلت البيت ربي أنزلني منزل مباركا وأنت خير المنزلين سناوت الطعام بسم الله فرقت منه الحمد لله هذا شعارنا نحن أتباع النبي الناجين بحمد الله اسلام دين البشرية جمعا ولا يحل الاختلاف فيه بل يجب التمسك به وترك ما سواه هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها وقد آمنا بها وربنا يعلم ذلك أن الدين الإسلامي دين البشرية كلها أضيضها وأصفرها أولها وآخرها الدين الإسلامي دين الماركان واليابان والصين والروس والعالم يسمعوا دين المسلمين فقط ويجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام وأن يسلموا قلوب وجوهم لله لينجوا من عذابه فإن أصروا على الكفر والعياذ بالله فالجحيم مصيرهم وجهنم بئس القراء مقرهم لا نقول الإسلام خاص بنا الإسلام دين البشرية كلها وأن هذه أمة أمتكم واحدة أي ملتكم ملة واحدة نعم ثالثا حرمة الاختلاف في الدين وأنه سبب الكوارث والفتن والمحن حرمة لاختلاف الدين يجب أن لا نختلف في ديننا نوجع إلى الكتاب ستنا نجتمع مع العلماء نضرس هذه القضية حتى يزول خلاف ونجتمع ما نصير على الخلاف هذا له رأيه هذا مذهب وهذه طريقته هذا كله محرم ولا يجوز أبدا لأن إذا تنازلنا في شيء يجب أن نرده إلى الله الرسول حتى ينتهي النزاع حرمة الخلاف الدين وقد بينت لكم سبيل النجاة قول أنا مسلم لا تقول حنفي ولا أباضي ولا خارجي ولا شيء أنا مسلم عرفني كيف أحب ربي وبما أعبده قل لي قال الله قال رسوله فإن وثقت فيما تقول فعلت وإن شكرت انتقلت إلى غيرك وسألت أهل العلم حتى أثق فيما يقولون لي وإن كنت أحسن القراءة والكتاب والعلم أمام كتب الله المؤلف في تفسيره المؤلف في أحاديث رسوله واضح بين أعتقد وأعمل ولا حرج نعم رابعا وأخيرا إذا انحرفت الأمة عن دين الله ثم رزقت المال وسعة العيش كان ذلك استدراجا لها ولم يكن إكراما من الله لها ولم يكن إكراما من الله لها دالا على رضا ربها عنها بل ما هو إلا فتنة ليس غير هذه حقيقة يجب أن لا ننساها إذا نحن أكرمنا الله بالاستقلال بعد أن كنا مستعمارين مستغلين وأصبحنا دولات يجب أن نقيم دينه وأن نعيش على ما يحب وياكره أما أن نتمتع بالمال والسلطان والدولة وتتدفق علينا الأموال ونظن أن هذا إكرام الله لنا هذا والله ما هو إلا استدراج وإمهال وإمهال وليس به مال أما إذا كنا مستقيمين على دين الله ورازقا الله فهذا إنعام الله وإكرامه أما مع الانحراف والعوجاج والانكصار والفرق والضلال والفسق والفجوع مهما تدفقت الأموال وكثرت الخيارات ما هي برض الله وإنما هي استدراج من الله فقط يجب أن نشعر بهذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات إنه لما ذكر تعالى حال الذين فرقوا دينهم فذهبت كل فرق منهم بكتاب ومذهب ولا قبل إذ تقدم هذا في السياق السابق في الآيات التي تدارسناها بالأمس فتقطعوا أمره بينهم كل حزب بما لديهم في حولهم ذكر تعالى المؤمنين المتقين الموحدين المتحابين المتعاونين المجتمعين على الحق اللهم اجعلنا منهم هيا نستعرض صفاتهم وننظر أن نحن منهم نسأل الله في صدق أن نكون منهم فقال عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وصفهم بالخوف منه تعالى خايفون من عذاب الله من صخط الله من نقم الله فلهذا هم مشفقون وهذا الإشفاق لا يفارقهم والخوف ولا الإشفاق من الله عز وجل وذلك لإيمانهم ويقينهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ويصدقون ويوقنون وآيات الله كما عرفتم زادكم الله معرفة صنفاني آيات الكون وآيات القرآن التنزيل والآيات جمع آية والآية بمعنى العلامة الدال على الشيء الآية هي العلامة الدال على الشيء تقول لي أريد فلانا صف لي أعطني علامة تدلني عليه أقول طويل القامة ذي علامة وتسمى آية والذين هم بآيات ربهم القرآنية التنزيلية الحاوية للشرائع والأحكام الحاوية للهدايات الإلهية المبينة للفضائل الكمالات المبينة لمقام أهل المقام السامي الجنة دار النعيم المبينة لأهل العذاب عذابهم ومصيرهم هم بهذه الآيات مؤمنون يوقنون فيخرج من هؤلاء الكافرون الذين لا يؤمنون بلقاء الله ولا بآيات الله ولا بما عند الله ولا بما لدى الله عز وجل فهم إذا مؤمنون صادقون في إيمانهم إذا أولا هم خشد ربهم مشفقون ثانيا هم بآيات ربهم يؤمنون ثالثا والذين هم بربهم لا يشركون وهنا يجب أن نقف وقف متأملين ما معنى لا يشركون بربهم لا يشركون معه غيره في ماذا؟ في عباداته يعبدون الله وحده لا يشركون معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن الأشجار والأحجار والنباتات والسخور وهنا يجب أن نعرف الشرك فيما يكون في العبادة من العبادات التي تعبد الله بها الدعاء بل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وورد الدعاء مخ العبادة فليحي الحياة الإنسان إذا فقد مخه أو أي حيوان الدعاء هو العبادة فلهذا من سأل غير الله حاجته قال يا فلان عطيني فقد أشرك في عبادة ربه غيره أي ذلك المخلوق الذي قال أعطيني أو خذ بيدي أو فرج غمي نفس عني إذا أقبل على كائن سوى الله وقال أعطيني أو افعلني فقد أشرك في عبادة ربه والله العظيم وقد عم الجهل وغطى البلاد الإسلامية قونا فأصبح المسلمون يدعون غير الله تحت عنوان التوسل يا سيدي فلان أنا كذا يا مولاي فلان يا كذا يا كذا ويسألون حاجاتهم والله العظيم نساء ورجال بل ها أهل القرآن الحاملون له فسؤال غير الله إبرا فأقل من ذلك شرك في عبادة الله إذ لا نسأل حاجاتنا إلا من الله الذي يقضي على أن يعطينا ويملك أمرنا وتعبدنا بهذا الدعاء فكان عبادة له ارفع يديك إلى السماء يا رب يا رب لا يلومك أحد ولا يعيبك أحد لأنك رفعت كفيك إلى ربك أما تقول يا رسول الله أو يا حسين أو يا فاطمة أو يا عبد القادر أو يا مولاي إدريس أو يا سيد البدوي أو يا عدروس أو 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 فهذه والله شرك في عبادة الله وأهلها إن لم يتوبوا ويموتوا على التوحيد دخلوا النار وخلدوا فيها ولياروا بالله ثانيا النذر وقد تعبدنا الله تعالى به وجعلوا عبادة من عباداته وقرأوا ثناه على فاطمة وعلي يوفون بالنذر يوفون بالنذر الوفاء بالنذر عبادة فمن نذر لله نذر يجب أن يفي به كأن قال لله علي أن أتصدق الليل بذينار وجب عليه أن يفي لله علي أن أصوم غدا يجب أن يصوم لله علي أن لا أتأخر عن الصف الأول وجب أن يفي إذا نذر لله نذر في العبادات يجب أن يفي بنذره وهو إذا مرحوم مكرم عزيز لأنه يعبد الله عز وجل ومن نذر لغير الله يا سيد فلان إن تزوج ولدي أنا أذبح لك شاء يا مولاي فلان حصل كذا أنا أطعم كذا والله لا أشرك في عبادة ربه غير الله إذ نذر لغير الله والذبائح قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي إنا أعطناك الكوثة فصل لربك وانحر أي لربك فالذين يذبحون للجن والعفارة الموهومة يذبحون الأولياء للقبور هؤلاء والله أشركوا في عبادة ربهم تعالى غيره لا نذبح للجن من مظاهر الذبح إذا بنى بنايا وأراد أن ينزلها يقول نخشأ الجن يؤذونني في أهلي يأتي بشا يذبح على عتبة الباب ويلطخ العتبة بالدام وبعد ذلك يسكن هذا الذبح لمن للجن أو لله إن قلت لله نقول الله أمرك ما لله أمرك الله أن تذبح يوم العيد بسم الله في من ينكر عليك لكن عند النزول لهذا البيت تذبح شاء للجن وتقول خشية أن يذن في أهليه وقد رأيت هذا في المدينة بعيني بنا أحد الإخوان من جد بناء إلى جنب منزلنا لما فرغ البناء وجدت العامل فيها ذبح الشاء ويوزع في اللحم لطخ الدام لما قال أمرني المعلم عرفتم فالذبح ولو كان عصورا لغير الله تعالى شرك في عبادة الله عز وجل فلهذا أنتم براء من هذا ثالثا رابعا الحلف بغير الله شرك في عبادة الله لأن الحلف تعظيم للمحلوف به الحلف معناه تعظيم المحلوف به لمن العظم لله أليس الله أكبر الله الله أكبر فكيف ترفع مستوى عبد وتحلب به ليكون مثل الله أي توض آه أظهر من هذه في الشرك وحسب وحسبنا أن يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذ في سننه وهو الله لصحيح من حلف بغير الله فقد آشرك الرسول عليم وإلى لا لما تقلوا حق فلان وراس فلان والملح الذي بيننا واليوم كذا هذه كلها مظاهر الشرك في عبادة الله عز وجل تحت عنوان الحلف والعوام يحلفون حتى بط والملح الذي بيننا والعياذ بالله ما ترى كلام الشيطان بابا إلا غمزهم به هل الحاضرون أطهار عن قيام هذه ولا لا والذين هم بربهم لا يشركون لا مالكا مقرب ولا نبيا مرسل ولا عبدا صالحا فضلا عن غيرهما لا ننذر إلا لله نتخاطم مع ربي إن فعلت به كذا أفعل كذا يجب أن تفي بوعدك ونذرك لأن النذر له صورة ثاني احفظوا الصورة الأولى فقد تملقا وتزلفا إلى الله ما لك حاجة أبدا لك يا ربي أن نصوم غدا لك علي يا ربي أن أتصدق بنصف مالي وأنت لا تريد الله هذا النوع مفهوم وإلى لا النوع الثاني تقول ربي إن شفي ولدي من مرضه أدبح شالك هذا النذر أيضا مشروط وإلى لا مشروط ربي إن سخرت لي كذا أو يستر لي كذا أفعل لك كذا وكذا يجب أن تفي بندرك لله عز وجل النذر نوعان وإلى لا نوع مجرد تقرب إلى الله وتزلف تريد أن تحظى بالمنزل عنده لك يا ربي أن أصوم كل خميس يجب أن تفي بنذرك نذر مشروط بشرط ربي إن شفيت ولدي أفعل كذا وكذا إن رددت إلى أهلي أفعل كذا إن يسرت للزواج فازوجتني أصوم كذا وفعل كذا إن فعل الله ما طلبته وجب عليك أن تفي بندرك والذين هم بربهم تعالى لا يشركون أي بعبادته لا يشركون بعبادته لا يشركون في ربوبيته غيره فليس هناك في العوالم من يخلق ويرزق ويحي ويميت إلا الله لا يشركون في صفاته أبدا فيصفون المخلوقات بصفات ربي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لا يشركون في أسمائه لا يجوز أن تسمي ولدك العزيز أو الرحمن أو الرحيم أو القدوس أو السلام ما يجوز هذا وصف الله واسمه كيف تشركه غيره أما عبد العزيز عبد السلام عبد الرحمن نعم وإن قلت عزيز هكذا أو سلام لا بس ما هو آل العائد على الله عز وجل والذين هم بربهم لا يشركون هذه الثالثة أو الرابعة لولا إن الذين هم خشد ربهم مشفقون الثاني والذين هم بآية ربهم يمنون الثالثة والذين هم بربهم تعالى لا يشركون الخامسة الرابعة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل يؤتون يعطون ما أعطوا يخش بنصف ماله ووخايف أن لا يقبل منه ونفسه وجل يصوم يصلي يقوم للو وخايف يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل ما علة ذلك أنهم إلى ربهم راجعون اعتقادهم الجاذب بأنهم عائدون إلى الله راجعون إليه يجعلهم خائفين منه يعطي صدقته يصلي يصوم وهو خايف وجل وهو يتبجح فرح وهنا الصديق عائشة لها كلمة أسمعكم أموه أروا أروا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها من عائشة هذه أمنا رضي الله تعالى وأرضاء هذه حب رسول الله ذي بنت الصديقة رضي الله تعالى وأرضاء أعلمكم هذا حتى تحبوها لأن من يكره لن يدخل ذهب السلام روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل سألت الرسول عنها فقالت هم الذين يشربون الخم ويسرقون معنى يأتون ما يأتون وهم مشفقون هم الذين يشربون الخم ويسرقون قال لا يا بنت الصديق لا يا بنت الصديق ولكن هم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم آمين 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 أبشر يا عبد عزيز مرة ثانية أرى التمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم جنة لأنه الذي قرأت الذين يأتون ما آتوا قراءة أيضا والذين يأتون ما آتوا أهم أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكن هم الذين يصومون مثلكم ويتصدقون مثلكم وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسابعون في الخيرات اللهم جعلنا منهم والذين يؤتون ماتوا يعطون ما عطوا وقلوبهم وجل خائفا لأنهم إلى ربهم واجعون يقوم الليل وهو خائف يصوم وخائف يتصدق بماله وخائف ما يتبجح ولا ولا ذي صفات الكمال على الأقل لا تدري هل قبل منك هذا العمل أو لم يقبل على الأقل يكون هذا في نفسك صمت هل قبل الله صومي تصدقت هل قبل الله صدقاتي قمت ليل هل قبل الله قيامي تبقى دائما مع الله خائفا راجيا لأن الخوف ورجاء كجناحي العقاب بهما تطير إلى السماء فإن فقدت أحدهما هبطت لابد من الخوف ورجاء كجناحي الطير إذا قطع جناحه هبط وإلى لا هبط فالإنسان إذا منع الخوف من نفسه لا يقف فقط أنا راجي ربي أنا راجي رحمة الله كذا سوف يدخل للجنة سوف ينجيني كذا ولا يقف والله ما يستطيع أن يطير إلى السماء وإذا كان تمكن الخوف فقط ورجاء آيس يصلي يصوم ما يقبل مني آيس فهو كذلك هابط ما يستطيع أن يصلي لابد من الخوف ورجاء الخوف من الله ورجاء في الله عز وجل تعمل الصالحات وأنت خائف قد لا تقبل منك تعمل الصالح أن تعاجئ ثواب الله وجزاءه وإكرامه لك وإنعامه عليك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون إيمانهم بالدار الآخرة إيمانهم بالبعث والجزاء إيمانهم بالوقوف بين يدي الله يجعلهم يصومون ويصلون ويرابطون ويجاهدون وهم خائفون ولكن مع الخوف يا راجع لا خوف بدون يا راجع خامسا أولئك يسابعون في الخيرات وهم لها سابقون قالت قالت العلماء من المسابقة والمسابقات حضو الصلاة في أول وقتها الذين يصلون الصلاة في أول وقتها يدخلون ضمن هذه الصفة يسابعون في الخيرات الخيرات النوافل الفضائل معروفة وهم يسابعون فيها ويسابقون هذا شعارهم ذي صفتهم الخامسة والذي أولئك الذين يسابعون في الخيرات أما قوله تعالى وهم لا سابقون يحتمل وجهين صالحين الأول ما علمتم مصارع يسبقون الذين يسابقون سبقون الذين يسابعون في الخيرات يسبقون وإلا بخلاف المتباطئين كذلك الوجه الثاني هم لها سابقون أي للدار الجنة للدار الآخرة لنعيم الدار الآخرة وهم لها سابقون أيضا في كتاب المقادير في القضاء والقضاء وكتب الله أعمالهم مسبوقون بهذا الذي فعلوه وهو كذلك كل أعمالنا سبق أن كتبها الله وكانت قبل أن نكون هذه خمس صفات هيا نعيد تلاوتها ونتدبها نحن متصفون بها فإن وجدنا أنفسنا مقصرين في صيف نعمل من الليلة على أن نجد إن الذين هم من خشة ربهم مشبقون هذا موجود الحمد لله والذين هم بآيات ربهم يؤمنون قطعا لا تشكون في هذا والذين هم بربهم لا يشركون من كان يحلق بغير الله أو يسأل غير الله من الليلة يترك ذلك الشرك ويوحد ربه والحمد الله ما بيننا من يشرق بالله لأننا أهل علم والشرك يقع لأهل الجهل العالم ما يشرك والذين يتون يعطون ما طو وقلوبهم وجلع يتصدق بالصدق وهو خايف يقوم الليل وهو خايف يصوم النهر وهو خايف يجمع بين الخوف والرجاء أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسابعون في الخيرات اللهم اجعلنا منهم وهم لها سابقون في قضار الله وقدره وهم لها سابقون أولئك الذين لم يسابعوا ولم يسابقوا بشرى لهم والآن يقول تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها لما ذكر المسابقة والمنافسة في بعض الإخوان عاجزون أليس كذلك ما نستطيع نحصل على الصف الأول لماذا عاجز عن الصدق ما عنده ما يتصدق به عاجز عن الصيام ما استطيع لا الخميس ولا الاثنين فهل العاجز ونيته العمل الصالح يواخذ بعجزه الجواب لا إذ قال تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسع أنت المسابقة والمسا في حدود طاقتك وقدرتك أما العاجز يعفى عنه لعجزه إذ لا يكلف الله نفس من الأنفس إلا طاقته وقدرته دون الطاقة والقدرة ما يكلف ولا نكلف نفسا إلا وسعها الوسع الطاقة والاتساع القدرة بحسب قدرتها على العمل وهذا من فضل الله ورحمته بالمؤمنين أو المؤمنات ولا نكلف نفس إلا سعى ثالثا ثانيا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولدينا أي وعندنا من القائل هذا الله قال عندنا كتاب وهو ما تكتبه الملائكة الكرام الكاتبين هذا كتاب الذي ينطق بالحق ولا يكتفه إلا ما هو حق هذا عند الله عز وجل وبه يتم الجزاء والحساب وعندنا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون فلا تضاف إلى سيئاتك سيئة ولا تضاف سيئة ما عملتها ولا تفقد حسن من حسناتك بل يضاعفها ويزيد فيها وهم لا يظلمون الحمد لله هذه الآيات الأربعة والخمس آياتنا وإلا لا ماهل للمشركين والمختلفين والخارجين عن هدي الله ورسوله صحاب المذهب الهابطة والعتقادات الفاسدة ليسوا مع هؤلاء والله أبدا فالحمد لله نسمعكم شرح الآيات مرة ثانية من الكتاب لتزدادوا علما ويقينا معنى الآيات لما ذكر تعالى حال الذين فرقوا دينهم فذهبت كل فرق منهم بكتاب ومذهب ولقب ونعى عليهم ذلك التفرق وأمر رسوله أن يتركهم في غمرة خلافاتهم ويدعهم إلى حين ويتركهم إلى حين يلقون جزاءهم عاجلا أو آجلا لما قال تعالى هذا أثنى تبارك وتعالى على عباده المؤمنين من أهل الخشية لما ذكر حال الهالكين وما هم فيه من اليهود والنصار والطواف الهالكة ذكر إذن حال المؤمنين أهل الجنة قال أثنى تبارك وتعالى على عباده المؤمنين من أهل الخشية فقال وقوله الحق إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي من عذابه خائفون من الوقوف بين يديه فهذه صيفة لهم وأخرى والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي بحجج الله تعالى التي تضمنتها آياته يؤمنون أي يوقنون والثالثة والذين هم بربهم لا يشركون أي في ذاته ولا صفاته ولا عباداته فيعبدونه بما شرع لهم موحدينه في ذلك لا يشركون به غيرا ورابعة والذين يؤسون ما آتوا قلوبهم مجيلا أنهم إلى ربهم عاجعون أن يؤتون الزكاة وسائر الحقوق والواجبات وقلوبهم خائف من ربهم أن يكونوا قد قصروا فيما أوجب عليهم وخائف أن لا يقبل منهم عملهم وذلك ناجم وناتج لهم من قوة إيمانهم برجوعهم إلى ربهم ووقوفهم بين يديه ومساءلته لهم ومساءلاته لهم لما قدمت لما أخرت هذا لا بد منه وقوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون في هذه الآية بشرى لهم إذ أخبر تعالى أنهم يسارعون في الخيرات وأنهم سبق ذلك لهم في الأزل في كتاب القضاء والقضاء فهنيئا لهم وقوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعى فيه قبول عذري من بذل جهده في المسارع في الخيرات ولم يلحق بيضب غيره أعذره ربه فإنه لا خوف عليه ما دام قد بذل جهده إذ هو تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعى أي طاقتها وما يتسع له جهده وما يتسع له جهده وقوله ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون فيه وعد لأولئك المسارعين بالخيرات بأن أعمالهم مكتوبة لهم في كتاب ينطق بالحق لا يخفي حسن من حسناتهم ويستوفونها كاملا وفيه وعيد لأهل الشرك والمعاصي بأن أعمالهم عصا بأن أعمالهم محصاة عليهم قد ضمها كتاب صادق وسوف يجزون بها وهم لا يظلمون فلا تكتب عليهم سيئا لم يعملوها قط ولا يجزون إلا بما كانوا يكسبون فهمتم آيات الله والآن مع هدايتها بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا فضيلة الخشية والإيمان والتوحيد والتواضع والمراقبة لله تعالى فضيلة ماذا الخشية لله والخوف من الله والتوحيد والتواضع والمراقبة لله كل هذه فضائل فضمنت الآيات الأربعة نعم ثانيا بشرى الله بشرى من الله تعالى لأهل الإيمان والتقوى بشرى من الله تعالى لمن لأهل الإيمان والتقوى وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا معزنون من أولياء الله المؤمنون المتقون في الآيات بشرى لأولياء الله المؤمنين المتقين قال الشيخ في النهر يسارعون في الخيرات أي في الطاعات كي ينالوا بها أعلى الدرجات والغرفات ولم يقل يسارعون إلى الخيرات إذ هم في الخيرات لم يخرجوا من دائرتها أبدا لطيفة علمية ما قال يسارعون إلى الخيرات المفوض يقول يسارعون إلى الخيرات قال يسارعون في الخيرات معنى ما خرجوا عن دائرتها فهم في وسطها يسارعون لأنهم بعيدون عنها ثم يسارعون لها قال يسارعون في الخيرات ما قال يسارعون إلى الخيرات ثالثا تقرير قاعدة رفع الحراج في الدين تقرير قاعدة شرعية ربانية جاء بها الكتاب والسنة لا يختلف فيها عالمان من المؤمنين وهي أن الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا بقدر طاقته ما يزيد عن طاقة لا يكلفه عرفتم في أية عبادة رباط جهاد صدق قول صلاة صيام لا تكلف إلا في حدود قدرتك ما زاد عن ذلك لا تكلف به إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقته وقدرتها رابعا وآخيرا تقرير كتابة أعمال العباد وإحصاء أعمالهم ومجازاتهم بالعدل تقرير كتابة أعمال العباد أما تطرون قول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين من هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون فينا الليل والنهار يجتمعان في صلاة الصبح وصلاة العصر صلاة الصبح ينزل الملكان لتسجيل أعمالنا في النهار صلاة العصر يعوج اللذان كان معنا وينزل اثنين ليقومان الليل معنا أعمالنا أقوالنا كلها مدونة مكتوبة وتنطق وليس فيها أبدا زيادة ولا نقصان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون أحسنت ننتقل الآن إلى مكة المكرمة والرسول الكريم فيها والمشركون حوله والصراع دائر فقول ربنا تعالى بل قلوبهم في غمرة غمره الماغطة غمرة حب الدنيا غمرة الظلال غمرة الشرك والهيار بالله ما جعلتهم يصغون لكلام الرسول ويسمعونه بل قلوب في غمرة من هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله وسلم وهو لا إله إلا الله فلا يعبد إلا الله ولا تتاك عبادة بحال من الأحوال ولا يعبد إلا بما جاء به كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بل قلوب هؤلاء المشركين أبو جال عقب بن المعيط أبو لهب فلا فلان في غمرة من الظلال ضلال الكفر والشرك والخبث والشهر والفساد من هذا أيهاد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن وما يحويه وما يحمله من أنواع الهداء في غمرة ماصر أن يسمعوا القرآن أو يتذبأوه أو يفهموه ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أعمال الباطل والشر والفساد واللهو الباطل أعمال مشغولون بها فلهذا ما استطاعوا أن يصروا يسمعوا قراءة الرسول ودعوته وما يدعوهم إليه هذا واقعهم أخبر الله به كما هو ثم قال تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم المترفون أصحاب الترف في اللباس والمال والسكان والمركب كما عرفتم هذا وتكرر واحذروا من الترف ومن أنواعه أصحابها لا يكملون ولا يسعدون محن الترف أخذنا مترفيهم حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون كثيرا وعياذ بالله جأروا صاح 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 وتم هذا لهم مرتين مرة في بدر إذا أخذوا وخاص المترفين دمروا وهلكوا هناك وصرخ أخرى يوم ما دعا عليهم رسول صلما فأصابهم قحط وجدم سبع سنوات والله أكلوا كلابا وأكلوا الميتة وأكلوا النجاسات من شدة الجوة أخذهم أخذ عزيز مقتدر حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب عذاب الدنيا إذا هم يجأرون بأعلى أصواتهم يصرقون يا ويلهم يا ويلهم يقول تعالى لهم في تلك الساعة لا تجأوا اليوم إنكم منا لا تنصرون لأطف أصواتكم بالصياح والدعى والبكاء لا تسلمون ولا تنصرون لماذا يا أبي قال قد كانت آياتي تفلى عليكم من يتلوها من يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأصحابه قد كانت آياتي تتلى عليكم يعني آيات القرآن الكريم إذ كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلياذا سميت آية تتلى عليكم فكنتم على عقابكم تنكسرون العاقب للانتكاس أن يدبر يعطي ظهره ويمشي إذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سميوا مواعظه دعوتهم هذا يصنعون يدبرون على عقابهم وينتكسون هذا واقعهم كما هو يخبر تعالى به قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على عقابكم تنكسون مستكبرين به سامراً تهجعون تهجعون قراءتان ما معنى هذا كلام قوله تعالى قد كانت آيات تتلى عليكم يتلوها رسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بك أو بعض المؤمنين أوهم قليل فكنتم على عقابكم ما تسمعون ولا تقبلون على بل تدبرون وتتركون القاري يقرأ ذاك الإدبار ورجوع إلى الوراء معه استكبار مستكبرين ما هو إدبار ورجوع الوراء خوف أو كذلا من أجل الكبرياء والعنترية كيف نسمع لهذا الكلام كيف نجيبه ونمشي وراءه نحن أعلى من هذا وأكرم وأعز مستكبرين وقوله مستكبرين به يعني بالحام مكة البيت العتيق كان يقول نحن سكان الحام لن ينتصر علينا أحد لن يمسنا الله بسوء لن نبتل بعذاب ولا كذا هكذا كانوا يعتزون اعتزازا عجبا نحن سكان الحرم لو تشتمع الدنيا كلها ما تستطيع أن تؤثر علينا في شيء ولكن هزمهم الله في بدر وصلت عليهم سني القحط والجد رغم أنوفهم لكنهم مستكبرين بالحرم كيف سكان مكة يصابون بكذا وكذا ما نسمع لهذا الكلام وهذا التخويف والتهديد لا معنى له فهمتم معنى مستكبرين به أي بالحرم وقوله تعالى سامرا تهجرون أما قرأة تهجرون أي تقولون الهجر وهو القبيح من الكلام والسيء وأما تهجرون سامرا تهجرون يقضون الليل كامل إذا كان القمر طالعا وهم في نور القمر يتكلمون ويسرخون ويعبثون ويسقرون ويشربون الخمور ويلهون ويلعبون لأن سامر القمر إذا لاح نوره ومن الأصمر عندنا في نور ليس بأسود ساميا ومن هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأنتم إن شاء الله منها ألا سهر بعد صلاة العشاء ولا سمر إلا من ضرورة كطلب علم كمحادثة ضيث وإيناسه أو زوجه فأين نحن من هذا كاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته النوم قبل صلاة العشاء لا ينبغي لك أن تنام يا عبد الله أو تنام يا أمة الله قبل صلاة العشاء هذا نظام حياتنا بعد صلاة العشاء لا له ولا باط ولا سمر ولكن النوم والاستراحة للقيام آخر الليل كيف حال المسلمين الآن إذا صلوا العشاء جلسوا أمام التلفاز بنساء مؤطفالهم يضحكون ويسخرون ويشاهدون وهو الساعة والساعتين والثلاثة من أذن لهم في هذا الله أذن بهذا لا والله أذن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أذن فيه من أذن بهذا تقليد الكفر والكافرين والجري وراءها للشرب والظلم والفساد سامعا تهجرون تقضون الليل كاملا في الله واللعيم وقول الباطل هذه الآية ما نخاف أن نكون من أهلها سامعا تهجرون الصمر هو الحديث والصهر بعد صلاة العشاء سواء ساعات أو ساعة أو أكثر أو أقل فقط إذا كانت لطلب العلم أو لضيف تحدثه حتى ينام وتستنسه أو لزوجة داعبها ما عدا ذلك صليتم العشاء النوم وقف على أطفالك حتى ينام وغطهم بغطاء والآن مظهر من مظاهر البلاء المقبل لأن هذا الذنب له آثار يقين يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها فأصبح الديار المسلمين من بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل كلها له باطل لعب المفروض أن التجار إذا دقت الساعة السادسة أغلقوا دكاكينهم ومتاجرهم ومقاهيهم وأقبلوا على ربهم في بيته يتعلمون الكتاب والحكمة ويصلون الفريضتين المغرب العشاء وبعد ذلك يذهبون ليستريعوا حتى يقوم قبل الفجر بساعة هذا نظام حياة المسلمين أما الآن حياة الغرب وزدنا فوقها كم مرة أقول ألف مرة أن النصارى اليهود في أوروبا في أمريكا في اليابان إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل ونحن نبدأ العمل بعد المغرب كأننا لسنا بمؤمنين دقت الساعة وقف العمل في أوروبا شاهدناه بأعيننا حاضرناه وجلسنا فيه أين يذهبون لما يفرقون من عملهم إلى المقاه والملاه والملاعب والمراقص إذ هم كفار أهل النار ما عندهم معرف بالله ولا ببيوته ونحن ماذا نصنع بدل أن نذهب إلى المساجد نذهب إلى الله والعيب كذلك باسم التجار والعمل ما ننسى هذه الكلمة سامي تهجون هذا عيب عاب الله المشركين عليه وإلى لا فهل يجوز لأن نكون مثلهم فنعاب فليهذا نظام حياتنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله وسلم أن لا ننام قبل صلاة العشاء ولا نسم ولا نصح بعد العشاء إلا من ضرورة تدعو إلى ذلك كما بينا والآن الأعراس من صلاة العشاء إلى الفجر من أذن لنا في هذا نحن أتباع محمد وإلا جهل ألسنا مؤمنين نعيش على نظام رباني خاص وإلا لا من أين لنا أننا نصحر ست ساعات في الليل للهو والباطل والأكل والشرب هل لهذه الذنوب آثار في المستقبل والله إن لم يتذاركن الله بالتوبة الصادق النصوح لنالتنا آثارها هي الذنوب تقول بملء فيها حذار حذار بأس وفتك فهمتم معنى قوله تعالى مستكبرين به أي بالحرام الاعتزاز به سامي أن تهجرون طول الليل ثم قال تعالى أفلم يتدبر القرآن هذا يصدق علينا نحن والله العظيم لماذا ما نتدبر القرآن لو تدبرنا القرآن دوسنا في حرقه والله ما نصح ولا نسمح طول الليل لأننا مبعدون عن القرآن حتى الذين يسمعون في إذاعة ما يتدبرون ولا يسألون عن معانيه ولا يقولون كذا وكذا سماع للصوت فقط أغلب من يسمع للصوت أفلا يتدبرون القرآن ويتتبعون ما فيه من الهدى والنور ما فيه من أحكام الشرايع بعقولهم وتفكيرهم أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين هذا يتناول المشركين في مكة وبل جاءهم وعرفوا عن ديانة عيسى وموسى وأهل الكتاب وعرفوا رسل وعرفوا الأنبياء وعرفوا الشرايع ما كانوا جاهلين بهذا بالمرة على علم أفلا أفلا أفلم يتدبر القرآن أفلم يتدبر القول القول هو الذي يقوله الرسول صلى الله عليه ويدعو إليه أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين بالعكس أم لم يعيفوا رسولهم ما عرفوه يعني والله عرفوه وعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرف المؤمنون الآن رسول الله أو ما عرفوه عرفوا رسول الله هل هل هم راغبون في أن يتبعوه ويمشو وراءه ويتقيد بما جاء به من شرع الجواب لا لا ولا واحد في المئة ما عرفوه عرفوه رسول الله بحق وسب لكن هل قبلوا رسالته هل اجتمعوا عليها عرفوا ما فيها طبقوا ذلك العلم وتلك المبادئ الجواب لا لا فكأنهم ما عرفوا أم جاء أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنا قالوا به جنون هل هذا قول يقوله ذو عقل ينظر إلى رسول الله فقط بعينه يتجلى ذلك النور الكمال المحمدي من صباه وهو طفل وهو لا يعف إلا الكمال ويعيش على الطهو والصفاء والصطي والوفاء في كل حياته بعد ربعين سنة نقول به جنون والله ما قالوها إلا من أجل أن يبعدوا يبعدوا عن الإسلام ويبعدوا غيرهم عنه أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بي الحقيقة جاءهم وصول الله بالحق في عبادة الله وحده بما شارعا ليكملوا في الدنيا ويسعدوا ويسعدوا في الآخر ويكملوا والله ما جاء إلا بهذا ما جاء بآمر يأمر بالخبث ولا بالظلم ولا الشر ولا الفساد ولا القطيع ولا أبنا وإنما بالهداية الإلهية لتزكية الأرواح وتطيب النفوس وتطيها من أجل أن يسعدوا في الدنيا والآخرة وأكثرهم للحق كارهون ماذا نقول ماذا استفدنا الليلة يا معشر المستمعين المستمعات ننهي اللهو بعد صلاة العشاء ما نجتمع على باط ولا لهو إن اجتمعنا لضعوة علم أو غيرها فلا بأس ساعة أو دقائق أما النصم نصر على التلفاز والفيد وما إلى ذلك هذا ليس أبدا لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويصدق علينا هذا اللفظ السام وانتهجرون وتهجرون ويقولون العبث والباطل في كلامهم وأحادثهم ما فيها هدى ولا نور ولا خير مرة ثانية أسمعكم الآيات بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أعمال الشرك والكفر والشر والفساد حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يشعرون لا تشعر اليوم إنكم منا لا تنصرون إذا جاءت نقمة الله في من ينصرنا في يد تمتد تنفعنا والله ما كان أبدا وقد شاهدنا هذا وعاصرنا وعشنا قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على عقابكم تنكصون مستكبرين عام مستكبرين به الآن مستكبرون بماذا ما عندنا أهل مكة مستكبئين بالحرام معتزين به لا نحن مستكبئين بأوطاننا ودولنا أليس كذلك دولة تهجرون هذا الهجران والسمى وهذا طول الليل إلى قبل الفجر أفلم يتدب أفلم يتدب القول أم جاءهم ما لم ياتي آباهم الأولين اللهم لا ذا ولا ذاك أم لم يعيف رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارعون إليكم شرح الآيات معنى الآيات بل قلوبهم في غمرة من هذا أي ليس الأمر كما يحسب هؤلاء المشركون أنهم أن نمدهم بالمال مسارعة لهم منا في الخيرات لرضانا عنهم لا قرآن فلهذا يظنون هذا الظن ويحسبون هذا الحسبان ولهم أعمال من دون ذلك أي دون عمل المؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيذ هم لها عاملون حتى تنتهي بمترفيهم إلى هلاكهم ودمارهم وقولوا تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون أي استمرت الأعمال الشركية الإجرامية حتى أخذ الله تعالى مترفيهم في بدر بعذاب القتل الأسر إذا هم يجأرون يصيحون يضجون بالصراق مستقيثين والله تعالى يقول لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون وذكر تعالى لهم ما كانوا عليه من التكذيب والاستكبار وقول الهجر موبخا إياهم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على عقابكم تنقصون هروبا من سماعها حال كونكم مستكبر نبي أي بالحرم زاعمين أنكم أهل الحرم وأن أحدا لا يظهر عليكم فيه لأنكم أهله وقول وقوله تعالى سامعا تهجرون أي تصمرون بالليل تهجرون بذلك سماع الحق ودعوة الحق التي تتلى بها التي تتلى بها عليكم آيات الله وقد قرأت تهجرون بضم التاء وكسر الجيم أي تقولون أثناء سماريكم وسهريكم تقولون الهجر من القول كالكفر وقول الفحش وما لا خير فيه من الكلام وكانوا كذلك وقوله تعالى أفلم يدبه القول الذي يسمعونه من نبينا محمد صلى الله وسلم فيعف أنه حق وخير وأنه فيه صلاحهم أم جاءهم من الدين والشرع ما لم يأتي آباهم الأولين فقد جاءت رسل ونزلت كتب وهم يعرفون ذلك أم لم يعرف رسولهم محمدا صلى الله وسلم فهم له منكرون إنهم يعرفونه بصدقه وطهارته وكماله منذ نشأته وصباه إلى يوم أن دعاهم إلى الله أم يقولون به جن أي جنون وأين الجنون من رجل ينطق بالحكمة ويعمل بها ويدعو إليها كيف قالوا به جنون بل جاءوا بالحق وأكثر الحق كابرون وهذا هو سر إعراضهم واستكبارهم إنه كراهيتهم للحق لطول ما ألف الباطل وعاشوا عليه وهذه سنة الشر وهذه سنة البشر في كل زمان ومكان فالآن المؤمنون المسلمون ملايين أكثر معظون عن كتاب الله جاهلون به ما يستجيبون الحق لأنهم لا علم لأهم مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا غمرة الجهل والتعصب وعم التقليد هي سبب إعراض الناس عن الحق ومعارضتهم له أعيد قال غمرة الجهل غمرة الجهل والتعصب والتعصب وعم التقليد وعم التقليد هذه الثلاثة سبب إعراض المعرضين عن الله وكتابه وهذه رسوله أعيدها ما كم واحدة أولا الجهل والتعصب فلهذا يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا وقد فتحتم مدارسكم أيها المسلمون في الشرق والغرب ما نفعت أبدا ولا أجدت وإن كنت كالبا رد علي ولا واحد في المئة لأنها فتحت لا لله ليس من أجل أن يعبد الله بما شرع الله فتحت للدنيا فقط تقليدا للكافرين فلهذا قلنا ينبغي أن نعود إلى بيوت ربنا المساجد إذا دقت الساعة السادسة ما يبقى في القرية رجل ولا مرأة ولا طفل إلا وتوذى ودخل المسجد ولا في حي من أحياء المدن ونتعلم تعلمنا هذا كل ليلة طول العام نزكي أنبوسنا ونطهر أواحنا ونهذب أخلاقنا وآدابنا وباقي الوقت طوله في المدارس وإلا في المصانع أو المتاجر أو المزارع لا يهمنا ذلك وتنمو معارفنا وعقولنا على دراسة كتاب الله وسنة رسوله لأننا الآن ما نريد لا وجه الله عز وجل لا وظيفة ولا مال ولا ولكن نريد ريض الله تعالى فهذا الجهل الذي عم الأمة هو الذي غام آها في الضلال نعم ثانيا لا تنفع التوبة عند معاينة العذاب أو ندونه هذه حقيقة إذا دقت الساعة وجاء العذاب ما تنفع التوبة أبدا ولا تجلي نصرخ وإلا نبكي يجب أن نتوب قبل أن نشاهد العذاب وآياته أما إذا نزل ما ينفع بك ولا دموع نعم ثالثا واخيرا بيان الذنوب التي أخذ بها أو أخذ بها مترف مكة ببدر وهي خروبهم من سماع القرآن ونكوصهم عند سماعه على عقابهم حتى لا يسمعوه واستكبارهم بالحرم فاعتزاجهم به جهلا وظلالا واجتماعهم في الليالي الطوال يسمرون على اللهو وقول الباطل هاجرين سماع القرآن وما يدعو إليه من هدى وخير بيان سبب إهلاك المترفين في مكة في بدر وأيام السنين الجهد القاطع والقهط هو الإعراض عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الإصطاء والسماء لما يتلى عليهم وانكبابهم على اللهو والباطل والسماء طول الليل على الهجي وكلام الباطل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من طر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولو اتبأ الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم هذا خبر من مخبر الله جل جلاله وعظم سلطانه ما هذا الخبر هو قوله تعالى ولو اتبأ الحق أهواء المشركين المعاندين المكابرين وعلى رأسهم أبو جل عقب بن معيط وابن أبي ومن إليهم لو اتبأ الحق الذي هو الله أو إلا حق الذي جاء به رسول الله لو اتبأ الحق أهواءهم وما تميل إليه نفوسهم وما يشتهون وما يرغبون وما هم يفعلون من الباطل والشر والفساد لا فسدت السماوات والأرض ومن فيهم من المخبر أليس الله فهو يخبر لو اتبأ أهواء هؤلاء المعاندين المشركين الكافرين وعطوا كل ما يطلبون لفسدت السماوات والأرض من فساد أن يؤلها الملائكة ويعبدون مع الله في السماء وهذا تنديد شديد بأن القوم هلكوا بسبب اتباع مهوائهم ما يدون الحق ولا البصير ولا الماريفة ولا استعمال العقل أبداً الهواء والشهواء وما تريده أنفسهم إذن فكيف يعطيهم الله عز وجل ما يريدون وما يشتهون لو أعطاهم ما يشتهون لا خارب العالم علويه وسفليه كاملاً وذلك لعنادهم وقفهم وشهواتهم وأقماعهم وفسادهم الذي يعيشون عليه فقوله تعالى ولو اتبع الحق الذي جئت به يا رسولنا لو اتبع الله هو الحق عز وجل أهواهم مستجاب لهم لا فسادت السماوات والأرض ومن فيهن من الملائكة ومن الإنس والجن وما عد ذلك تابع لهم فقال تعالى بعد ذلك أضرب على هذا وقال بل آتيناهم بذكرهم جئناهم بشرفهم وكمالهم وما يرفع قيمتهم ويحلي درجتهم ألا وهو القرآن الكريم ولقد أزلنا إليك كتاباً في ذكركم أبلا تعقلون فالشرف والكمال في هذا القرآن مع الأسف أعرض عنه بل أتناهم بذكرهم ما يذكرون به الله وما عنده وما لديه حتى يعبدوه ويوحدوه ويطيعوه ويتبع رسوله وفيه ذكرهم وشرفهم وكمالهم فهم عن ذكرهم معرضون فهم عن ذكرهم عن هذا القرآن الكريم الذي يحوي الهدى والنور والسعادة معرضون عنه لا يسريدون أن يسمعوا أبداً بل أصدر أمراً لا يسمح لمواطن أن يسمع لقراءة محمد حول كهبا أمرها كصدر من أبي سفيان ما يجد أن يسمعوا وإذا سمعت قراءة أدخل أصابعكم في أذانكم حتى لا تسمعوا خشت أن يتصرب النور إلى قلوبهم فيرجعون عن باطلهم وشركهم وكفرهم بل أتناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون عرفتم الإعراض كيف يعطي ظهره ولا يثفت إلى من يكلمه ويدعوه ثم قال تعالى أم تسألهم خرجاً على هذه الدعوة أعطون خراجاً مالاً راتب وظيفة حتى نبلغهم دعوة الله لو سألت هذا لكانوا محقين ما هم مستعدون ليعطوك المال حتى يتبعوك لكن والله ما سأل منهم درهماً ولا حفنة طعام مرة ثانية لو كان يطالبهم بالمال تريدون أن تسلموا أن تسعدوا أن تكملوا أعطونا مبلغ شهري كذا أو سنوي وامشوا وراءنا تسعدون وتكملون قد يقولون مع الأسف ما عندنا أو يقول هذا يريد المال فقط لا هم له إلا هذا الذي يريده فيصبحون معذورين لكن الواقع ما سألهم ولا درهماً واحداً أم تسألهم خرجاً أي رزقاً فخراجوا رزق ربك خير وهو خرازقين فلاذا عاش كاذا وعشرين سنة في مكة ما طلب أحداً ريال ولا درهم على دعوته فخراج ربك الخراج المال الذي يرزق بالإنسان خير وهو خير الرازقين من هو خير الرازقين الله عز وجل خير من يرزق هو الله تعالى فلست في حاجة إليهم أنت حتى يقولوا كذا وكذا ثم قال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لتدعوهم لتدعو هؤلاء المشركين الضلال العميان التائهون في الضلالات تدعوهم إلى صراط مستقيم هذا الصراط المستقيم هو آل إسلام والله العظيم لما يسمى الإسلام بالصراط والصراط معناها الطريق الموصل إلى الهدف إلى الغاية المطلوبة وقد مثلنا لذلك الطريق هكذا نهايته باب الجنة الماشي يمشي وصل الطريق عن يمينه الواجبات التي يجب أن ينهض بها ويؤديها كمائية وعن شماله المنهيات المحرمات يجب أن يتركها ونور الإيمان ونور العلم بين يديه وهو ماشي حتى يصل إلى الجنة وفي آية الفاتحة أو صورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ألا وهو الإسلام فالرسل ما كان يدعوهم للمال ولا للدولة ولا للسلطان ولا ولا كان يدعوهم إلى ماذا إلى الإسلام فقط بلا مال ولا عوض ولا راتب ولا خرج وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ألا وهو الإسلام فالإسلام طريق السعادة سبيل النجاح امشي يا عبدالله ونور العلم بين يديك وأنت حي بإيمانك عن يمينك الواجبات لا تفرط بها عن شمالك المحرمات لا تغشى واحدة منها واصبر في طريقك حتى تلفظ أنفاسك الأخيرة ومن ثم والله إلى الجنة دار السلام فمن أصبح يخرج عن يمينه وشماله يترك الواجبات ويفعل المحرمات يتخبط ما يصل المستقى الحقيقي أن يمشي في وسط الطريق هذا واجب ينهض به وهذا المحرم يتركه ويمشي إلى ساعة وفاته ومن ثم ما إن يلفظ أنفاسه الأخيرة إلا والروح في الملكوت لعلى في الجنة وإنك يا رسولنا لتدعوهم أي هؤلاء المشركين المعاندين المكابرين المحاربين لك تدعوهم إلى صراط مستقيم ألا وهو الإسلام ألا وهو الإسلام وقوله تعالى وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَى عن السراط لناكبون من المخبر بهذا الخبر الله الخلاق العليم يخبر تعالى بخبر والله لحق ويقين فيقول إن الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة بالبعث الآخر بالجزا فيه بالنعيم المقيم بالعذاب والجحيم هؤلاء عن السراط لناكبون منصرفون مبعدون وهو الواقع إلى الآن لا يوم القيامة الذي ما يستقر في نفسه الإيمان الصادق الجازم اليقين بأنه سيبعث يوم الأيام حيا وسيسأل عن عمله ويجذبه من خلا قلبه من هذا المعتقد والله ما يعف الحق ولا يقبل عليه ولا يعم ولا يعول عليه في شيء ولا يؤمن في شيء وهذه حقيقة إلى الآن إذا كان الرجل أبيض وإلا أصفر لا ينبد دار الآخرة وما يجري فيه وما يتم من جزاء لا يمكن أن يستقيم في الأرض لا بد من الانحراف والباطل والخبث والشار والفساد ولا يعول عليه ولا يوثق به أبدا ومن عول أو وثق في شخص كهذا فوالله إنه لمخطئ وسوف تنزل به النقمة هذا خبر الله وإلى لا اسمع وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكب يعطوا المنكب ولا يثفت إليه نكب ينكب إذا قبل عن منكب ما يلتفت إليك ومعنى هذا هيا نحقق إيماننا بلقاء ربنا فإذا آمنا بأن ملاق ربنا وأنه سائلنا وأنه مجزينا بعد حسابنا حال ما نتمكن معها أن نفجر أو نظلم أو نفسق أو نخرج عن طاعة الله أو ننحرف عن دينه والله ما كان والذين ما صدقوا تصديقا كاملا يقول نحن نوم بالدار الآخر نوم باليوم الآخر لكن ما سألوا عنه كيف متى يتم وماذا فيه ما عرفوا أنه هو ركن العقيدة الإسلامية وما قرروا القرآن ما عرفوا كم من آياء عشرات الآيات يقول لمن كان يوم بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالذي لا يوم بالله علمان ملحد لا يثق فيه ولا ينظر إلى وجهه والذي يوم بالله ولكن لا يوم باللقاء والدار والدار مثله بل أقبح منه وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط عن الإسلام لناكبون منصرفون لا يقبلون عليه ولا يدخلون فيه علتهم ما هي قولوا عدموا إيمانهم بلقاء الله والجزايا والقيامة والذين والذين تراهم أو تسمع بهم تسمع عنهم منغمسون في الزنا واللواط والخم والربا والكذب والغش والخداع والملكا سلهم والله ما آمنوا بالدار الآخرة مجرد كلمة يقولونها ما عرف ولا آمنوا كيف يعرف أنه سيوقف وسيسأل وسيجزى بالعذاب الأبدي أو بالنعم المقيم ثم يصر على قضاء شهواته والمحرمات والعلة الأخرى الجهل ما عرف ما درس ما جلس في حجور الصالحين ما درس كتاب الله كيف تحملهم على أن يؤمنوا إيمانا يقينيا وهم ما سمع من يقول آمن بالله اليوم الأخر ثم قال تعالى ولواحمناهم وكشفنا ما بهم منظر للجوا في طغيانهم يعمهم أيضا لماذا لأنهم عميا لا بصير لهم هذا شأن الكافة بالله ولقائه لو أن الله عز وجل كشف عنهم ذلك القحط والجذب الذي أصابهم سبع سنوات حتى آكلوا الميت والكلاب والجيف بل وجامعوا الوبا والصوف ورمسوا في الدماء وطبخوا وأكلوا يروى أن أبا سفيان رضي الله عنه وكان زعيم الكافرين ورئيسهم قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنت تزعم أنك مبعوث بالرحمة الإلهية كذا تزعم قال بلى قالوا ما هذا القحط الجذب الذي أصابنا فنزع لقوله تعالى ولو وحمناهم وكشفنا بأبهم من ضو للجو في طيان معمهم وهذا شأن الفسق الفجر الظلم المبعدين عن الله ولقائه إلى الآن في أي بلد تباتم إذا أصابهم جوع أو بلاء أو كذا ما يرجعون أبدا لأن الرجوع يكون بسلامة القلب وصحته بنور الإيمان والذي لا إيمان له كيف يرجع ولو ورحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجو في طيان معمهون ثم قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكين لربهم وما يتضرعون بالفعل أصابهم بهزيمة بدر هزم نكرى مات وأصاهم وزعماهم أصابهم بالقحط سبع سنوات أخذهم بالعذاب فهل استكانوا ولانوا وانكسروا بين يدي الله وسألوا وتطرحوا بين يديه وتضرعوا لا أبدا لما أموت ما لهم الذي يتضرع ويستكين ويبكي بين يدي الله لما تزل قدمه المؤمن العارف أما الذي لا إيمان له بالله ولا معرف بالله ولما ما يستفيد أبدا ما يضرع ولا يستكين ولا يذل الله تعالى بل يزداد والعياذ بالله قسارة وضلالة ولقد أخذناهم بالعذاب عذاب القحط والجذب عذاب قتل بدر فما استكانوا لربهم أي مالان ولا يذل بين يدي الله وقالوا آمن بالله آمن بالله وأطاعوا الله وأطاعوا رسوله لا أبدا وما تضرعوا ولا دعوا الله عز وجل المؤمن الصادق عندما يصاب في نكبة يفزع إلى الله عز وجل يبكي بين يدي الله في الليل والنهار حتى يفرج اللهم به والذي لا إيمان له أو إيمان صور لحقيقة له المرض يهزه أو الجوع وهو ما يفكر في الله ولا يسأل يفكر كيف يشبع بس أو كيف يشفى من مرضه ما يضرع إلى الله ما عرف الله حتى يضرع إليه وهنا يجب أن نعلم يجب أن نعلم بطريق التعلم يجب أن نعلم أمتنا نساء ورجالا بدون علم لن نستقيم أبدا ولن نعرف الطريق إلى الله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد هذا الذي أقوله والله تعالى أسأل أن لا يواخذني إن لم أصب وكبرت القول إن أمة الإسلام تحت النظار إن ربك لبنم يصاد فإما أن تتحد كلمتهم وتغتفع رايتهم ويجتمعون على دين الله ويطبقونه وينفذونه وينشرونه في الأرض لهداية البشرية وإلا سوف تنزل بها من نوازل أعظم نوازل الاستعمار الذي أصابه من الشرق لبعضه وأذلهم وأهانهم قلت هذا وما زلت ومن يعيش يسمع ويرى من مانع أن يطبق شرع الله العلم منتشر وسائل العلم فوق العادة يجتمعون فرغة في يوم واحد من أقصى الشرق لأصلى يأخذون دستور في أربعين يوما بقط يطبقونه بالحافة الواحد من الشرط إلى الرئيس ويطبقون شاء الله وبذلك ماذا يكملون ويسعدون وينقذون البشرية مما يفيه أما مع هذا الإصرار على ما هم عليه فالنقى هذه لاية حتى إذا أخذنا حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون آيسون قانطون والعياذ بالله هذا هو كتاب الله هذا هو القرآن العظيم هذا هو الذكر الحكيم في ذكرنا وشرفنا ولكن أعرضنا عنه ولم نلتفث إليه إلا من رحم الله من عباده اسمعوا الآيات مرة أخرى يقول تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه النعم من يقول لا والله الخالق لكل شيء وبيده كل شيء بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون المسلمون اليوم معرضون عن كتاب الله وسنة رسول وإلى الشرق والغرب إعراض كامل إلا من رحم الله أم تسألهم خارجا فخراج ربك خير وهو خير رازقين وحاش رسول الله أن قال اعطوني ذينار نو ذرهما وإن لتدعوهم إلى صراط مستقيم ألا وهو الإسلام المسعد للمسلمين المكمل لهم الرافع لهم في الدنيا والآخرة وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون تأمل عبد الله هذه ضعف الإيمان بيوم القيامة عدم يقينك فيه هو الذي يسبب لك الفساد والشر ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم منظر للج في طغيان معمون للظلال الذي مهم على قلوبهم لأنهم لا يعبدون الله ولا يوحدون ولا يعرفون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون له حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون آيسون قانطون والعياذ بالله نبروا إلى الله من الكفر والكافرين إليكم شرح الآيات من الكتاب ما زال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء فقوله تعالى ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات العظم فيهن هذا كلام مستأنف لبيان حقائق أخرى منها أن هؤلاء المشركين لو اتبع الحق أن نازل منها أن نازل من عند الله والذي يمثله القرآن لو اتبع الحق أهواءهم أي ما يهوونه ويشتهونه فكان يوافقهم عليه لأدى ذلك إلى ماذا إلى فساد الكون كله علويه وسفله وذلك لأنهم أهل باطل لا يرون إلا الباطل ويصبح سيرهم معاكسا للحق فيؤدي حتما إلى خراب الكون كله وقوله تعالى بل أتناهم بذكرهم أي جئناهم بذكرهم الذي هو القرآن الكريم إذ به يذكرون وبه يذكرون لأنه سبب شرفهم وقوله تعالى فهم عن ذكرهم معرضون فهم لسوء حالهم وفساد قلوبهم معرضون عما به يذكرون ويذكرون أي القرآن الكريم وقوله تعالى أم تسألهم خرج أي أجرا ومال فخراج ربك خير أي ثواب ربك الذي يثيبك به خير وهو تعالى خير الرازقين وحاشى رسول الله صلى الله وسلم أن يسألهم عن التبليغ أجرا ولو دينار أو ديهما وقوله تعالى وربك وإنك لتدوهم إلى صراط مستقيم أي إلى الإسلام طريق السعادة والكمال في الدنيا والآخرة معا وقوله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط نناكبون أي علة تنكبهم أي ابتعادهم عن الإسلام هو عدم إيمانهم بالآخرة وهو كذلك وهو كذلك فالقلب الذي لا يعمره الإيمان بالرقاء الله والجزى يوم القيامة صاحبه ضد كل خير ومعروف ولا يؤمل منه ذلك ولا لعلة كفره والعياذ بالله وقوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم منظر للجو في طغيان معمهون يخبر تعالى أنه لو رحم أولئك المشركين المكذبين بالآخرة وكشف ما بهم من ظر أصابهم من قحط وجد وجوع ومرض لا يشكرون الله بل يتمادون في عتوهم وغلالهم وظلمهم يعمهون حيارا يترددون وقوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب وهي سنوات الجد والقحط بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أصابهم من قتل وجراحات وهزائم في بدر وقوله تعالى فما استكانوا لربهم ما يتضرعون فما ذل لربهم وما دعوه ولا تضرعوا إليه بل بقوا على طهيانهم في ضلالهم وما رد هذه ظلمة النفوس الناتج عن الشرك والمعاصي والعياذ بالله وقوله تعالى حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد وهو معركة بدر وما أصاب المشركين من القتل إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير حزنون قنطون وذلك لظلمة نفوسهم بالشرك والمعاصي والعياذ بالله نسأل الله العافية والمعافى وأن يزكي نفوسنا ويطهر راحنا وأن يعبدانا يبعدنا عن كل شرك ومشرك والعياذ بالله والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا خطر اتباع الهوى وما يفضي به من الهلاك والخسران أولا خطأ اتباع الهوى يا معشر المستمعين المستمعات لا تتبعوا أهواءكم وما تمليه نفوسكم ولكن اتبعوا نبيكم امشوا وراءه في كل شؤون حياتكم في الأكل في الشرب في اللباس في المشجي في القعود في الرحيل في النزول دائما الرسول بين يدينا نتبعه أما نتبع الهوى وميل النفس والله إذا أمي بنا فالضلال البعيد ما تتبع هواك ما تميل نفسك اتبع ما جاء عن رسول الله في كتاب الله نعم ثانيا الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة والكمال هو الإسلام لا غير ما في ذلك شك الصراط المستقيم الذي ذكر تعالى في هذه الآية وفي صورة الفاتحة وفي غيرها هو الإسلام ولا تتردد الصراط الطريق المستقيم الذي يصل بالسالكين إلى النعيم المقيم إلى الجنة ألا وهو الإسلام وقد بيّنت لكم الطريق هكذا امشي لا أتمي اليمين ولا شمال عن يميلك الواجبات انهض بها وأدها عن شمالك المحرمات اتركها وابتعد عنها واصد سيرك ونور العلم أمامك ونور إمام بوقك إلى أن تلفظ آخر نفس وإذا بروحك في الجنة مع أن الكمال الدنيوي والله لا موجود المستقيمون في مشيتهم في هذا الصراط لا خوف ولا حزن ولا كرب ولا هم ولا خبت ولا ولا لأن الصراط نقي نعم ثالثا التكذيب بيوم القيامة وما يتم فيه من حساب وجزاء هو الباعث على كل شر والمانع من كل خير هذه الحقيقة التي ينبغي أن نتناقل عدم الإيمام بيوم القيامة عدم الإيمام بالبعث والجزاء عدم الإيمام بالدارة والآقرة هو سبب كل خبت وظلم وشعر وفساد والذين لا يؤمنون بيوم القيامة بل يوم الآخر لا يرجى منهم خير ولا يعول عليهم في شيء أبدا ومن الخطأ أن تلين لهم أو تتريد أن تفهم عنهم لا خير فيهم بالمرة سواء كانوا بيضة أو كانوا صفة عابا أو عجما إذا خل القلب من الإيمام بلقاء الله والعقوب بين يديه والجزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا صاحب هذا لا خير فيه ولا يعول عليه في شيء يجب أن يهجر رابعا وأخيرا من أثار ظلمة النفس نتيجة الكفر اليأس والقنوط والتمادي في الشر والفساد من آثار ظلمة النفس النفس إذا أصيبت بالظلمة من أين تأتها الظلمة من الشرك من الكفر من الهوى من الشياطين لأنها مبعدة عن نور الله عن كتاب الله عن هدي رسوله عن مجالسة الصالحين هذه النفس لا يرجى هدايتها أبدا والعياذ بالله لما اعتراها من الظلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات قول ربنا جل ذكره وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفذة قليلا ما تشكرون في هذه الآية استدلال وامتنان يستدل بها على وجود الله وأنه ذو الحكمة والرحمة والعلم والقدرة إذ الذي وهبنا أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا من هو وهذا نسأل عنه حتى نعرفه إنه الله رب السماوات والأرض ورب العالمين هو لا غير الذي أنشأ لكم السمع والبصار والأفئد ما خلق قلوبنا حتى أصبحنا ندرك الأشياء ونفهم ونعرف بواسطتها الخير والشر والباطل والحق لو لهذه القلوب التي خلقها وهبنا إياها من وهبنا أسماعنا فأصبح نسمع الأصوات على اختلافها ونبصر الأشياء على اختلاف وتنوعها إذن استدلال بهذا على وجود الله وعلى علمه وقدرة وحكمته وعلى أنه المعبود الحق الذي لا يستحق العباد سواه وهو معنى لا إله إلا الله قولوها لا إله إلا الله فلا تتعلق القلوب بغير الله لا خوفا ولا رهب ولا طمع ولا رغبة ما لنا إلا الله فلا نقبل بوجوهنا على غير الله ولا بقلوب على سوى الله إذ هو واهبنا وواهبنا هذه النعم التي دلت على وجوده وعلمه وحكمته وقدرته ودلت على امتنانه وإنعامه وإفضاله ومن قال كيف أرأيتك لو كنت أعمل لا تفسر وأصم لا تسمع ومجنون لا تعي ولا تفهم من يهبك هذه النعم أمك أم أبوك فنذكر النعمة من أجل أن نشكرها قليلا ما تشكرون وهيا بنا نتدارس الشكر ونكرر القول فيه لأننا مأمورون بالشكر وعرفنا علة الحياة هي الذكر والشكر سر هذا الوجود لما من أجل أن يذكر الله تعالى فيه ويشكره من يذكر ويشكر سوانا نحن بني الناس وبني عمنا الجان فقط أما الحياة أما الحياة ليست مكلفة بالذكر ولا بالشكر فالشكر أولا لاعتراف القلب الباطني بالمنعم الذي أنعم عليك لا تعش كالبهيم ما تسأل أنت موهوب السمع والبصر والقلب ما تعف من أين هذا ولا تسأل من وهبك أيجوز لعاق هذا لو تعطى قال من فقط في جيبك تسأل من أعطانيه ولم أعطانيه وتشكر على ذلك أما أن توهب سمعك وبصرك وقلبك وفؤادك ثم لا تسأل من المنعم وهم لا يسألون حتى لا يعبد الله رب العالمين الآن العلمانيون البلاشف الحمر الشيوعيون الزنادق المنافقون لا يؤمنون بالله ولا يسألون عنه أبدا يعيشون كالبهائم يأكلون ويشربون وينكحون ولا يسألون مما هذه النعم من خلقها من وهبها من نحن كيف وجدنا كيف وجدت هذه النعم لماذا وجدت ما يسألون من أجل فقط ألا يعبدوا الله حتى لا يركع له ويسجدوه وحتى لا يحل ما أحلى ولا يحرم ما حرم الآن بلائين البشر هذه حالهم قولوا لهم عبدوا الله الذي لا إله خير ولا رب سواه فإن قالوا من هو قولوا الذي أنشى لكم السمع والأبصى والأفئذاء لتشكروه وأنت لو تهدى هدية وتعطى عطية ما تطمئن نفسك أبدا والله حتى تعرف من أهداها ومن أطاكها تسأل من هو واللي جاء بهذا فكيف بهذه النعم العظمى التي لا تقاس بنعم نقاء بعد نعمة الإيمان ولا يسألون من وهبنا أسمعنا وأبصارنا وأفئذتنا ونعود إلى الحقيقة نقول الشكر عباد الله هو سر هذه الحياة علة هذا الوجود أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر فخلق العوالم كلها وبخاصة عالم الملائكة والإنس والجن من أجل أن يذكر ويشكر فمن ذكر الله بلسان وقلبه وشكره بلسانه وقلبه ناجا وفاز بل وسعد ومن أعرض عن ذكر الله وشكره أهلك خاسر خسران أبدية يقضي أيامه الدنيوي هذه في بلاء شقاء وضيق ثم ينتقل إلى عالم لا ينتهي شقاءه أبدا لا عام ولا بليون سنة ما في سنوات حياة أبدية لا تنتهي الشكر لاعتراف بالنعمة أولا للمنعم هذا المال الذي في جيبه من أنعم به علي نبدو أن نعرف الله فإذا عرفت المنعم حمدته وقلت الحمد لله اذكر النعمة واذكر المنعمة اعترف بوجود نعمة موجودة واذكر من أوجدها المنعم بها من هو ثم بعد ذلك أعلن عن حمده وشكره الحمد لله الحمد لله وقد عرفتم وها أنتم تعيشون على هذه النعمة لا ناكل لا نشرب لا نمشي لا نركب لا ننزل إلا وكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله مريض على سرير الموت كيف حالك يقول الحمد لله جائع الجوع يمزق أمعاءه كيف حالك الحمد لله ولهذا عرفنا في الكتب السابقة وعند الأمم الماضية بأمة الحمد أو بالحماد من هم الحماد المسلمون والواقع شاهد أيما مؤمن عرف ربه واستقام على منهجه تسأل عن حاله لا لا يقول إلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثالثا الاعتراف أولا وحمد الله باللسان ثانيا وصرف النعم فيما يرضي المنعم جل وعز صرف النعم فيما يرضيه تعالى وهو المنعم وهي نبد بأبصارنا نعم ويل لا نعمة النعم هذه البصر إذن فاشكر الله عليها قل الحمد لله معترفا بها أنها من الله وإياك أن تصرفها فيما يغضب الله وهل هناك مناظر لا يحل النظر إليها إينا لا يحل لك أن تنظر إلى ماءة غير محا من محارمك وتتمتع بالنظر إليها أبدا فإن فعلت فقد عصيت وكفرت النعمة ولم تشكرها وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارينا فلا يحل لمرأتهم بالله والإملاقة أن تنظر إلى أجنبي وتتمتع بالنظر إليه ولا يعفى إلا النظر الأولى التي الصدفة بدون قصد وبعد ذلك لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن ينظر ويتمتع بالنظر وهنا مزلق زلقناه إذا وظفنا المؤمنات مع الرجال يشتغلنا أسألكم بالله هل يمكن الرجال أن يغضوا أبصارهم مستعيل هل يمكن للموظفات المؤمنات أن يغضضنا من أبصارهن وهن موظفات مع الرجال والله ما يمكن إذن فهذا التوظيف حام لا يحل وليس من شأن المؤمنين أهل لا إله إلا الله أن يفعلوا هذا هذا من شأن الكافرين عليهم لعائن الله لأنهم كفروا بالله وأنكروا دينه وشعره وهم يعيشون كالبهايم فكيف نصبح مثلهم أو لا نبال بمعصية الله حينئذ كفرنا وخرجنا من ملة الإسلام نعمة البصر يجب أن تشكر الله تعالى عليها بالحمد لله وأن لا تنظر بها حيث لا يهيد الله أن تنظر إليه نعمة ماذا السمع ينبغي أن لا تسمع إلا ما أذن الله بسمائك له أما ما حرمه الله ومنعه فلا يحل أن تستقدم هذه النعمة فيما يغضب المنعم جل جل جلال وعظم سلطانه ومعنى هذا لا نسمع باطلا ولا زورا ولا غنى ولا شر ولا ظلم ولا خبث ولا غيبة ولا نميم ولا ولا ما نستعمل أسماعنا إلا فيما يغضي ربنا لأننا ما أمرون بالشكر وإلى لا نشكو هذه النعمة مجلس يغتابون فيه وينممون ويذكرون الباطل يجب أن تغلق أذنيك وأن تخرج من هذا المكان مجلس باطل وسوء يتحدث نبي عما لا ينبغي مما يغضب الله لا يحل الأمم أن يبقى جالسا معهم وإن الثورة يغلق أذنيه بأصبعيه ولا حرج وهذه المظاهر وهذه المزامر والأباطل التي تحملها الأدشاش والصحون الهوائية وقد نددنا وما زلنا نندد لا يحل لمؤمن ولا مومنا أن ينظر إلى عاهرة غني والمؤمن لا يحل أن تنظر إلى فاجئ غني نظرة كاملة بين يديها في بيتها هذا لا يحل لنا ولسنا من أهله لأننا نريد أن ننزل السماء نريد أن ننزل بعد الموت السماء العليا في جنة عدن فلهذا إن تنازلنا على هذه الترهات وابتعدنا عن هذه الأباطل ما في ذلك أبدا ما يزعجنا نتهيأ لأن نساكن النبيين والصديقين والشهد والصالحين ولا تعجب أبدا ودائما نقول يا صاحب الدش أو التلفاز في بيتك تجلس أنت ووالدتك أو بناتك وأبناك وتنظرون إلى العواهو المغنين وراقصين والكوة واللعب وتتمتعون أسألكم بالله ماذا تستفيدون ريال واحد والله لا ريال تجلس الساعة أو الساعتين بدون ريال هل تستفيدون حسن الجواب لا لأنها كلها سيئة فكيف إذن للمؤمن الذي يريد أن يخترق السماوات وينزي المواكب النبيين يعبث كما يعبث اليهود والنصارى والكافرون والمشركون ويعيش على ما يعيشون عليه ويقول الإش فيه إذا جلسنا ونظرنا وقد قررنا وقلنا نعود بالله أغلب من يواضب على هذا المنظر يموت على سوء الخاتمة ولياذ بالله الشكر الشكر وذكر الله علة حياتنا وصير وجودنا فالنعيش طول حياتنا ذاكر إلى الله ما تمر ساعة لا نذكر الله فيها أبدا إلا ساعة النوم دائما ألسنتنا قائمة بذكر الله في كل أحوالنا وظروفنا شكر الله على نعمه ما ناكل ولا نقول من أنعم بهذه النعمة هذا الله أنعم بها هيا نحمده ونشكره الحمد لله والشكر له أعطاك يدين قويين لا تحمل بهم ما لا يحل لك ولا تستعمل هما فيما لا يرضي ربك وهبك رجلين تمشي بهم لا تمشي خطوة واحدة حيث يغضب الله ولا يرضى واعلم أنك عبده والعبد تابع لسيده فيما يحب وفيما يرضى وفيما يصفت ويكره هكذا يقول تعالى معلما وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئد لماذا ما قال الأسمع قال لأن السمع آلة تسمع بها كل صوت لا تسمع بها إلا الصوت فقط وأما الأبصار طبص بيه أشياء متنوعة من النمل إلى الجمل والأفئد جمع فؤاد لأنك أيضا تعقل بها وتفهم بها عجائب الكون قليلا ما تشكرون لمما قال ما تشكرون قال قليلا من باب الاحتراس قد يوجد من يشكر الله في الأمة فلا يقول عبارة قد تنقض بوجود فلا من الشاكرين والواقع أنهم ما كانوا شاكرين الآية الثانية وهي قوله تعالى وهو الذي ذاءكم في الأرض ذاءكم خلقكم ونشراكم في الأرض وإليه تحشرون هل هناك معه أحد فعل هذا أسألكم بالله هل هناك من شارك الله في خلقنا وفي زرعنا في هذه الأرض وإن باتنا فيها لا أحد إذن فلا يعبد الله ثانيا وإليه لا إلى غيره نجمع في صعيد واحد في أرض واحدة لنقابله فيختبرنا ويمتحننا ويظهر الطيب مننا والخبيث فينا وإليه لا إلى غيره تحشرون إذن هذا الذي خلقنا ونحشر إليه فقط هو الذي يجب أن نعبده هو الذي نحبه ونطرح بين يديه هو الذي نحب ما يحب ونكره ما يكره أما الأصنام والأحجار والتماثيل والشهوات والأهوى والأطماع وزخار في الدنيا لا قيمة لها هذه كيف إذن كيف إذن نميل إليها ونطرح بين يديها ونطرح الذي ذر أنا وإليه لا إلا سواه حشرنا وجمعنا وهذا تقرير لمبدأ الإيمان بالدار الآخرة وقد بيّن لنا القرآن ورسول القرآن صلى الله عليه وسلم كيف الحشر هذا إنها نفخة الصور فإذا بالقياب البشرية كلها وراقبة في صعيد واحد ثم تحسى وتجمع لساحة فصل القضاء والحكم عليها هو لا سواه لا عيسى ولا أمه ولا العزير ولا 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 عبد القادر والجلان ولا عدروس ولا فاطمة ولا حسين ولا رسول الله ولا هو وحده الذي ذاكم في الأرض ثانيا وإليه لا إلى غير تحشرون هذا الذي يجب أن نطيعه إذن هذا الذي يجب أن نعبده هذا الذي يجب أن نحب ما يحب ونكره ما يكره هذا الذي نحن مستعدون لأن نمتثل أمرا ونشنب نهيه لأنه نعمة وجودنا أنعم علينا بوجودنا كيف لا نعبده ونلتفت إلى غيره وهو وهو الذي ذاكم في الأرض وإليه تحشرون ويقول تعالى وهو الذي يحيي ويميت من يستطيع يقول هناك من يحيي ويميت غير الله الملاحظة والكفة والجهال والظلال ما يعرفون اسأله من يحيي لا لا دي لمن لا تدي كيف الحياة أمامك تشاهد في كل المخلوقات ما تسأع عن واهبها عن موجدها عن باعث عن مواطيها كيف تعيش كالحيوان يعني هو لا سواه يحيينا إذ كنا نطفا في أرحام أمهاتنا فأحيانا مضغا ونفق فيها روح وإلى بها بشر يسمع ويبصر وينطق ويمشي ثم يميتنا فيه من يميتنا ليس أبدا في الكون من يحي ويميت إلا الله إذن فلا إله إلا الله لا يعبد الله وإن قلت فلان يميت يقتل الناس هذا الذي يقتل الناس من خلقه يده من حركها سلاح من أوجده الله نعم ما دام باشر الجريمة بيده واخذ بها لكن القتل الحقيقي المميت الله عز وجل هو الذي يميت وقد شاهدت البشرية في طول حياتها أناسا ظنهم يموتون ما ماتوا وأحياهم الله وأناس عازموا أن لا يموتوا بين وماتهم الله والشاهد عندنا في أن الله هو الذي يحي ويميت فلا يعبد إذن إلا هو لا يذكر ولا يشكر إلا هو لا يقرأ إلا كتابه ولا يمشي إلا وراء نبيه ولا يحب إلا من أجله ولا يكره إلا من أجله هو الذي يحيي ويميت أولا آية أخرى وله اختلاف الليل والنهار الليل والنهار من أوجدهما بن عامر بن فلان أمريكا اليابان الصين ثم الليل والنهار الظلام والضي من أوجدهما ثم اختلافهما هذا الليل قد غشانا بعد ساعات يرحل ويأتي النهار يغشين بضوئه لينقضي كذا من يدب هذا التدبيع من خلق هذا الكون لو قالوا فلان وصدقوا نعبدوا معهم ما هناك أبدا في الكون العلو والسفلي من أوجد الليل والنهار لصالح عباده إلا الله الخالق العزيز الحكيم وله لا لغيره يده وحدها هي التي تخالب بين هذا وهذا لصالح عباده لو استمر ليل أبدا أو النهار أبدا لذاقت الحياة وما صلحت أبدا كيف ما نشكو هذه النعمة العظيمة يعطيك كهبة في بيتك كل ما تراه تحمده مصباح فقط تشكو عليه ثم النهار بضوءه عشر عشر ساعات اثنى عشر ساعة ما تقول الحمد لله يأتي الظلام لتستريح فيه وتهدى عصابك من جهد العمل في النهار فتنام ولا تقول الحمد لله فالكفار كلهم لا يحمدون الله لا على ليل ولا على نهار لا على ظو ولا على ظلام لا على خير ولا شر والعياذ بالله عرفتم قيمة الكفر والكافرين أحط الخلق وحسبنا ما نكرره من قول ربنا أولئك هم شر البريئة من شر الخليقة القرادة والخنازي لا والله الحياة الثعابين لا والله شر الخليقة فقط الكافرون بالله المكذبون المكذبون به العابدون لغيره المعرضون عن ذكره وطاعته هذا حكمه عليهم وإلى لا إذ جاء في صورة البينة قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة من القائل الله العليم والحكيم شر البريئة أي الخليقة من باء إذا خلق وتقرى البريئة والبرية قراءتان سبعيتان بمعنى الخليقة أي المخلوق شر المخلوقات من هم الكفاء والمشركون وإن كانوا بيض الوجوه يطيرون في السماء يأكلون الحلوى ما داموا كافرين بالله ولقائه ورسوله ويعبدون غيره فوالله لهم شر القريقة والله لا الخنزية أفضل منهم وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهى أفلا تعقلون يعيب عليهم يندد بهم يوبقهم لما ما تعقلون أبدا وقد قلت لكم الكفار يعيش خمسين سنة ما يسأل ما سبب النهار أو الليل لما وجد الليل والنهار من أوجده ما ما يسأل يأكل البقلاء والحلاوة والطعام وينتف بطه ما يسأل من خلق هذا الطعام من أوجده من جعلك تأكله من حببه إليك ورقبك فيه لو لاهما أكلت ولا كنت ما فيه سؤال عن الله حتى لا يعبدوا السر ما علمتم كل الكفار والمنافقون يؤيدون أن لا يعبدوا الله لا يصم ولا يصل لا يتصدق ولا يذكر ولا ولا إذن ما يدون أن يدخلوا في الإسلام حتى لا يعبدوا الله أفلا تعقلون توبيخ هذا ولا لا تعيشون وتشاهدون الحياة والموت والليل والنهار والظلام والضيوة وما تسألون من فعل هذا حتى نحبه ونغف فيه ونطلبه ونسأل عنه لنؤمن به ونعبده ثم قال تعالى حاكياً قولهم بل قالوا مثل ما قال الأولون الكافرون اليوم والمشركون وقبل اليوم ويوم نزول القرآن الكل يقولون مثل ما قال الأولون من الظلال والجهال والكافرين والمشركين ماذا قالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا مبعوثون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً نخراً فالأرض نبعث أحياء هذه الكلمة يتغنى بكل الملاحدة والمشركين والكافرين إلى الآن الذي أوجدكم أولاً كنتم معدومين أمواتاً فأحياكم ثم يوميتكم الثالث يعجز عنه لو كان عندك عقل لما أحياني أول مرة لما أماتني نقول ما يقدر لكن أماتك أولاً وأحياك ثم أماتك بعد ذلك يعجز عن حيائك أي عقل يقول هذا ما دام قد أحيانا وعشنا ثم أماتنا هل يعجز أن يحيينا مرة ثانية مستحيل في عقل العقل أن يقول ما يستطيع كيف لا وقد أحياك وأماتك ما يحييك مرة ثانية هذه يتغنى بالملاحدة إلى اليوم حتى لا يعبد الله حتى لا يدخلوا بالإسلام فيحيل لهم ما يحيل ويحرم ما يحرم يريدون الحرية المطلقة ينكحون يأكلون يشربون يقولون ينظون بلا قيد ولا شرط كالبهائم ويظنون أنهم ترقوا بلغوا مستوى عالي فتحوا أندية اللواط عياذ بالله بل قالوا مثل ما قال الأولون بدل أن يتدبروا ويتعقلوا ويفموا لا ذو بما قال السافقون من المشركين قالوا أئذا مثنا وكنا طرابا وعظاما أئنا مبعوثون أحيا مرة ثالثة الجواب نعم الذي أحياكم أماتكم قادر على أن يحياكم مرة ثالثة لو ما قدر في الأول نعم لكن قدر على إحيائنا وعلى إماتتنا كيف يعجز عن إحيائنا مرة ثالثة بل الإعادة أسهل ويلنا واقعا ميشت بأسهل صنعت ثوبة نسجته صنعته ثم مزقته في من يقول ما يستطيع أن يصنع مثله والله لا يقول أحد لأنه دال على وجوده سامعتم ما قال الأولون من المشركين والملاحدة قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا مبعوثون لاستفام عندهم للإنكا والتكذيب قال تعالى عنهم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل هذه كلمة العلمانيين الملاحدة وعدنا هذا على عهد سمس عيسى وإلى موسى وإلى سليمان وليباهيم وعدنا بهذا أننا نموت ونحيا ثم نبعد يريدون أن يبعثوا والآن في الدنيا هذا خطأ أحياهم في الدنيا وأماتهم لكن يبعثهم في الدار الآخر التي لا تفنى ولا تبقى لا تفنى أبدا بل تبقى أبدا وأكرر وأكرر القول أن هذه الحياة الدنيا ليس الدار بقى وخلد أبدا لأنها دار عمل فقط والدار الآخر دار الجزاء وأخذ المقابل فهي دار بقى إذا وإلى لا فالعاملون عندنا في الوظائف والعمل يتقاضون أجورهم متى لما ينتهي العمل وإلى لا فنحن متى نتقاض أجور وندخل الجنة والنار بعدما تنتهي حياتنا بعدما ينتهي العمل الدار الآخر دار الجزاء والله ليست إلا دار جزاء ما فيها صيام ولا صلاة ولا جهاد ولا غباط ولا ولا ما هي إلا دار نعيم دائم أبدا أو عذاب وشقى دائم أبدا من صنع هذا وخلق الله العليم الحكيم المدبر العزيز الحكيم سميث ما يقولون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من وعدهم أرسل الأنبياء لقد وعدنا هذا لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين أي ما هذا الذي تقول يا محمد إلا حكايات الأولين سطعوها في الكتب وكتبوها والواقع ما فيه ما فيه من يحيى بعد أن يموت فهمتم معنى أساطير الأولين أشياء مسطرة مكتوبة كتبها الأولون في الكتب وقالوا إنكم ستبعثون بعد موتكم لتجزون بأعمالكم نعم هذه كلمة من كفر بالله ولقائه كلمة من كفر بالله وشرعه من كفر بالله ورسوله أعمى في ضلال كامل ما يعرف ما يقول أبدا يتخبط لو كان ذا عقل وفهم ما دام الذي خلقك أولا وأماتك هو الذي يخبر على أنه يحييك تستحي أن تقول لا أبدا وتطالب بالحياة الآن هذا خطأ الدار ماهي دار جزاء هذه دار عمل موقوت والله بالدقيقة وستنتهي وتأتي دار العمل والجزاء التي لا نهاية لها لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا أي ما هذا إلا أساطئ الأولين حكايات مكتوبة هذا قول من الملاحدة العلمانيين الكافرين المشركين الذين لا يؤمن بالله ولا بلقائه لا يؤمن بالله ولا كتابه لا يؤمن بالله ولا رسوله لأنهم يعيشون كالبهايم شر الخليقة في الأرض يقولون هذا القول حتى ما يدخلوا في الإسلام لأن الدخول في الإسلام يغير الحياة يغلق أبواب المصانح الخمر يغلق أبواب البائع الخمر يغلق يغلق كذا يغير الحياة وصلنا على ناقب يصدو أمل لا تخلج مراكاشف على وجه عبداء ما يردون هذا النظام يغلق أبواب المنوك مصاري فاري خيرية ربانية إلهية لا بنك أبدا فلا يردون الإسلام خوفا من هذا التغير والتبذيل أكلوا عليكم الآيات مرة أخرى اسمعوها وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفرداء أليس كذلك قليلا ما يشكرون أنتم تشكرون إن شاء الله قليلا ما يشكرون أي الكفار والملاحدة وهو الذي ذرأكم فالأرض خلقكم في الأرض هذه وإليه تحشرون في يوم الأيام جميعا كبيركم وصغيركم بركم وفاجركم لماذا نحشر إليه قولوا للحساب والجزاء على عملنا في هذه الدنيا وهو وهو يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار لا إلى غيره هو القاد على ذلك أفلا تعقلون ما على الأسف بل قالوا مثل ما قال الأولون ماذا قالوا قالوا أئذا ميتنا وكنا توابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباء هذا من قبل إن هذا إلا أساطئ الأولين هكذا كان كفاء مكة يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأقوال والآن يقولها الملاحدة والعلمانيون والبلاشف الشيوعيون لا يؤمنون بلقاء الله عز وجل مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا وجوب الشكر لله تعالى وذلك بطاعته على نعمه ومن بينها نعمة السمع والبصر والقلب من هداية الآيات التي درسناها الآية الأولى تدل على وجوب شكرنا لله يجب أن نشكر الله يا أبناء الإسلام وذلك بالاعتراف بنعم الله وبحمد والثناء عليه ثم بصرف النعم فيما أنعم به عليك أعطاك ريالات لا تشرب بها الخمر ولا الأفيون ولا كوكاين ولا تغري بها الفتن ولا توجد بها المظالم أعطاك سمعك وبصرك انتفع بهما لا تصف سمع وبصر فيما يغذب ربك ربك عليك صرف النعم فيما من أجلها أنعم بها هو الشكر لله تعالى أن نشكر هاتي ثانياً تقرير عقيدة البعث والجزاء بما تضمنت الآيات من الأدلة العديدة على ذلك تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء مئات الآيات بل القرآن كله يقرر هذه الحقيقة وهي أنه لا بد وأن نحيا بعد موتنا لنجزى على كسبنا وعملنا هذا يوم القيامة ويوم البرزخ والله ما إن تخرج أرواحنا حتى تلقى الجزاء إما النعيم المقيم أو العذاب الأليم وأنت على سرير الموت أو على النعش لا بد من هذا وبهذا نتق الله ليلة نهار ذاكرين الشاكرين ثالثاً وأخيراً سوء التقليد وآثاره في السلوك الإنساني نعم سوء التقليد وأثاره في السلوك الإنساني لحيث ينكر المقلد عقله سوء التقليد منين أخذنا سوء التقليد قالوا إنا وجدنا آبانا هذا قاله الأولون أساطير هذا والله لهو التقليد فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان ذا علم حقيقي عف بالعلم لا نقلده ولكن نسأله وناخذ عنه أما التقليد ناخذ الرأي والقول بدون معرفة هل هو صح أو باطل حقيقة أو كذا فلا يحل أبدا هاو تقليد أوقعهم في هذه المحنة قالوا وجدنا آبانا على هذا ما سمعنا بهذا في الأولين هذا التقليد وإلا لا أعرض عن الأدلة والبراهين الصاطعة في الآيات وقالوا لا 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 هذه حكايات فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الضيب والشهادة فتعالى عما يشركون أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا يا جل ذكره قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون هذا جدال حجاج حوار بين الله وبين المشركين والملاحدة والعلمانيين والذين ينفون الحياة الثانية ويكذبون فهاهذا تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المنكرين للبعث الآخر والمكذبين به والذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا فقط ما هناك حياة أخرى بعد ليستمروا على الفحش والمنكر والباطل قل لهم محاورا مجادلا لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فليجيبوا لمن يقولون والله لا جواب إلا كلمة لله فقط ما عندهم جواب اسأل أي ملحد سله لمن الأرض ومن فيها ماذا يقول لأبي لأمي للدولة للجن لمن ما في جواب إلا أن يقول لله فإذا كانت لله وخالقها ومالكها ومدبر أمرها كيف يكذب بأن يبعث الناس أحياما وأخرى ليحاسبهم ويجزيهم بأي منطق أو ذوق أو عقد ما دم تتومنه أنه هو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما يملك الأرض بما فيها فكيف إذا تقول ما يستطيع أن يبعثنا أحياء من جديد ليحاسبنا على أعمالنا في الدنيا هذه صفعة على وجوههم والحمد لله يعترفون سيقولون لله إذن قل لهم إذن أفلا تذكرون أفلا تتذكرون أفلا تتعرضون أفلا تتفكرون فتعلم وتعرفوا كيف تعرفون أن ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهم لله ولا خالق ولا رزق إلا هو ولا مدبر تعترفون بهذا وفي نفس الوقت تكذبونه في البعث والحياة الثانية قل أفلا تذكرون هكذا يعلم الله رسوله الجدال والحوار مع هؤلاء المشركين لتقوم الحجة عليهم فإن أصروا على التكذيب والكفر والعناد مصيرهم والقلد في جهنم وإن استجابوا وتابوا أنابوا فهنيئا لهم سعدوا في الدنيا والآخرة والقرآن كتاب هدايا وإلى لا كتاب هدايا الآية الثانية يقول تعالى قل من رب السماوات السبعي ورب العرش العظيم يقولنا أبو سفيان يقولنا عدنان يقولنا إبراهيم من هو رب السماوات السبعي أي خالقها ومالكها ورب العرش العظيم الجواب ماذا يقولون لله ما في جواب غير هذا اسبقهم يا رسول الله قل لله إذ لا جواب إلا لله وكلمة العرش العظيم سرير الملك هذا العرش في قوله تعالى من سورة البقرة في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض لو أخذنا السماوات السبع والأرضين السبع وأرسقنا أرض بأرض ورقعة واحدة ووضعنا كرسي الله الكرسي أبسع منها ما تتسع له هذا الكرسي والعرش كيف يقول ابن عباس وضعنا منها نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقات في الفلاة آمنا بالله هذه السماوات التي نشاهد سماء الدنيا ما فيها من كواكب على اتساعها وعلى عرضها لو أخذنا سماء إلى سماء والأرض إلى أرض الكرسي أوسع منها وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش أعظم الكرسي معروف كهذا والعرش سري الملك سمحان الله العظيم سنعرف هذا ونشاهد لما نلفظ أنفاسنا الأخيران وتنتهي حياتنا هذه ننتقل إلى عالم الغيب ونشاهد كل شيء ونعرف ونوم بكل شيء قل لهم يا رسولنا من رب السماوات السبعي ورب العرش العظيم سيقولون لله وفي قراءة سيقولون الله وهي كذلك إذن قل أفلا تتقون أفلا تتقون ربكم أن يعذبكم ويحرقكم ويمزقكم ويهلككم بألواء العذاب وأنتم تعرفون أنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وفي نفس الوقت تجحدون وتكذبون رسوله وتنكرون البعث وتثبتون آلهة باطلة مزعومة تعبدونها مع الله أين يذهب بعقولكم ما تتقون ما تخافون حقيقة يسألهم تسألهم من رب السماوات السبع ويقولون لله يقولون الله إذن لما ما تتقونه كيف تعيشون على عصيانه والتمرد على شعه ومحاربة دينه ورسوله وتصرون على تكذيبه في قضية البعث والجزاء يوم القيامة فهل إذن قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجع عليه إن كنتم تعقلون دلون من بيده ملكوت كل أي ملك كل شيء خزائن الكون كلها بيده لا بيد غيره وهو يجير يحمي ويحفظ من أراد حفظه وحمايته ولا يجع عليه أبداً لو تجتمع الخليق كلها على أن تؤمن شخصاً ما أرد تأمينه والله ما استطاعه يجير من يجير يجير من يشاء ويحفظ ويحميه وكان العرب يجيرون بعضهم بعض يدخل في حماة والآن السياسة تجير فلان انتقى للبد فلان في حماة الدولة هكذا يقول تعالى يا رسولي قل يا رسولنا من بيده ملكوت كل شيء والملكوت كالجباروت البارد العظم أي خزائن كل الكون بيد الله عز وجل وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون لو كان لكم علم بهذا والله ما عبدتم غيره والله ما كذبتم رسوله والله ما أنكرتم البعث والجزاء فالدار الآخر أبدا ولكن أين العلم جهل فقط فليعترفوا بجهلهم وليطبوا العلم ويعلموا سيقولون لله قل فأنا تسحعون إذن سيقولون الله وهو يقولون لله قراءة تاني قل فأنا كيف تسحعون وتعيشون على الخيالات السحة والتخليل تخيل وإلى لا تتخيلون أنه لا إله وتتخيلون أن الآلهة موجودة وأنه وأنكذا تخيلات كالسحر حملهم ذلك على أن كذبوا رسول الله وهم يعرفون أنه رجل الصدق والأمان والتقوى والطاعة والاستقامة ما قالوا إلا ساحهم جنون سبحان الله العظيم سيقولون لله قل لهم يا رسولنا كيف تسحعون إذن وتعيشون على الخيالات والظنون والأوهام وأنتم تعلمون ماذا أن خزائن الكون كله كله لله عز وجل وهو الذي يجير ولا يجار عليه وأنتم تعلمون هذا ثم كيف تشركون به أو تكذبونه أو تنكرون البعث الدار الآخر والجزاء ثم قال تعالى بل آبل بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بعد هذا الحواء والجدال قرر الحقيقة هذه يقول تعالى بل أتيناهم بالحق وجئناهم به ألا وهو رسولنا وكتابنا وما يحوي من الشرع والأحكام وأخبار الغيب وما إلى ذلك جئناهم به وإنهم لكاذبون في كل دعوانهم في كل قولهم في كل ما يزعمون كله كذب وباطل والله ما عندهم إلى الكذب ما داموا كذبوا رسول الله وقد أرسله إليهم وابعثه فيهم كذبوا كتابه يقع عليهم كذبوا أخباره التي تلقى عليهم إذن كاذبون وإنهم لا كاذبون فلا تبال بهم رسولنا ولا تتفت إليهم أبدا ومعنى هذا أن الله ناصر عليهم قطع حججهم لكنهم مصعرون على التكذيب والكفر والإيناد ثم قال تعالى ما اتخذ الله ما اتخذ الله من ولد ولا بنت لأنهم يقولون الملائكة بنات الله قبيلة من قبائل العرب يعبدون الملائكة بحجة ماذا أن الملائكة بنات الله وأن الله أصهر إلى جنية وأنجب البنات وكل من كذب الكاذبين وتضليل المضلين كيف تكون الله زوجة وهو خالق كل شيء الذي كرسيه وسع سماوات الأرض وعاشه أعظم من ذلك هذا يتخذ زوجة من هذه الزوجة ما اتخذ الله من ولد وما كان مهو من إله وإن قلت هؤلاء عرب ماذا جهال جهال والنصارى الآن المسيحيون آل علماء والصاعدون للسماء ويقولون عيسى بن الله بهذا اللفظ عيسى بن الله كيف يكون الله ولد الذي يقول للشيء كن فيكون يكون يتخذ زوجة أو ولدا ولكن الشياطين تحسن الباطل وتزينه وترق فيه والشياطين من الإنس يعملون كذلك يحسنون القبيح ويزينون الشيء ووا حتى يقع الناس بهذه الضلالات والأباطل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ثم الحج والبوهان يقول تعالى إذن لو كان هناك إله مع الله منطقيا هل يصطلحاني هذا له عبيد وهذا له عبيد هذا له منطق هذا له منطقة ممكن والله يتحارباني ويعلو بعضهم على بعض لو كان هناك إلهاني حقا لا ثارت الحرب بينهما وقهر أحدهم الآخر هل حصل هذا وما كان معه من إله إذن لبهب كل إله بما خلق ولعب على بعضهم على بعض لو كان في السماوات والأراضين إله مع الله ما يعلن الحرب عليه ما يتحارباني ما يقهر حدهما الثاني لكن أين الآلهة التي مع الله التي غلبته أو قهرته أو غالبا وقهرا منطق منطق حقيقي حقيقة لو كان هناك إلى آلهة لاختسموا الملكوت بينهم وثارت الحرب بينهم كما هو مشاهد لو كان لك ولد فقط ينازعك في الملك فكيف يكون له ولد ولكن تضليل الشياطين من الجن ومن الإنس الإنس يحسنون الباطل ويزيعونه كما قلت لكم إلى الآن والنصار يعلقون الصليف في أعناقهم أو في سيارات وكذا يعتقدون أن عيسى بن الله حاش لله أن يكون له ولد وهو رب كل شيء وملك كل شيء وبيده كل شيء ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن على فرض لو كان له إله معه لا ذهب كل إله بما خلق واقتسموا الكون أقساما وهل الكون مقسم تدبيه واحد الله يحي ويميت يعطي ويمنع يضع وينفع يعز ويذل ليس إلا هو ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون نزه الله تعالى نفسه وعلمنا هذا قولوا سبحان الله عما يصفونه من هذه الأباطيل والطرات وهذه الكاذيب وهذه الضلالات تنزه الله عن ذلك وتقدس سبحان الله عما يصفونه به من أن له ولد وله بنت وله ملاك كذا وأصنام يعبدون ويقولون آله مع الله سبحان الله عما يصفون ثم قال تعالى عالم الغيب والشهادة قراءة نافع أي هو عالم الغيب والشهادة وقراءة حفص عالمي نعت سبحان الله عالم الغيب والشهادة والقراءتان سبعيتان عالم الغيب والشهادة ما حظى وما غاب ما ظهر وما بطن كله يعلمه ولا يعلم هذا العلم إلا الله فين من يعلم الباطن والظاهر والغيب الحاذة لا والله حدود طاقة معلومة والله عز وجل يعلم الظاهر والباطن والغيب الحاذة فلو كان هناك له ولد ما يعرفه لو كان هناك شريك له ما يعرفه لا وجود لولد ولا لشريك مع الله لو كان موجود ما يعلمه يختفي عنه وهو يعلم الظاهر والباطن سبحان الله عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون تعظم وتعالى وتغبر وترفع عما يشركونه به من هذه الأوهام والضلالات والقرابات اللات والعزة ومنات والعزة عند اليهود والمسي عند النصار والملاكة عند بني فلان لحيان أرأيتم هذا الحوار كيف هذه الصورة مكية الرسول يتلو هذه الآيات وأهل مكة يسمعون أعيد تلاوة مرة ثانية قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون ماذا لله قل أفلا تذكرون إذن قل من رب السماوات السبع ورب العصر العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوته كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأنا تسعرون إذن كيف تسعر عقولكم وتقولوا بالشرك والكفر ونفيان البعث الآخر بل أتيناهم بالحق وإنهم نكارمون هذه الصفعة الأخيرة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما قلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون إليكم شرح الآيات من الكتاب تزداد علما وبصيرا معنى الآيات ما زال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى ما إلى التوحيد وإلى الإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخر فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث والجزاء قل لهم لمن الأرض ومن فيها من المخلوقات إن كنتم تعلمون من هي له فسموه قولوا لفلان وفلان ولما لم يكن لهم من بذ أن يقولوا لله أخبر تعالى أنهم سيقولون لله إذن قل لهم أفلا تذكرون فتعلموا أن من له الأرض ومن فيها خلقا وملكا وتصرفا لا يصلح أن يكون له شريك من عباده وهو رب كل شيء ومليكه وقوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أي يسألهم من هو رب السماوات السبع ومن هو رب العرش العظيم الذي يحاط بالملكوت كله أي من هو خالق السماوات السبع ومن فيهن ومن خلق العرش العظيم ومالك ذلك كله بالمتصرفي ولما لم يكن من جواب سوى الله أخبر تعالى أنهم سيقولون لله أي خالقه أي خلقها وهي له وهي له ملكا وتدبيرا وتصرفا إذن قل لهم يا رسولنا أفلا تتقون أي أفلا تتقون الله وأنتم تنكرون عليه قدرته في إحياء الناس بعد موتهم وتجعلون له أندادا تعبدونها معه أما تخافون عقابا أما تخشون عذابا وقوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيء ولا يجع عليه أي اسألهم يا رسولنا فقل لهم من بيده ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء وخزائنه وهو يجيء من يشاء أي يحمي ويحضر من يشاء فلا يستطيع وحد أن يمسه بسوء ولا يجعر عليه أي ولا يستطيع وحد أن يجير أن يحمي ويحضر عليه أحد أراده بسوء وقوله تعالى إن كنتم تعلمون أي إن كنتم تعلمون أحدا غير الله بيده ملكوت كل شيء ويجيء ولا يجعر عليه فاذكروا 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 سموه ولما لم يكن لهم أن يقولوا غير الله أخبر تعالى أنهم سيقولون الله أي هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهي لله وهي لله حقا خلقا وملكا وتصرفا إذن قل لهم فأنا تسحرون أي كيف تخدعون فتصرفون عن الحق فتصدقون غير الحق فتعبدون غير خالق الرازق وتنكرون عن الخالق إحياء الموتى وبعثهم وهو الذي أحياهم أولا ثم أماتهم ثانيا فكيف ينكر عليه إحياءهم مرة أخرى وقوله تعالى بل أتيناهم بالحق أي ليس الأمر كما يتوهمونا ويخيل إليهم بل أتيناهم بذكرهم الذي هو القرآن به يذكرون لأنه ذكرى وذكر وبه يذكرون لأنه شرف لهم وإنهم لكاذبون أي في كل ما يدعون ويقولون ما اتخذ الله من ولد ولا بنت وما كان معه من إله ولا ينبغي ذلك والدليل المنطقي العقلي الذي لا يرد هو أنه لو كان مع الله إله آخر لا قاسمه الملكة وذهب كل إله بما خلق ولا حارب بعضهم بعضا وعلى بعضهم على بعض غلبة وقهراء وأين ذلك وقوله تعالى فسبحان الله تنزيها لله تعالى عما يصف به الواصفون من صفات العجز كاتخاذ الولد والشريك والعجز عن البعثة وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة أي ما ظهر وما بطن وما غاب وما حضر فلو كان معه آله أخرى لا عرفهم وأخبر عنهم لكن لا وجود لهم ولكن هياة هياة أن يكون مع الله أن يكون مع الله إله آخر وهو الخالق لكل شيء والمال لكل شيء فتعالى الله فتعالى عما يشركون علوا كبيرا وتنزها تنزها عظيما مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا مشروعية توبيخ المتغافل المتجاهل وتأنيب المتعامع للحق وهو قادر على رؤيته مشروعية وجواز توبيخ وتقريع وتأنيب من يعرف الحق ويعرض عنه ويكذب به والآيات التي تلوناها كلها تحمل هذا المعنى توبيخ تقريع تأنيب للمشركين الذين يعرفون الحق ثم يكذبون به وينكرونه ولهذا يجوز للمؤمن أن يوبق أو يقرع ويؤدب من ينكر الحق وهو يعرفه نعم ثانيا تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته ثانيا الآيات هذه قررت أثبتت ربوبية الله وأنه رب كل شيء ومليكه وقررت ألويته فهو الإله الحق فلا إله في الأكوان أبدا إلا الله هو الذي خلقه وهو الذي يستحق أن يعبد أما غير الله من الآلهة الباطلة فهي كلها أباطيل من تزيين الشياطين العياذ بالله وتتأكد الحقيقة وهي لا إله إلا الله والله الذي لا إله إلاه لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو نقول هذا ولا نعبد معه غيره أما من يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويحلب بغير الله ويخاف غير الله فهو كاذب في قوله ولهذا نقول من قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يجب أن يقولها على علم ويقين ثانيا يجب أن يعبد الله الذي شهد أن لا معبود إلا هو ثالثا أن لا يعبد معه أبدا بأي عبادة رابعا أن لا يعترف ويقر عبادة خير الله لابد من هذه أولا يا من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يجب عليك أن تقول ما قلت على علم نظرت إلى الكون كله فعرفت أن الخالق واحد الرازق واحد هو الله لا إله إلا هو على علم لا يوجد إله مع الله هنا يجب أن تعبده وإلا كيف تعترف بأنه المعبود ولا تعبده ثالثا يجب أن تعبده وحده ولا تشرف عبادة غيره أبدا وإلا تناقضت ونقضت كلامك رابعا أن لا تعترف وتقر عبادة غير الله سواء كنت خايفا أو غير خايف لا تقول عبادة المسيح تجوز أبدا ولا عبادة صنم الأصنام وأشهد أن محمد رسول الله على علم أنه رسول الله ويجب حبه بعد الإيمان به ومتابعته ولمشي وراءه نأكل كما يأكل ونشرب كما يشرب ونلبس كما يلبس ونجاهد كما يجاهد حياتنا ما نوط به نمشي وراءه وبذلك يصح شهادة أن محمد رسول الله أما أن محمد رسول الله لا تحبه أي شهادة هذه ولا تتبعه في أي شيء أي شهادة كذب نعم ثالثا تنزيه الله تعالى عن الصاحبة والولد وإبطال ترهات المفترين في هداية الآيات تنزيه الله تعالى وتقديسه وإبعاده كل البعد على أن يكون له ولد أو بنت أو تكون له زوجة وصاحبة لأن رفض الصاحبة بمعنى الزوجة في القرآن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله نعم رابعا وأخيرا الاستدلال العقلي ومشروعيته والعمل به لإحقاق الحق وإبطال الباطل من هداية هذه الآيات جوازوا لاستدلال بالعقل وبالمنطق وبالذوق وبالفهم لأن قال فلا تعقلون فلابد من استعمال العقل واستخدامه لنميز به بين الحق والباطل بين الخير والشر بين النافع والضار بين 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 بحكم أن العقل له ذلك فكيف يعرض الإنسان عن عقله ولا يدبر به ولا يفكر حتى ينكر الحق ويكذبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ربي ما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نري كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخم إلى يوم يبعثون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قل رب إما تريني ما يعدون الآية إنه بعدما تقدم في السياق السابق توجيهات المشركين وطلب هدايتهم ولكن أعرضوا وأصروا وعاندوا وكابروا هنا قال تعالى لرسوله قل يا رسولنا يا ربي يا ربي وإنما حذفتها النداء لقرب الله تعالى لأن النداء يكون بليا يا إبراهيم يا أحمد لكن إذا كان قريبا لا تقل يا إبراهيم قل أحمد فالرب تباع فتعالى قريب من كل الخلق لأن الخليق كلها في قبضته وبين يديه يسمع أقوالها ويرأ فعلها قل ربي ربي إما تُعيني أي إن تُعيني ما يُعَذون فالميم هنا صيل لتقوية كلام والأصل إن تُعيني ما يُعَذون من العذاب والهلاك علم الله تعالى أن يقول هذا القول فقال له قل يا رسولنا أربي إما تُعيني ما يُعَذون أي من العذاب والهلاك لإصرارهم على الشبك والكفري والتكذيب والضلال أربي فلا تجعلني في القوم الظالمين أربي لا تجعلني فيهم فتهلكني بإهلاكهم أبعدني عنهم ولا تجعلني منهم ولا فيهم ولا بينهم هذا تعليم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم علمه ماذا يقول قل ربي يا ربي إما تُعيني ما يُعَذون من العذاب والهلاك والضمار في الدنيا والقحط والجذب والبلاء وإنا على أن ريك ما نعيدهم لقادرون أخبره أنه تعالى قادر على أن ينجز وينفذ ما توعده من العذاب قل ربي إما تُعيني ما يُعَذون أربي يا ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين حتى لا نهلك معهم بل وبالفعل هاجر إلى المدينة وأهلكهم بالجذب والقحط سبع سنوات حتى أكلوا الصوف وأكلوا الجيف واستجاب الله لرسوله وقد علمه كيف يدعوه وكيف يسأله ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ومعنى الظالمين المشركين الكافرين إذ عرفنا أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه لو أن أحدكم الآن يزحزح من حوله وينام ظلم هذا ليس موضع ظلم فقد ظلم يأتي إلى باب المسجد ويجلس فيه ويسد به ظلم وضع نفسه في غير موضعه والذين يعبدون غير الله وضعوا العبادة في غير الله من المستحق للعبادة الخالق الرازق المدبر المعطي المنى أما الذي لا يملك شيئا وهو ممنوك كيف يعبد وضع العبادة له والله ظلم فلهذا كلمة الظلم تطلق ويراد بها الشرك إذ قالتها لإن الشرك لظلم عظيم فهو يعني كفار قريش ومشركيها فلا تجعلني في القوم الظالمين ثم قال له تعالى وإنا رب العز والجلال والكمال على أن نريك ما نعيدهم لقادرون ما نعيدهم به من العذاب والنكال والدمار والهلاك في الدنيا والآخر قادرون على ذلك فهو يطمئن رسوله ويثبته حتى يثبت لنشر دعوته ثم قال له تعالى ادفع بلتي أحسن السيء هذا تعليم من الله توجيه من الله لرسوله علمه قبل أن يفرض القتال عليه إذ ما زال في مكة دار الكفر والشرك يقول له ادفع بالكلمة الطيبة الحسن السيئة سبوا شتموا عيّروا قالوا مجنون قالوا ساحر ادفع تلك الكلمة بالكلمة الطيبة ادفع بالتي هي أحسن ادفع سوءهم باطلهم شرهم لا بمثله يسبون تسب يقبحون تقبح لا موقفك ما يقتضي هذا فقط ادفع بالتي أحسن وعليكم السلام السلام عليكم جوزيث خيرا وهذا وإن نسخ بالنسبة إلى رسول الله لما نزل المدينة وتكونت الدولة وفرض القتال ما بقي هذا لكن بالنسبة إلى أمته باق إلى يوم القيامة أيما مؤمن منا يسب من أخيه يشتم يوعيّر ما يعد تلك الكلمة السيئة بكلمة سيئة يعدها ويدفعها بالتي هي أحسن وهذا نظام حياة المؤمنين سبك زيد شتمك عمر لا تعد السبب بالستمة والشتم بالشتمة ولكن قلته سامحك الله عفى الله عنك جزاك الله خيرا وقد شاهدنا بعض المؤمنين في هذه البلاد يقولون هكذا وخاصة من رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ينبغي أن يكون وصفا لنا نحن المؤمنين ندفع السيئة بالتي هي أحسن منها لا السيئة بالسيئة لأننا عقلا علماء أربانيون أولياء الله ما نكون كالصعاليك الفاسدين والظالمين نرد كلمتهم السيئة بكلمة سيئة بل نردها بالتي هي أحسن وهذا تعليم الله وإلى لا الله تعالى يعلم رسوله أن يفعل هذا ادفع بالتي هي أحسن السيئة ثم قال له نحن آلم بما يصفون بما يصفونك من أنك ساحب أنك شاعب أنك مجنون يصفون الله بأن له ولد بأن له بنت بأن له شريك بأن الحياة الثانية باطلة ولا وجود لها كل هذه يصفون بها أن نحن أعلم بها وسوف نجزيهم بذلك إذا لم يتوبوا ويدخلوا في الإسلام ادفع بالتي هي أحسن السيئة التي تدفع ما هي السيئة بأحسن من السيئة الحسنة الحسنة حسنة والسيئة السيئة ادفع بالحسنة السيئة لا تدفع السيئة بالسيئة فتكون مثلهم في موقفهم الباطل نحن أعلم ما يصفون وفي هذا تهديد لهم بأنه سينزل بهم نقمته سيرسل عليهم عذابه سيعذبهم لأنه أعلم منك يا رسولنا بما يصفون وسوف يجزيهم بحسب كفرهم ووصفهم للرسول ولغيره بالباطل وعلمه أيضا وأرشده وقال له وقل ربي أي يا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين تأملوا إذا كان رسول الله سبحانه يتعرض يتعرض لهمزات الشياطين ونزقهم ومسهم فكيف بغير رسول الله انتبهوا وقل ربي يا ربي ألجأ إليك وأتحصن بك وأعوذ بجنابك من همزات الشياطين والهمزات جمع همزة وتكون من وراء همزة أو لمزة من أمام والشياطين هذه مهمتهم إفساد القلوب والعياذ بالله فالله يرشد رسوله وأمة تابعة له جاء خالد بن وليد رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني لا أنام إلا مؤرقا ما أستطيع أن أنام في الليل ما رمسنا من الأحلام وسيء الأنام فهذا فأرشده رسول الله صلى الله وسلم بما يلي قال له أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرع عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله الله التامة من غضبه وعقابه وشرع عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون تقولها وأنت على فراشك كل ليلة يحفظك الله عز وجل ويحميك من الإنس والجن أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرع عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون علمها خالد بن الوليد سيف الله في أرضه كما علمنا البارحة ومع هذا الشياطين تأتيه وتفتنه وتؤث عليه وتزعجه في نومه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه هذه الكلمات وهي أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرع عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون هذا تعليم الله لرسوله وإلى الله وقال ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون العملي فيفتنني ويفسدون علي ما أعمله وأقوم به هذه الكلمة الطيبة إن شاء الله حافظتمها إذا ما حافظت الآن سل غيرك بعد الآن قل له أعيدها أعيدها عليه أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرع عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون إذا القضية أساسا من أجلي أمزات الشياطين وأن يحضرون ثم قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت يخبر عن أولئك المشركين الظالمين الهابطين الصاققين عبدت الشياطين آل الشرك والكفر يقول تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت الموت يجيء وإلى لا يجيء للكافي والمؤمن للبار والفاجر في الأولين والآخرين اسمع هذا الخبر العظيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني ربي يا ربي ارجعوني لماذا ما قال ارجعني تعظيما لرب عز وجل عظمشا وجل جلاله أو يكون واجه رب ربي ثم قال للملائكة الذين جاءوا لقبض روحه أرجعوني ولا حرج رب ارجعوني إلى أين إلى الحياة الدنيا لأن هذا عند سكرات الموت عندما يشاهد بعينيه ملك الموت ومن معه يقول هذه الكلمة وإليكم الحديث التالي ذكر ابن جرير الطبري إمام المفسرين ذكر في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وارضاها أليست زوجته بلا أليست حبه بلا أليست بنت الصديق بلا ماذا قال لها قال لها إن المؤمنة إذا عاين الملائكة الذين يقبضون روحه قال لها أي الملك الذي يقبض روح نرجعك إلى الدنيا يستفهمه نرجعك إلى الدنيا ماذا عسان يقول المؤمن قال فيقول إلى دار الهم والحزن إلى دار الهم والحزن ما هي دار الهم والحزن والله هذه الدار لا يخلو أحد من الهم والحزن فيها إلى دار الهم والحزن فيقول ويقول بل 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 قدموني إلى ربي قدموني إلى ربي وأما الكافر والمنافق والفاسق والفاجر فيقال له نرجعك فيقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت أعيد حديث عائشة تقول قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إن المؤمنة إذا عاين الملائكة وشاهدهم وهو على سرير الموت قالوا له نرجعك إلى الدنيا خيهوه فيقول إلى دار الهم والحزن إلى دار الهموم والأحزن ولكن ودوني إلى ربي قدموني إلى ربي أما الكافر والظالم الفاسق والفاجر فيقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت من مال وأولاد والدنيا على اختلاف أنوايا وفي الحديث الصحيح إذا حملت الجنازة على العناقة كما تشاهدونها في كل يوم يقول الحبيب الصلم أسرع بها بالأمس شكا إلي أحد المؤمنين قال لماذا يهولون ويسرعون بالجنازة غضبان قلت لا الرسول أمر بالإسراء لكن ليس الإسراء من الجري ولكن السرعة في المشي لا لها ولو الجري أسرعوا لماذا إن كانت النفس صالحا إذا كانت النفس صالحا ماذا تقول قدموني 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 وإن كانت بخلاف ذلك تقول إلى أين لا تقول أعيد أعيد الحديث أسرعوا فإن تكو الجنازة التي تسرعون بها صالحا فخيرون تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم مرة ثانية أيما جنازة محمولة على النعش ويحملها برجال على أعتاقهم وأكثافهم إلا وإذا كانت ماذا مؤمن صالحا برة قية تقول قدموني قدموني أجلوا إلى القبر حيث الجنة تدخل هناك وإن تكو سوى ذلك أي فاسداء غير صالحا فشر تضعونه عن أعناقكم تستريحون منه ولك أن تحلف بالله على هذا ما من جنازة يحملها المؤمنون على أعتاقهم أعناقهم إلا ويتقول إن كانت صالحا قدموني قدموني أجلوا وإن كانت فاسدة فشر تضعونه من أعناقكم قال تعالى وقو رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ثم قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت ملك الموت وأعوانه قال رب ارجعوني إلى الدنيا لنعمل الصالحات لنصلح ما أفسدناه فيها من قلوبنا وعقولنا وأموالنا وعقول لعلي أعمل صالحة فيما تأتي قال تعالى كلا والله لا يرد ولا يرجع أبدا ولو طالب بذلك وصح لا أبدا إنها كلمة وقائلها فقط لا معنى لها لا قيمة لها لما قال رب ارجعوني يرجعونه ويحيى من جديد مستحيل هذا لن يتم أبدا كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ما هذا البرزخ البرزخ أيام الدنيا حتى تقوم الساعة من ساعة ما يدخل القبر فهو فيه برزخ حاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة إذ البرزخ هو الحاجز بين بحرين أو بين شيئين فالموت لما يموت المرأة يبقى في قبره هذا يسمى برزخ لأنه فاصل حاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة وهو الواقع الذي أخبر تعالى به ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون أحيام قبورهم للجزاء والحساب على كسبهم وعملهم في هذه الدنيا وإليكم شرح هذه الآيات مرة ثانية من الكتاب لنزداد بصيرة وإلما قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم في هذا السياق تهديد لمن؟ للمشركين الذين لم ينتفعوا بتلك التوجيهات التي تقدمت في الآيات السابقة قبل هذه فأمر الله تعالى رسوله أن يدعوه وإن ضرع إليه إن هو أبقاه حتى حين هلاك قومه أمر رسوله أن يدعوه ويتضرع إليه إنه أبقاه حتى يحين هلاك قومه أن لا يهلكه معهم يتضرع إليه أن لا يهلكه معهم فقال قل ربي يا ربي إما تعيني أي إن تعيني ما يعدون أي من العذاب ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين بل أخرجني منهم وأبعدني عنهم حتى لا أهلك معهم وقوله تعالى وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون يخبر تعالى رسوله بأنه قادر على إنزال العذاب الذي وعد به المشركين إذا لم يتوبوا قبل حلول العذاب بهم وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن هذا قبل أمره بقتالهم إذ هذا نزل بمكة وأي أمكة لا جهاد ولا قتال وإنما القتال وإجهاد لما تكونت الدولة في المدينة أمره بأن يدفع ما يقولونه له من الكفر والتكذيب يرده بالخل والخصلة التي أحسن وذلك كالصفح والعراض عنهم وعدم الالتفاة إليهم ما يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم يتركم كالكلاب يقولون ويسبون ويشمون وقوله نحن أعلم بما يصفون أي من قولهم لله شريك وله ولد وله وأنه ما عسل محمدا رسولا وأنه لا يبعث ولا لا بعث ولا حياة ولا نشر يوم القيامة هذا كلامهم يقولونه ويرددونه فقال تعالى فيه نحن أعلم بما يصفون أي من قولهم لله شريك وله ولد وأن الله ما أرسل محمدا رسولا وأنه لا يبعث ولا بعث ولا حياة ولا نشر يوم القيامة هذا كلامهم وقوله تعالى وقال رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لما علمه الاحتراز والتخصص لما علمه الاحتراز والتحصن من المشركين بالصفح والإعراضي إذن أمره أن يتحصن أيضا من الشياطين بالاستعاذ بالله تعالى فأمره أن يقول ربي أي يا ربي أعوذ بك أي أستجير بك من همزات الشياطين أي من وسواسهم حتى لا يفتنونني عن ديني وأعوذ بك أن يحضروا أمري فيفسدوه علي وقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت أي إذا حضر أحد أولئك المشركين الموت أي رأى ملك الموت وأعوانه وقد حضروا لقبض روحه قال رب ارجعوني أي أخي موتي كي أعمل صالحا فيما تركت العمل فيه بالصلاح وفيما ضيعت من واجبات قال تعالى ردا عليه كلا أي لا وجوع أبدا إنها كلمته وقائلها لا فائدة منها ولا نفع فيها ومن ورائهم برزق أي حاجز مانع من العودة إلى الحياة وهو أيام الدنيا كلها أيام الدنيا كلها حتى إذا انقضت أعاد إلى الحياة ولكن ليست حياة عمل وإصلاح ولكن حياة حساب وجزاء هذا معنى قوله تعالى ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون هداية الآيات كل آية تحمل هداية أليس كذلك علامة على الخير أولا مشروعية الدعاء والتغييف وأنه للموحدين المؤمنين مشروعية الدعاء والطلب من الله والتغييف وإنه لمن لذاوي وإنه لذو جدوى للمؤمنين ومعنى هذا اعلموا يرحمكم الله أنكم مدعون إلى الدعاء أكثر من الدعاء أكثر من الدعاء ليل نهارا هاه تعالى يرغي فيه ويشرعه ويقول ماذا قال في الآية الكريمة قل ربي أي يا ربي وعلمه ما يدعو فلهذا دلت الآية على مشروعية الدعاء وعلى التغييف فيه وإنه لذو جدوى ومنفع للمؤمنين ثانيا استحباب دفع السيء من القول أو الفعل بالصفح والإعراض عن صاحبه يستحب لكل مؤمن المؤمناء أن يدفع السيء من القول أو العمل أو الفعل يدفعه بمارة بالصفح والإعراض عنه وعدم الالتفاث على صاحبه ثالثا مشروعية الاستعادة بالله تعالى من وساوس الشياطين ومن حضورهم أمر العبد ومن حضورهم لأمر العبد الهام حتى لا يفسده عليه بالخواطر السيئة الآن شكى إلي أحد الأبناء أنه أرتد كم من مرة كيف أرتدت؟ قال الشيطان يقول كذا وكذا وأقول خفل عنه واستعد بالله من الشيطان رجيم ما عندنا قدر على دفع الشيطان إلا باللجاء إلى الله عز وجل بكلمة أعوذ بالله من الشيطان رجيم إذا وسوس لك الشيطان ألقى في نفسك بعض الباطل المنكى وما تستجيب قل أعوذ بالله من الشيطان رجيم وانفث عن يسارك ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان رجيم ولكن اعلم أنك إذا لم تنطق ولم تفعل لا يضرك وسوسه أبدا ولكن الضار يلحق إذا قلت بلسانك الكلمة أو فعلت بيدك أو رجلك ما دعاك إليه أما مجرد وسوس لا يضرك أبدا ما دمت تلجأ إلى الله وتحتمي بعماء مشروعية لاستعادة بالله تعالى من أين من وسوس الشياطين ومن حضورهم أمر العبد المهم الهام حتى لا يفسدوا عليه بالخواطر السيئة كم الإنسان يقولين يفعل خير ثم يأتون ويصرفونه ويفسدون عليه رابعا موعظة المؤمن بحال من يتمنى العمل الصالح عند الموت فلا يمكن منه فيموت بنادمه وحصرته ويلقى جزاء تفريطه حرمان حرمانا وخصرانا في الدار الآخرة مرة ثانية موعدة المؤمن بحال من يتمنى العمل الصالح عند الموت وقد سمعتم الحديث حديث عائشة المؤمن يقول قدمون إلى ربي لما تردون إلى الدار دار الهم والحزن دار الهموم والحزان لكن الفاسق والفاجر ما عنده عمل خايف يقول أرجعوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شهوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون اللهم اجعلنا منهم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا تعالى فإذا نفخ في الصور أذكركم بأن الصور المكية كما علمتم تقرر التوحيد والنبوة والبعث الآخر أي الحياة الثانية فالدار الآخر وتأمل السياق تجدوه يقرر هذا أولا اللا إله إلا الله ثانيا أن محمدا رسول الله ثالثا البعث الآخر والدار الآخر حقا قوله تعالى فإذا نفخ في الصور ما المراد من الصور الصور البوق والذي ينفخ فيه هو ملك عظيم عليه السلام هو إسرافيل إسرافيل هو المكلف بالنفخ في الصور والنفخات ثلاثة أو أربعة النفخة الأولى هي نفخة الفناء فيتحلل كل شيء ويدوب فما يبقى إنس ولا جن ولا شمس ولا قمر ولا أرض ولا سماء كل ذلك يذوب هذه نفخة الفناء القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة هذه النفخة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون جبال كالعهن المنفوش إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كافذة إذا خافذة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس فكانت هباء منبثة هذه النفخة الأولى نفخة الفناء والنفخة التي هنا في هذه الآية هي النفخة الثانية نفخة البعث والخروج من القبور والتجمع للحساب والجزاء لا تتحرك فإذا نفخة في الصوري النفخة الثانية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا يسأل أحد عن آخر لا أم عن ابنها ولا أب عن أبيه ولا الولد عن أبيه ولديه أبدا ولها ذئب فلان ولا من القبيلة الفلانية كما كانوا في الدنيا كل مشغول بنفسه هل ينجو من عذاب النار ويدخل الجنة أو يخلط في النار والعذاب بالعياذ بالله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا وهنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت له رضي الله عنها هل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال أما في ثلاثة مواطن فلا المواطن الأول إذا تطايرت الصحف إذا أخذ الملائكة يوزعون الكتب كتب الأعمال في هذه الحال كل مشغول بنفسه لعل يعطى كتابه في يمينه فيسعد هذا المواطن الأول إذا أخذ الصحف تطاير وتوزع لأهل الموقف فلا يسأل أحد أحد ولا يسأل أحد عن أحد المواطن الثاني إذا المواطن الثاني إذا وضع الميزان لوزن الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين يخصروا أنفسهم هذا المواطن ما يذكر أحد أحدا لا أب ولا أم ولا زوجة ولا زوجة المواطن الثالث إذا نصب الصراط على جهنم ليجتازوه إلى الجنة أو ليسقطوه في جهنم في هذه الثلاث مواطن لا يذكر الرجل زوجته ولا الماء زوجه ولا لي بن أباه والأب بن أوروه فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إذا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الموازين جمع ميزان أعمال العبد توزا بميزان وهنا جاء الخبر عن سيد البشر بأن العبد يعمل الصالحات ويشيء إلى بعض الناس ويأخذ حقوقهم ويظلمهم فتأخذ الملائكة من حسناته وتعطي للذين ظلمهم وتضيف إلى حسناتهم ويأخذون من الظالم حسناته التي عامل بها كصلاة وزكاة وتعطي لمن ظلمهم فإذا بقيت له حسنا بارك الله فيها ودخل الجنة وإن تكون حسنات يضاعفها الله عز وجل ويدخل الجنة وإذا لم يبقى له حسنا انتهت حسناته وبقي أيضا مسؤول من الآخرين الذين ظلمهم فيأخذ من سيئاتهم ويغضى عليه ويلقى في جهنم والله كما تسمعون إذا وضع الميزان وأخذت أعمال عباد توزا فالذي ظلم غيره من عباد الله يأخذ من حسناته ويعطى للذين ظلمهم مقابل ظلمهم أكل أموالهم فجرى بنسائهم سباهم ويأخذ من حسناته فإذا لم يبقى له حسنات ماذا يصنع؟ إن بقيت له حسنا يضاعفها الله ويدخل الجنة ما بقي شيء يأخذ من سيئات الذين ظلمهم وتضاف إلى سيئاته ويستوجب النار فيدخلها بإذن الله هاك بائفهم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون لا غيرهم والمفلحون بمعنى الفائزين الناجين من النار والداخلين الجنة دار الأبار هذا هو الفرز هذا هو الفلاح ومن خفت موازينه ما ثقلت ما عنده حسنات أو عنده حسنات وضاعت أخذت منه ردت إلى أصحابها الذين ظلموا بها ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسئوا أنفسهم في جهنم خالدون هذا حكم الله هؤلاء الذين خسئوا أنفسهم وأضاعوها ما بقي لها قيمة ولا وجود إلا في جهنم في جهنم خالدون وجهنم عالم على دركة من دركات النار النار سبع دركات ما هي درجات دركة تحت دركة وجهنم واحدة منها وهي من أشد النار حرارة خالدون أبدا لا يخرجون مع العلم أنه جاء في السنة المبينة أن من كانت له حسنات ودخل النار بذنوبه فإن الله عز وجل يعذبه ما شاء من العذاب ثم يخرجه من النار إلى الجنة بشارط أن يكون مومنا موحدا لكن دخل بذنوب عظام جهنم فهل يخرج من النار أو يخلط فيها لا يخلط فيها إلا المشركون الكافرون الملاحدة أما أصحاب التوحيد أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق ما عبدوا غير الله أبدا ولكن ظلموا أساءوا ارتكبوا ذنوب ماتوا بدون توبة دخلوا النار يبقون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم والله عز وجل بإيمانهم فإن الله يخرج من النار ما كان في قلب مفقال ذرة من إيمان كما جاء في صحيح مسلم وغيره ثم قال تعالى عنهم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون موم جبت خلود فقط يأكلون ويشربون خلود في جهنم انظر إلى وجوههم تلفحوا تسفعوا النار وجوهم تحرقواها ويصبحون كالحين والكالح شافته هذه تتدل إلى صده والأخرى ترفع إلى رأسه ويبقى أسنانه والعيار بالله أبشع منظر أقبحه ما تستطيع أن تنظر إليه هذا الكلوح كالح يكله إذا ارتفع شفتاه هذه وإلى رأسه وظهرت أسنانه وهبطت الأخرى إلى صده وظهرت أسنانه السفلاء والنار قد أحرقت وجهه كاملا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون معاش المستمعين هذا كلام الله واضح وإلى لا ثم قال تعالى موبخا لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم يا أهل جهنم يا أهل الخلود في النار يا من كلحت النار وجوههم ألم تكن آياتي تتلى عليكم يقولون ما تليت علينا تليت ما كان يقع عليكم القرآن وتسمعونه ألم تكن آياتي أي الكتال القرآنية تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون خرافة رجعية تأخر تخلف ضلال جنون كما يقول المشركون والكافرون فكنتم بها أي بتلك الآيات القرآنية التي يتلوها رسول الله والمؤمنون في كل زمان ومكان تتلى تقع عليكم فكنتم بها تكذبون غير مؤمنين بها ولا مصدقين بأنها كلام الله ووحيه أوحاه إلى رسوله وكتابه أنزله عليه وهذا شأن الملاحدة والعلمانيين والبلاشف الحمر والمكذبين والعياذ بالله إلى الآن وإلى يوم القيامة وإن نزلت الآيات في مكة في أبي جهل وأبي لهب ولكنها العبى بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن القرآن كتاب هداية أو كتاب ساعة أو حكاية كتاب هداية للخلق إلى يوم القيامة ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ماذا يقولون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين هذا العذو ينفع يجديهم غالبت علينا شقوتنا أنت كتبت في كتاب المقادر أننا أشقيها فغلب ذلك حالنا وما استطعنا نعبدك ولا نوحدك هذا العذو يقبل وكنا قوما ضالين والله ما يعقبل هذا العذو أبدا ربنا أخرجنا مننا هم الآن هذا كلام يقولهم في النار ربنا أخرجنا مننا أي من النار فإنا ظالمون اعترفوا بظلمهم بشركهم وكوفهم وفسقهم وفجورهم وطلبوا من الله أن يخرجهم من النار بما أجابهم الله ماذا يقول لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلموني اخسأوا أبعدوا في يوتين جهنم أذنا منهانين ولا تكلموني اخسأوا وسواء يقول هذا رب تعالى أو يقوله ملك جهنم المسؤول عنها قالوا يا مالك دعو لنا ربك يخف عننا يا مالك ليقضي علينا يا مالك ليقضي علينا ربك نموت حتى نستيح من العذب والشاهد عندنا في أن الله يقول لهم بنفسه أو بواسطة ملكه ألمعوا بملك النار اخسأوا فيها معنى أبعدوا في أعماقها أذي الله ولا جواب لكم لماذا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفلنا وارحمنا وأنت خير راحمين فاتخذتمهم سخرية وكنتم منهم تبحكون وهذه أول من تتناوله بلال صهيب عمار خباب في مكة كانوا يصخرون منهم يستهزئون بهم يضربونهم يحملونهم لحمال الثقيلة لأنهم كانوا شبه عبيد مملكين خبيب خباب وعمار صهيب وبلال أول من يدخل في هذه الآية فاتخذتمهم سخرية تهزئون وتسترون منهم حتى أنسوكم ذكري ما أصبحتم تعرفوني ولا تسألون عني شغالكم والباط والله والعبد والسخرية ما انتفعتم بكتاب الله الذي يتلوه رسولنا وأصحابه فاتخذتمهم سخرية وقرأ سخريا أيضا أي تحملونهم ما لا يطقون وتكلفونهم أعمال أتعاب تنكلون بهم وتشددون لأنهم كيف يؤمنون بمحمد وبما جاء به حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون وإلى الآن الملاحد والعلمانيين والمصابين بالإلحاد والكفر يسخرون من المؤمنين ويرحكون من صلاتهم وصيامهم ومن لحاه ومن لباسهم ومن كل حالهم والله العظيم إذ هم البشر والشيطان ملكهم فعبدوه وسخروه لأنفسهم وسخرهم لنفسهم والعياذ بالله من قال الله جل جلال وعظم سلطانه إني جزيتهم جزاما بلالا وعمارا وصويب وقبابا وكل موم عذب في ذات الله وسخر منه واستهزئ به في الدنيا وصبر على إيمانه وتقواه حتى لقي الله ربه هذا في هذه الجماعة يقول تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبر جزاهم بماذا برضاه عنهم وإدخالوا جنته دار النعيم المقيم إنهم هم الفائزون ويقرأ أنهم وإنهم والكل صحيق رأتاني لأنهم الفائزون إنهم الفائزون الفائزون جمع فائز تعرفون فاز فلا في الكرة وإلى لا نجح فاز في اتجارته الفائز الحق هو الذي ينجو من النار فلا يدخلها ويدخل الجنة دار النعيم ويعيش فيها هذا والله هو الفوز ما هو ربح كشات أو بعير أو زوجة أو ولد وتذكرون حكم الله في هذه القضية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستاها أفلح من من زكا نفسه طيبها طهرها أصبحت مشرقة طيبة يحبها الله ويقبلها بجواره بما زكاها بالما والصاب لا زكاها بالإيمان وصالح الأعمال وأبعدها عما يخبثها عما يدسيها يعفنها من الشرك والكفر والذنوب والآثام هذا الذي أفلح وعكسه من خاب وخسر دنياه وأخراه المشرك الكافر الفاسق الفاجر الذي صب على نفسه أطمان الذنوب والآثام فأصبحت عافنة منتنى لا يحبه الله ولا يرضى أن تكون في جواره إذن فمصيرها جهنم وصاحبها هو الخاسر وهذا هو القصان المبين معاشر المستمعين أتلو عليكم الآيات مرة ثانية تأملوا كلام واضح فقد حرمون من الاجتماع عليه ومن دراسته وقالوا تفسير القرآن صوابه خطأ والله كتبوا في كتبهم تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر من يتكلم حينئذين من يقول قال الله من يقول قال الله يكفر هكذا وضعوا لنا فأصبحنا لا نجتمع على القرآن إلا ليلة الميت فقط الموتى ليالي سبع أو ثلاث أما نجتمع هكذا لنكتب كتاب الله ونتدرسه ممنوع لماذا كفر هذا قرابة الألف سنة وزيادة والمسلمون محرمون من هذا وإلا وإلا كيف هبطوا كيف نزلوا من علياء السماء كيف أصبحوا أذي الله كيف أصبحوا تابعين كيف استغلوا واستعمروا كيف كيف الجواب بذنوبهم من أين تأتي الذنوب إعراضهم عن كتاب الله وهدي رسوله سنة الله لا تتبدل من أعرض عن ذكري فإن لو معيشة رنكة ونحش يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أصرف والعياذ بالله الآيات مرة ثانية وتأملوها آية بآية فإذا نفخ في الصوري فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لماذا مشغول كل واحد بنفسه هذا في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء فمن ثقلت موازينه فأولئك هم قولوا المفلحون الفائزون بالنجاة من النار وبدخل جنة دار الأبرار ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون خسروا أنفسهم وإلا ضاعت وإلا هلكت وإلا أصبحت في جهنم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالعون عاربتم هذا المنظر وإلا لا تحرق وجوههم النار تلفعها فترتفع هذه الجلدة من فوق أسن يفقى الفام والأسنان أبشع صواه العياذ بالله ينظر إليها تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون العياذ بالله ألم تكن آياتي تتلى عليكم إذا قالوا كيف نعذب كيف كيف ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون أي نعم هذا الواقع لو آمنوا بآيات الله لأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحرموا ما حرم الله ما آمنوا كذبوا بآيات الله أي بالقرآن وبما يدعو إليه ويهد إليه فكنتم بها تكذبون قالوا معتذرين وهل ينفع العذر الآن ربنا غلبت علينا شقوتنا هذا الذي قضيته وقد دوته علينا وكنا قوما ظالين ربنا خرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون هل يقبل هذا العذر لا قيمة له أبدا وإنما قصه الله كما هو واقع والله ليقولون هذا أبيضهم كأسودهم أولهم كآخرهم أهل النار كلهم ربنا أخرجنا منها أي من النار فإن عدنا إلى الشرك والكفر إلى الظلم إلى الفسق والفجور فإنا ظالمون نستوجب العذاب هل الله يعيدهم مرثان للدنيا والله لو أعادهم لا فسقوا وفجعوا وكذبوا أكثر من الأول وأخبر تعالى بهذا عن نفسه في كتابه ولو أدوا لعادوا لمنه عنه وإنهم لكاذبون وهذا مجرب كم نسان يصاب بالفقر ويبكي كذا 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 لما يغنى يطرى وينسى كل ذلك يصاب بالمرض هكذا هكذا ما إن يشفح حتى يعود الخمر يشربها والبرنيط على راس يتلذذ بها البرنيط نددنا صرخنا بكينا ولكننا مقهرون مغلوبون الشياطين الشياطين قوية أتسمعون بلغني بلغني أن البرنيط الآن توزع مجانا عشرات الآلاف يريدون أن يمسخون مسحا كاملا أبناؤنا شبابنا بالبرنيط على رؤوسهم غني يا إسرائيل ساقردي يا إسرائيل تحقق مرادك هدفك أصبح أهل السنة والجماعة يلبسون البرنيط يتلذذون بها وتقدم لهم هدايا وتوزع عليهم لو نبكي حتى نموت أي ضلال أعظم من هذا وأي عمى أشد من هذا العمى يعتذرون ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإننا الظالمون ماذا يقول لهم رب تعالى بنفسه أو بملكه اخسأوا فيها ولا تكلموني ابعدوا في جهنم أذي الله مهانين مكسورين محطمين اخسأوا فيها ولا تكلموني لماذا يا ربنا إنه كان فريق من عبادي إنه كان فريق من عبادي اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يقولون ربنا اغفلنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير راحمين ربنا اغفلنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير راحمين ربنا اغفلنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير راحمين فاتخذتم سخري والله لا يسخرون من كلامنا فاتخذتم سخري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري شغلوكم عن ذكر الله وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا اللهم ازلقنا الصبر الثباتة حتى نلقاك يا رب العالمين إنهم هم الفائزون فقط الناجون من النار الداخلون لجنده العبرار أسألك بالله ما هو واضح هذا كلام هذا كلام الله أوضح من كلامنا فيما بيننا لكن منعون من الاجتماع عليه ومن دراسة ومدارسته لنبقى عميانا صما بكما حتى يستغلوا ويفعلوا بما فعلوا وأسفا وحصرتا هداية الآيات نسمع لكل آية هداية بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء من خلال عرض أحداثها في هذه الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء من خلال هذا الصراع هذا السؤال والجواب الذي دار في الآيات هذا كله في الآخرة وإلى لا فمن هداية الآيات تقرير مبدأ البعث الآخرة والحياة الثانية والجزاء فيها ثانيا تقرير أن وزن الأعمال يوم القيامة حق وإنكاره بدعة مكفرة إذن تقرير أن وزن الأعمال يوم القيامة والله حق والله لتوزن الأعمال والذي أنكر هذا وقال كيف هذا والله لمبتدع وظالم وكذب الله ورسوله نعم ثالثا تقرير أن إسرافيل ينفخ في الصور وإنكار ذلك وتأويله بلفظ الصور كما فعل المراغ عند تفسيره هذه الآية مع الأسف بدعة من البدع المنكرة ولذا نبهت عليها هنا حتى لا يغتر بها المؤمنون أعيد قال تقرير أن إسرافيل ينفخ في الصور تقرير أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور والمراد من الصور البوق كالذي يستعمله الناس في الأسواق تبهتم زيد قال وإنكار ذلك وتأويله أنكر هذا مؤلف ومفسر المراقي ورد عليها العلم وهو أخطأ أول الصور بالصور ونوفي خاف الصور ونوفي خاف الصور وهو هذا تأويل باطل 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 رابعا الاعتذار بالقدر لا ينفع صاحبه إذ القدر مستور الاعتذار بالقدر ما ينفع هل نفعه ما اعتذوا اعتذوا بين يدي الله قالوا هذا الذي كتبت وقدرت علينا الاعتذار بالقدر والقدر باطل إذني زنيت تبت كفرت تب سرقت رد المال وهكذا ما تقول قدر الله وقدره لا تعول على القدر والقدر ولا تفكر فيه أبدا إلا أنك إذا أصبت تقول ما شاء الله كان وما لم يشكن قدر الله حتى تخفت نفسك من الكرب الهزن أما أن تعتج بالقدر والقدر تقول أن كاتب الله علي أنا عيش زاني والله ما يعتج بهذا أبدا ولا يقبل هذا العذى أبدا قال الاعتذار بالقدر لا ينفع صاحبه إذ القدر مستور فلا ينظر إليه ولا ينظر إليه والعبد مأمور فليأتمر بأمر الله ورسوله ولينتهي بنهيهما ما دام العبد قادرا على ذلك فإن عجز فهو معذور نحن مأمرون بأن نطيع الله ورسوله في حدود طاقتنا أما أن نقول كتب الله علينا هذا وقدره ونستمع على معصية الله ورسول فهذا باطل 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 نحن مأمرون بأن نطيع الله ورسوله في حدود طاقتنا ونلقى الجزاة في الدنيا ونخرى على تلك الطاعة أما أن نتكبر أن نعرض أن نعبد الهواء والشهوات والشياط ونقول هذا كتبه الله وقدره هذا الاعتذاء باطل 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 ولا يصح من مومن أبدا بيان مدى حسرة أهل النار لما يجابون لما يجابون بكلمة اخسأوا فيها ولا تكلمون بيان مدى حسرة أهل النار لما يقلم يخسأوا حسرتهم كيف تكون من يقدرها نعم فضيلة التضرع إلى الله تعالى ودعائه والتوسل إليه بالإيمان وصالح الأعمال بيان فضيلة الدعاء الله وسؤال الله والاستغفاء والتوبة والتقوى كل هذه نعم أنعم الله بعلى المؤمنين والممنات ما ننساها ومن ذلك الصبع على تقوى الله عز وجل والوسيلة في الدعاء لأنهم قالوا ربنا إننا آمنا فاغفرنا ذنوب توسلوا إلى الله بإيمانهم وهنا حقيقة يا أبناء الإسلام يا نساء المؤمنات التوسل بحق فلان وبجاه فلان وبالتمسح بالجدار وباستقبال القبر وكذا كل هذه والله أباطل وترهات وضلالات التوسل الحق أن تصلي ركعتين وترفع يديك إلى ربك أن تخجي من جيبك تضعه في يدي فاقير مسكين قل يا ربي فعلت كذا أعطيني كذا أن تدعو الله عز وجل وتستقف قل ربي دعوتك فاستجب لي هذا هو التوسل بالإيمان والعمل الصلاة ربي بإيمان بك وبرسولك وبإيمان بلقائك فرج ما بي كفر عن ذنبي هذا التوسل أما التوسل الشيطاني هذا للقائي في الشرك والباطل بحق فلان وبجاه فلان فوالله ما هو توسل إلا منكر باطل كنتم هذه ولا لا عرفت كيف تتوسل صوم غدا لاثنين قبل أن تغطئ في عيديك ربي أنا محتاج لكذا وكذا وصمت لوجهك أسألك بصيام هذا أن تفرج ما بي عملا صالح قدمت أو قوم في الظلام الليل اركع واسجد واسأل ربك أما أعطيني بحق فلان وأسألك بجاه فلان كل هذا من وضع الزنادق والمضللين أو انتهوا موجودون وإلى لا يوزعون البرانيق حرمة السخرية بالمسلم والاستهزاء به والضحك منه حرمات الحرمة الشديدة العظيمة لاستهزاء بالمومن والسخرية منه والتهكم به والضحك عنه هذا من الذنوب البشعة العظيمة حسب أن الله ذكرها ولا لا فلا يحل لمومن أبدا أن يصحى من مومن أو يستهزى به أو يضحك عنه أو يضحك به بل يجب احترامه حبه موالاته مساعدته الوقوف إلى جنبه لأنه يقف ضده ويصحى منه كما فعل المشركون مع بلال وعمار وصهيب أخيرا فضيلة الصبر ولذا ورد أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد نعم منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد إذا أخذت الرأس بقى الجسد له قيمة لا قيمة له فالإيمان إذا ما صبرت ما بقي له قيمة الصبر حبس النفس وهي تصرق كاريا على طاعة الله ورسوله فلا تعصي ولا تترك الطاعة الصبر حبس النفس على المكاره من أجل الله عز وجل ومن أجل اللقاء وحبه اشتركوا في القناة 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين أذكروا ما سبق أن علمتموه من أن الصور المكية تعالج العقيدة لإيجادها إن كانت معدومة وليصلاحها إن كانت فاسدة ولتصويبها إن كانت خطأ وأهم أركانها التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر وعليمنا أن الذي لا يؤمن بالله كالعلمانين والملاحدة والبلاشفة الحمر الشيوعيون هؤلاء أموات لا خير فيهم ولا يرجى منهم خير والذين آمنوا بالله وكذبوا رسوله كاليهود والنصارى كفار والعياذ بالله أموات غير أحيان والذين يكذبون بالبعث الآخر ولا يكذب به إلا من أنكر وجود الله وكذب بوجود الله عز وجل أما أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد علموا أن الحياة الآخرة أي حياة الجزاء للكسب الموجود في هذه الدنيا إننا عاملون أبيضنا كأسودنا كافرنا كمومننا الكل يعملون أمة تعمل الخير وأخرى تعمل الشر فالجزاء متى يتم وأين يكون في الدار الآخرة فهي غارورة لا بد منها لا بد من الدار الآخرة للجزاء على العمل في هذه الدنيا ولما كان مشرك مكة ينكرون البعث والجزاء والدار الآخرة جاءت هذه الآيات ثقف بهم على مواقف في عرصات القيامة فلنستمع إلى الآيات وإن درسنا لكن لها ارتباط بآياتنا هذه اسمعوا ما يقول تعالى فإذا نفخف الصور هذه النفخة نفخة البعث فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم المعر وهم فيها كالحون يقول تعالى لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يخاطبهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفلنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخلتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال تعالى قال كم لبثهم قال لهم يا أهل النار يا أشقياء يا معشر الكفار والفجار وأنتم في النار كم لبثتم في الأرض عدد السنين كم الأيام التي لبثمها في الدنيا أحيا وفيها في قبوركم كم تقدرونها أجابوا قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم لماذا لما هم فيه من العذاب الشديد والكرب العظيم والهم الذي لا نظير له أرأوا أن ما قضاه في الحياة الدنيا ليس بشيء يوم وبعض يوم بالنسبة إلى هذا الموقف الكرب غلب عليهم والهم مشتد عليهم فقالوا ما لبثنا إلا يوما أو بعد يوم فاسأل العاددين الذين يعدون ويحصون الأيام الليالي يعنون الملائكة أو من يعد من غير الملائكة وإن كانوا يعنون الملائكة فهم الكرام الكاتبون فأجابهم الرب تبارك وتعالى قائلا قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال لهم إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون إذ الحياة الدنيا كلها من بداية آدم إلى نهايتها ليست بشيء بالنسبة إلى دار الخلد والحياة الأبدية التي لا تنتهي ولا نهاية لها ومن صورة الروم يقول تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبث غير الساعة ويوم تقوم الساعة يحلف المجرمون أنهم ما كذا ما لبثوه في الدنيا إلا ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوه غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ويصرفون عن الحق ويبعدون عنه ويقولون الباطل والكذب قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعض ولكنكم فتم لا تعلمون لابثوا إلى يوم البعض إلى يوم القيامة والشاهد عندنا في قول ربنا جل جلاله وعظم السلطان فالرد عليهم قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ثم قال لهم وهذا الخطاب سواء كان بواصلة ملائكته أو بنفسه الكل هو من الله عز وجل هو الذي أمر به قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم تعلمون أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا ما من عبثا لا لهدف ولا لغرض ولا لحاجة ولا لمصلحة فقط هذا الموقف لو يقفه العقلاء من الكفاء لآمنوا هل خلقك الله بهذا الجمال وهذا الكمال وخلق لك هذه الأرض وهذه الضاء وما فيها من نعيم عبثا ولهوا وباطنا حاش الله أن يلهو أو يلعب يعبث عباد المؤمنون والله ما يعبثون ولا يلهون ولا ولا بل دائما فيما خلقوا من أجله من ذكر الله وطاعته فكيف يقولون هذا إذن أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا تهجعون لا تعودون وتقفون أمامك ما أنتم الآن واقفون هذا الحسبان حسبوه وهو باطل 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 إذ هو الكفر الصراحة تكذيب بلقاء الله والبعث الآخر والدار الآخرة أفحسبتم هذا كلام الله يقرعهم يوبقهم يؤنبهم يؤذبهم أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا حاش لله تعالى الله علو كبيرا يعبث في خلقه ما أقام السماء ولا وضع الأرض ولا أوجد آدم ولا الملائكة ولا ولا إلا من أجل أن يعبدوه بذكره وشكره لا من أجل أن يأكل ويشرب وينكح وتكون هي غاية وجودهم حاش وكلا تعذيب هذا للأحياء قبل الأموات أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا تهجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم تعالى الله أن يعبث أو يلهو أو يلعب أو يخلق هذه الخلاق كلها لا لشيء إلا للباطل تعالى الله عن هذا علوا كبيرا عقلاءكم ما يصنع حاجة آل إلا من أجل غرضها ما يقف إلا من أجل غرض الوقوف لا يقعد إلا للقعود ما يتحرك حركة إلا لهدف مقصود إلا إذا جن وفقد عقله فنعم فكيف إذن يقالوا ما خلقنا أبدا إلا لناكل نشرب ننكح ويعيشون على هذا المبدك البايم ويتجاهلون الواقع الذي هم لا بد واقفوه في يوم الأيام ما خلقنا عبثا أبدا وهو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فعلة خلقنا ووجودنا نحن بني آدم كإخواننا من الجن العلة هي أن نذكر الله ونسكراه أي نعبده بما سرى علىنا من أنواع العبادة لا أن نكفر به أو برسله أو بشرائه أو بلقائه من أجل فقط أن نعيش كالبهائم والبهائم خير منهم ودائما نقول الكافرون شروا الخلق مهما كانوا مهما ارتقوا مهما ما كانوا والله لشروا الخلق الحاكم بهذا هو الله عز وجل ما نحن أما قال تعالى من صورة البينا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة من شر الخلق الذين كفروا بالله وكذبوا بلقائه وبرسوله وعاشوا على الشرك الكفر والآثام والذنوب شروا الخلق فتعالى الله وتنزه أن يكون له الولد أو تكون له البنت أو يكون الملائكة أولاده أو يكون عيسى ابنه أو 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 يكون له شريك في ملكه وخلقي وتدبيري أو يكون له شريك في عباداته تعالى الله عن ذلك علو كبيرا لا إله إلا هو والله العظيم لا يوجد إله حق يستحق أن يعبد إلا الله واحلب بالله ما شيئا تحلب والله الذي لا إلى غيره لا يوجد في الكون من يستحق أن يعبد إلا الله إذ الموجودات كلها مخلوقا مربوبا مملوكا من خالقها من ربها من مالكها فكيف تصبح إلها معه مستحيل فلهذا ارفع صوتك وقل لا إله إلى الله لا ينقذ هذا الحكم أبدا ولكن ينقضونه بالباطل والهواء والضلال أو يقول تركنا لسنا في حاجة إلى هذا وكم وكم ألها الناس من آله وعبدوها ذبحوا لها وتقربوا إليها أقسموا بها عكفوا حولها قالوا وقالوا وقالوا وكذبوا افتروا عنها إلى اليوم وسبب ذلك هو كفرهم بالله وكتابه ورسوله وسبب ذلك أيضا كفرهم بلقاء الله والجزاء يوم القيامة فتعالى الله الملك الحق لا إله الله رب العرش الكريم ويقرى الكريم هو الله والعرش كريم كل الخيرات تنزل من هذا العرش كل الباركات منه أليس عرش الرحمن من عليه وهناك كرسي عظيم قال تعالى فيه وسع كرسيه السماوات والأرض لو أخذنا السماوات السبع وألسقنا سما بسماء والأراضين السبع وألزقنا واحدة بواحدة وأصبحت رقعة واحدة ووضعنا كرسي الرحمن كرسي الرحمن والله أوسع ونسبة العرش إلى الكرسي السبع إلى الكرسي نسبة معروفة عندكم أو لا هذا الكرسي كالسبع الذي أنام عليه معقول هذا ليس توييني إذن ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة بفلاه تريد أن تعرف أيضا شيئا آخر كان الله ولم يكن شيئا في الكون ولا كون كان والله العظيم وخلق الله العرش والكرسي وخلق الملائكة والجنة والنار والعوالم إذن فوسع كرسيه السماوات والأرض والخليقة كلها نحن بين يدي على سبيل التمثيل أمامك ذباب وإلا نملة وأنت الرجل القوي ما قيمته أمامك هل يخفى عليك شيئا منها من فوقها ومن تحتها من ضايع باطن أي بين يديك وفي هذا يقول تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات السبع مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشعكون وإن أردت أن تنظر إلى جلالي وكمالي أنظر إلى نفسك أنت من سواك من صورك من أعطاك بصرك من وهبك سمعك كيف أن تنطق كيف تفهم كيف تعي أنظر إلى الكون من رفع السماء من كوكب كواكبها من أوجد أفلاكها من أدار الشمس والقمى بنظام فكانت الأيام والسنون قل قل لن تجد إلا تقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله من رب العرش الكريم الله جل جلال وعظم سلطانه أعرض عنه الكافيون والمشيكون وأكب على الأصنام والأحجاب يعبدونها والعياذ بالله ثم قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا بهان له به يا ويلو الذي يدعو مع الله إلها آخر لا حجة عنده ولا بهان تثبت أنه إله يدعى مع الله وهذه الجملة من باب فقط التبهين والإظهار وإلا هل يوجد إله مع الله فكيف توجد البراهين والحجج النصار يعبدون عيسى يعبدون أمه هل يقيمون دليل وبغان وحجة على أن الله أمرهم بعبادتهما على أنهم خلقوا ورزقوا وأداروا الكون فاحتاج الناس إليهم فعبدهم والله ما كان عيسى عبد الله ومريم عبد الأمة الله والذين عبدوا الأصنام في مكة والأحجار في العالم وإلى اليوم الصلبان في أعناقهم وإلى الآن الجهال من المسلمين ينضمون حول القبو ويعكفون عولها الأيام الليالي ويستصرقون عندها ويدعون وينادون كل هذا هل لهم في بوهان وحجة دليل لما يعكف الممن على قف سيد فلان وينادي يا سيد فلان أنا خادمك أنا في جواك أنا كذا أنا كذا أسأل الله لكذا هل عنده دليل على هذا بوهان لو وقف ألف سنة ينادي عبد القادر يجيبه ويقول نعم أفعل بك كذا وكذا أين البوهان وأين الحجة القاطعة على عبادة غير الله والتهديد والوعيد ومن أبيض أسود في الأولين في الآخرين من يدعو مع الله لا ناخ لا بوهان له به ولا بوهان فإنما حسابه عند ربه هذا التهديد هذا الوعيد هذا البيان ما يترك في قلب العاقل التفات إلى غير الله عز وجل لا بالدعاء ولا بالاستغاثة ولا بالعبادة بأي نوع من نوعها ومن يدعو مع الله إلها آخر لا بوهان له به من باب البيان فقط وإلا هل يوجد بوهان وحجة على من عبدوا غير الله مستحيل الله أمرهم بالعبادة كرسنام فتكلهم حجة أمرهم ورسلهم وأنبياهم والله ما كان لا بوهان ولا حجة فإنما حسابه عند ربه الجزاء بعد الحساب الدقيق عند الله عز وجل ثم قال تعالى إنه لا يفلح الكافر والله ما يفلحون إنه لا يفلح الكافر فإذا وقفوا بين يدي حاسبهم ويسألهم ويستنطقهم يفلحون وهم كافرون والله ما يفلحون وخسرانهم بقاءهم في عالم الشقاء في النار في النار في الجحيم إلى ما لا نهاية له ليس تعوام ولا قرون ولا ذهور أبدا لا نهاية لها فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ثم قال تعالى أولا عرفنا الفلاح قد أفلح من زكاه وإلى لا ما الفلاح يوم القيامة النجأة من النار ودخول الجنة دار الأبار ما ننسى هذه الحقيقة قد أفلح من زكى نفسه أفلح كيف أفلح ما وجه هذا الفلاح أبعد هكذا بعيدا عن النار وأدخل الجنة إذ قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي أفلح ثم قال تعالى لرسوله وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قال الله تعالى لرسوله بعد هذا البيان وهذا الهدى وهذه الأنوار حتى اهتد الناس عليها من أهل مكة قال لرسوله قل يا رسولنا ربي يا ربي اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين أرب اغفر لي ذنوبي وارحمني بتكفير سيئاتي وعدم المواخذتي وإكرامي وإنعامي بجوارك وأنت خير الراحمين وتكون هذه دعوة من رسول الله لأمته وقل يا رسولنا ربي اغفر لي ولأمتي وارحمني وارحم المؤمنين والمؤمنات وفي هذا تعليم لنا بهذه الدعوة رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الرحيمين رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين وأنت الغفور الرحيم مستحبة هذه الآيات أفحسبتم أن ما خلناكم عبثا ورد في حديث ضعيف أن عبد الله بن مسعود الصاحب الجليل رضي الله وارضع مر بمريض فقرأ في أذنه هذه الآيات أفحسبتم أن ما خلناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا بهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفعل الكافرون وقال رب اغفر رحم فاستفاق ذاك المريض وقام فسأله النبي صلى الله لماذا فعلت قال قرأت في أذنه قوله تعالى أفحسبتم إلى قوله الغفور الرحيم وأنت خير الرحيمين قال صلى الله سلم لعبد الله المسعود لو قارأها موق بها على جبل لأزاله فلهذا اقرأوه على مرضاكم حرفتم احفظوها وصلوا بها الصلوات النوافل تبقى في أذانكم وقرأها في أذن أي موم يشكو آلام عاص الله أن يفرج ما به ويشفي ذره ولا حرج إليكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد بصيرا وعلما قال معنى الآيات ما زال السياق الكريم مع أهل النار المتكبرين المنكرين للبعض والتوحيد بقوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد السنين قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين هذا سؤال طعطوها عليهم أي سألهم ربهم وهو أعلم بهم كم لبثتم من سنة في الدنيا مدة حياتكم فيها ومدة لبثكم أموات في قبوركم فأجابوه قائلين لبثنا يوما أو بعض يوم أو بعض يوم فاسأل العاد أي الذين يعدون أي من كان يعد من الملائكة أو من غيرهم وهذا الاضطراب منهم عائد راجع إلى نكرانهم للبعث وكفرهم في الدنيا به أولا وثانيا أهوال الموقف وصعوبة الحال وآلام العذاب جعلتهم لا يعرفون شيئا أما أهل الإيمان فقد جاء في صورة الروم أنهم يجيبون إجابة صحيحة إذ قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون يحلفون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان أعطاهم الله العلم الديني والإيمان الصحي قالوا لقد بثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوله تعالى إن لبثتم إلا قليلا لو أن كنتم تعلمون هذا بالنظر إلى ما تقدم من عمر الدنيا فمدة حياتهم وموتهم إلى بعثهم ما هي إلا قليل بالنسبة إلى الدار الآخرة وقوله تعالى أفحسبتم أن ما خلقناكم عابثا وأنكم إلينا لا تجعون هذا منه تعالى توبيق لهم وتأنيب على إنكارهم للبعث أنكر تعالى عليهم حساب حسبانهم وظنهم أنهم لم يخلقوا للعبادة وإنما خلقوا للأكل والشوب والنكاح كما هو ظن كل الكافرين وأنهم لا يبعثون ولا يحاسبون ولا يجزون بأعمالهم وقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق أي عن العبث وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وقوله لا إله إلا هو رب العرش الكريم أي لا معبود بحق إلا هو رب العرش الكريم أي مالك العرش الكريم ووصف والعرش بالكريم سائغ جائز كوصفه بالعظيم والعرش سريع الملك وهو كريم لما فيه من الخير وعظيم إذ هو أعظم من الكرس والكرس وسع السماوات والأرض ولم لا يكون العرش كريما وعظيما ومالكه جل جلاله هو مصدر كل كرام وخير وعظما وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا بهان له به لا بهان له أي ومن يدعو مع الله إلها آخر بالدعاء أو الخوف أو الرجاء أو النذر أو الذبح أو أي عبادة وقوله لا بهان له أي لا حجة ولا سلطان على جواز عبادة ما عبده ومن أين يكون له الحج والبرهان على عبادة غير الله والله ربه كل شيء ومليكه وقوله تعالى فإنما حسابه عند ربه أي الله تعالى ربه يتولى حسابه ويجزيه بحسب عمله وسيخسر خصرانا مبينا لأنه كافر والكافرون لا يفلحون أبدا فلا نجاة من النار ولا دخول للجنة دار الأبار بل حسبهم جهنم وبئس المهادة وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم أي أمر الله تعالى رسوله أن يدعو بهذا الدعاء رب اغفر وارحمني واغفر سائر المؤمنين وارحمهم أجمعين فأنت خير الغافرين والراحمين فاللهم اغفرنا وارحمنا واغفر وارحم كل مؤمن ومؤمن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا عظم هول يوم القيامة وشدة الفزع فيه فليتق ذلك بالإيمان وصالح الأعمال عظم هول يوم القيامة وبيان شدة ما يقع فيه من الكرب العظيم وألوان العذاب وصنوف الشقى والولاء والبلاء هذه حال تجعل العاقل منا يتق ربه ولا يعصيه ولا يخج عن طاعته بعد الإيمان به حتى ينجو من هذا العذاب الضروري لازم الذي لا بد منه واقع وقد استعرض تعالى هذه الأحوال وسمعناها كنا شاهدناها ثانيا تنزه الله تعالى عن العبث واللهو واللعب ثانيا من هداية الآيات التي تلون وشرحنا تنزه رب تعالى عن اللهو والعبث والباطل منزه أنا قلت لكم العقلاء من بني آدم يتنزه عن العبث واللهو والباطل مشيته أكله شعبه حياته جماعه لزوجتي لغرض ما هناك لهو ولا باطل ولا العب والكافرون يلهون ويلعبون طول العام ويسخرون ويستهزئون لأنهم لا عقول لهم أموات لا حياة لهم نعم ثالثا تقرير عقيدة البعث والجزاء تقرير عقيدة البعث والجزاء نحن نوم بالله وباليوم الآخر هذه الآيات كلها والتي سبقتها تقرر أن هناك حياة غير هذه وأن هناك جزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا هذه الآيات تقرر هذه الحقيقة لا بد من حياة أخرى نحياها ونجزى بكسبنا بعملنا في هذه الدنيا لأن هذا دار دار عمل وتلك دار جزاء كما ألمنا رابعا كفر وشرك من يدعو مع الله إلها آخر كفر وشرك من يدعو مع الله إلها آخر يا معشاء والمستمعين ما زال إلى الآن جهالنا ضلالنا من المسلمين الجاهلين يدعون الأولياء ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذعون النذور لهم ما زال إلى الآن وإن قل هذا الانتشار العلمي بواسطة هذه الأجهزة وهذه الآلات لكن ما زال إلى الآن من يقول يا سيد فلال صيار مكتوب عليها يا فاطمة يا حسين أليس هذا الدعاء واستغاثة ومع هذا لو يسمح لإخواننا الجهال أن يقبوا أمام قبر رسول بدون نظام لا ماذا فعلوا هذا يتمسح هذا يخير ساجدا هذا كذا أو أينهم خارج الباب يتمسحون بالجداء ويسجدون عليه خامسا الحكم بخسران الكافرين وعدم فلاحهم الحكم بخسران الكافرين وعدم نجاحهم وفلاحهم حكم الله بهذا إذ قال إنه لا يفلح الكافرون فكل من مات كافرا بالله ولقاه بالله ورسوله بالله وشرعه معرض عن هذا الهدى خارج من دائرة الإسلام والله لا يفلحه كيف يفلحه وقد يلقى في أتون جهنم يعيش بلايين السنين لا يعف أما ولا أبا ولا أخا ولا صديق ولا ولا طول الحياة بلا نهاية بيّن تعالى هذا بقوله قل إن الخاسرين لأن الجاهلين يقول الخسران خسروا باعير أو شاء أو ما أماتت كيف ندخل في الإسلام ونطرق وظيفتي كيف نتخل عن عباء عن عملي من أجل الإسلام قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ما هو الشاة البعي ولا الولد يا عبد الله لا تبع الدخان يقول التجارة متوقفة تخسر تجارتي يا فلان أغلق هذا البنك أخرج منه يقول الحياة متوقفة عليه أخسر كيف أخسر وهكذا ليخسروا آخرتهم سادسا وأخيرا استحباب الدعاء بالمغفرة والرحمة للمؤمنين والمؤمنات استحباب الدعاء والمغفرة للمؤمنين والمؤمنات وهكذا نحن نستغفر كل يوم مئة مرة للمؤمنين والمؤمنات وأكثر فمن استطاع أن يستغفر لإخوانه المؤمنين والمؤمنات فليأخذ بهذه الآية الكريمة الله يام ورسوله أن يفعل هذا وقول ربك فرحم وأنت خرحمين يعني لك وللمؤمنين والمؤمنات